ويقول له أرسل إلى يافا وجئ بالسمعان الذي يقال له بطرس فهو يكلمك كلاما تخلص به أنت وجميع أهل بيتك فلما بدأت أتكلم نزل الروح القدس عليهم مثل ما نزل علينا نحن في البدء فتذكرت ما قال الرب عمد يحن بالماء وأما أنتم فتتعمدون بالروح القدس فإذا كان الله وهب هؤلاء ما وهبنا نحن عندما آمان بالرب يسوع المسيح فمن أكون أنا لأقاوم الله فلما سمع الحاضرون هذا الكلام هدأوا ومجدوا الله وقالوا أنعم الله إذن على غير اليهود أيضا بالتوبة سبيلا إلى الحياة وأما المؤمنون الذين شتتهم الاضطهاد الذي نزل بهم بعد مقتل استفانوس فانتقلوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا وكانوا لا يبشرون أحدا بكلام الله إلا اليهود ولكن بعض هؤلاء المؤمنين من قبرص وقيرين جاءوا إلى أنطاكيا وأخذوا يخاطبون الناطقين باللغة اليونانية أيضا ويبشرونهم بالرب يسوع وكانت يد الرب معهم فآمن منهم كثيرون واهتدوا إلى الرب وبلغ الخبر مسامع الكنيسة في أرشليم فأرسلوا برنابة إلى أنطاكيا فلما جاء ورأى نعمة الله فرح وشجعهم كلهم على الثبات في الرب بكل قلوبهم وكان برنابة رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدسي والإيمان فانضم إلى الرب جمع كبير وذهب برنابة إلى طرسوس يبحث عن شاول فلما وجده جاء به إلى أنطاكيا فأقاما سنة كاملة يجتمعان إلى جماعة الكنيسة فعلما جمعا كبيرا وفي أنطاكيا تسمى التلاميذ أول مرة بالمسيحيين وفي تلك الأيام نزل بعض الأنبياء من أرشليم إلى أنطاكيا فقام أحدهم واسمه أغابوس وتنبأ بوحي من الروح أن مجاعة عظيمة ستعم الأرض كلها وهي التي حدثت في أيام القيصر كلوديوس فعزم التلاميذ أن يرسلوا كل واحد وقدرته معونة إلى الإخوة المقيمين في اليهودية وفعلوا ذلك فأرسلوا معوناتهم إلى شيوخ الكنيسة مع برنابة وشاول الأصحاح الثاني عشر وفي ذلك الوقت أخذ الملك هيرودوس يضطهد بعض رجال الكنيسة وقتل بحد السيف يعقوب أخي يحنى فلما رأى أن هذا يرضي اليهود قبض أيضا على بطرس وكان ذلك في أيام الفطير وبعدما قبض عليه ألقاه في السجن وسلمه إلى أربع فرق ليحرسوه كل فرقة أربعة جنود وكان ينوي أن يعرضه للشعب بعد عيد الفصح فأبقاه في السجن وكانت الكنيسة تصلي إلى الله بلا انقطاع من أجله وكان بطرس في الليلة التي عزم هيرودوس أن يعرضه بعدها للشعب نائما بين حارسين وكان مقيدا بسلسلتين وعلى الباب جنود يحرسون السجن وظهر ملاك الرب بغتة فسطع نور في داخل السجن وضرب الملاك بطرس على جنبه فأيقظه وقال له قم سريعا فانحلت السلسلتان عن يديه وقال له الملاك شد حزامك واربط حذائك ففعل ثم قال له إلبس ثوبك واتبعني فخرج يتبعه وهو لا يعرف أن ما فعله الملاك كان شيئا حقيقيا بل ظن أنه رؤيا فاشتازا الحارس الأول والثاني ووصلا إلى الباب الحديدي الذي يواجه المدينة فانفتح من تلقائه وخرجا حتى قطعا شارعا واحدا ففارقه الملاك في الحال فأفاق بطرس من غفلته وقال الآن تأكد لي أن الرب أرسل ملاكه فأنقذني من يده رودوسا ومن كل ما كان اليهود ينتظرون أن يفعلوه به ثم فكر قليلا وذهب إلى بيت مريم أم يوحنة الملقب بمرقص وكان هناك جماعة كبيرة تصلي فدق بطرس الباب الخارجي فجاءت جارية اسمها رودة تتسمع فلما عرفت صوت بطرس أسرعت إلى داخل البيت من دون أن تفتح الباب لشدة فرحها وأخبرتهم بأن بطرس على الباب فقالوا لها أنت تهذين فأصرت على كلامها فقالوا لها هذا ملاكه وأخذ بطرس يدق الباب حتى فتحوا له فلما شاهدوه تعجبوا فأسكتهم بإشارة من يده وروا لهم كيف أخرجه الرب من السجن وقال لهم أخبروا يعقوب والإخوة بما جرى ثم خرج وذهب إلى مكان آخر وعند الصباح اضطرب الحرس كثيرا وتساءل ماذا جرى لبطرس ولما طلبه هيرودس فما وجده سأل الحرس وأمر بقتلهم ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام فيها وكان هيرودس غاضبا على أهل صورة وصيدة فاتفقوا فيما بينهم وجاءوا إليه بعدما استمالوا بلاستوس حاجب الملك وطلبوا السلام لأن بلادهم تعتمد في رزقها على مملكته وفي اليوم المعين لبس هيرودس ثيابه الملوكية وجلس على العرش يخطب في الشعب فصاحوا هذا صوت إله لا صوت إنسان فضربه ملاك الرب في الحال لأنه ما مجد الله فأكله الدود ومات وكان كلام الله ينتشر ويثمر ورجع برنابا وشاول من أرشاليم بعدما أتما خدمتهما يرافقهما يحنى الملقب ماركوس الأصحاح الثالثة عشر وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر ولوكيوس القيرني ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة وشاول وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه فصاموا وصلوا ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا ومنها سافرا في البحر إلى قبرص فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود وكان يعاونهما يوحنى فاشتازال جزيرة كلها حتى مدينة بافوس فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سارجيوس بولوس حاكم الجزيرة وكان هذا رجلا عاقلا فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله ولكن عليما الساحر وهذا معنى اسمه عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان فامتلأ شاول واسمه أيضا بولوس من الروح القدس فنظر إلى الساحر وقال له يا ابن إبليس يا عدو كل خير أيها الممتلئ بكل خبث وغش أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى لا تبصر نور الشمس إلى حين فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى وأدهشه تعليم الرب ثم أبحر بولوس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا ففارقهما يوحنى ورجع إلى أوروشاليم أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسدية ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون أيها الأخوان إن كان عندكما ما تعيذان به الشعب فتكلما فقام بولوس وأشار بيده وقال يا بني إسرائيل ويا أيها الذين يتقون الله اسمعوا إله هذا الشعب شعب إسرائيل اختر آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه واحتمل ما كان منهم نحو أربعين سنة في البرية وأباد سبع أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها واستغرق ذلك نحو أربعمائة وخمسين سنة ثم جعل لهم قضاطا حتى عهد النبي صموئيل ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بن يمين طوال أربعين سنة ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم وشهد له بقوله وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل وقبل مجيء يسوع دع يحنى جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة وقال وهو ينهي سعيه أتظنون أني أنا هو لا فذاك يجيء بعدي وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه يا إخوتي يا أبناء إبراهيم ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله إلينا أرسل الله كلمة الخلاص فلا أهل أرشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر ولكن الله أقامه من بين الأموات فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أرشليم وهم الآن شهود له عند الشعب ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات كما جاء في المزمور الثاني أنت ابني وأنا اليوم ولدتك وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد فهذا وارد في قوله سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود ولذلك قال في مزمور آخر لن تترك قدوسك يرى الفساد لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه فانتبهوا لألا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء انظروا أيها المستهزئون تعجبوا وهلكوا فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون وبينما بولوس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولوس بالشتيمة فقال بولوس وبرنابا بجرأة كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله ولكنكم رفضتموها فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود فالرب أوصانا قال جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاص الأرض فلما سمع غير اليهود ما قاله بولوس فرحوا ومجدوا كلام الرب وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله فاتهدوا بولوس وبرنابا وطردوهما من ديارهم فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس الأصحاح الرابعة عشر ودخل بولوس وبرنابا كعادتهما مجمع اليهود في أيقونيا وتكلما كلاما جعل كثيرا من اليهود واليونانيين يؤمنون لكن اليهود الذين رفضوا أن يؤمنوا حرضوا غير اليهود على الإخوة وأفسدوا قلوبهم ولكن بولوس وبرنابا أقاما هناك مدة طويلة يجاهران بالرب وكان الرب يشهد لكلامهما على نعمته بما أجرى على أيديهما من العجائب والآيات وانقسم أهل المدينة فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين ولما عزم اليهود وغير اليهود ومعهم رؤساؤهم أن يهينوا الرسولين ويرجموهما شعرا بالأمر فهربا إلى ليسترا ودربة والمدن المجاورة لهما في ولاية ليكونيا وأخذا يبشران هناك وكان في ليسترا رجل عاجز كسيح منذ مولده ما مشى في حياته مرة وبينما هو يصغي إلى كلام بولوس نظر إليه بولوس فرأى فيه من الإيمان ما يدعو إلى الشفاء فقال له بأعلى صوته قم وقف منتصبا على رجليك فنهض يمشي فلما رأى الجموع ما عمل بولوس صاحوا بلغتهم الليقونية تشبه الآلهة بالبشر ونزلوا إلينا وسموا برنابا زيوس ومولوس هرمس لأنه كان يتولى الكلام وجاء كاهن زيوس الذي كان معبده عند مدخل المدينة بتيران وأكليل من زهر إلى الأبواب يريد أن يقدم ذبيحة مع الجموع فلما سمع برنابا وبولوس مزقا ثيابهما وأسرعا إلى الجموع يصيحان بهم ماذا تفعلون أيها الناس نحن بشر ضعفاء مثلكم جئنا نبشركم لتتركوا هذه الأباطيل وتهتدوا إلى الله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها ترك جميع الأمم في العصور الماضية تسلك طريقها ولكنه كان يشهد لنفسه بما يعمل من الخير أنزل المطر من السماء وأعطى المواسم في حينها ورزقكم القوت وملأ قلوبكم بالسرور فما تمكن الرسولان بهذا الكلام أن يمنعا الجموع من تقديم ذبيحة لهما إلا بعد جهد كثير وجاء بعض اليهود من أنطاكيا وأيكونيا واستمالوا الجموع فرجموا بولوس وجروه إلى خارج المدينة وهم يحسبون أنه مات فلما أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابة إلى دربة وبشر بولوس وبرنابة في دربة وكسبا كثيرا من التلاميذ ثم رجعا إلى ليسترا ومنها إلى أيكونيا وأنطاكيا يشددان عزائم التلاميذ ويشجعانهم على الثبات في إيمانهم ويقولان لهم لا بد من أن نجتاز كثيرا من المصاعب لندخل ملكوت الله وكانا يعينان لهم قصوصا في كل كنيسة ثم يصليان ويصومان ويستودعانهم الرب الذي آمن به واجتاز الرسولان مقاطعة بسدية حتى وصلا إلى بنفلية وبشرا بكلام الله في برجة ثم نزلا إلى التالية ومنها سافرا في البحر إلى أنطاكيا التي خرجا منها ترعاهما نعمة الله من أجل العمل الذي قاما به فلما وصلا إلى أنطاكيا جمعا الكنيسة وأخبرا بكل ما أجر الله على أيديهما وكيف فتح باب الإيمان لغير اليهود وأقاما هناك مدة مع التلاميذ الأصحاح الخامسة عشر ونزل جماعة من اليهودية وأخذوا يعلمون الإخوة فيقولون لا خلاص لكم إلا إذا اختتنتم على شريعة موسى فوقع بينهم وبين بولوس وبرنابا خلاف وجدال شديد فأجمعوا على أن يصعد بولوس وبرنابا وغيرهما من المؤمنين إلى أولوشاليم ليراجعوا الرسل والشيوخ في هذه المسألة وبعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا فينيقيا والسامرة يخبرون كيف اهتدى غير اليهود فيفرح الإخوة كثيرا فلما وصلوا إلى أولوشاليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ فأخبروهم بكل ما أجرى الله على أيديهم فقام بعض المؤمنين الذين كانوا من قبل على مذهب الفرسيين وقالوا يجب أن يختتن غير اليهود ويعمل بشريعة موسى فاجتمع الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم أيها الإخوة تعرفون أن الله اختارني من بينكم من زمن بعيد ليسمع غير اليهود من فمي كلام البشارة ويؤمنوا والله الذي يعرف ما في القلوب شهد على رضاه عنهم فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا فما فرق بيننا وبينهم في شيء فهو طهر قلوبهم بالإيمان فلماذا تجربون الله الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله خصوصا ونحن نؤمن أننا نخلص بنعمة الرب يسوع كما هم يخلصون فسكت المجتمعون كلهم واستمعوا إلى برنابا وبولوس وهما يرويان لهم الآيات والعجائب التي أجراها الله على أيديهما بين غير اليهود وبعدما ختما كلامهما قال يعقوب استمعوا لي أيها الإخوة أخبركم سمعان كيف اهتم الله في أول الأمر أن يتخذ من بين الأمم شعبا لاسمه وهذا يوافق كلام الأنبياء في الكتب المقدسة سأرجع بعد هذا فأبني خيمة داود المتهدمة أبني أنقاضها وأقيمها ليسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الشعوب التي تحمل اسمه هذا ما يقول الرب الذي صنع هذا كله وجعله معروفا من قديم الزمان ولذلك أرى أن لا نتقل على الذين يهتدون إلى الله من غير اليهود بل نكتب إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام النجسة والزنة والحيوان المخنوق والدم فلشريعة موسى من قديم الزمان معلمون في كل مدينة يقرؤونها كل سبت في المجامع فأجمع الرسل والشيوخ والكنيسة كلها على اختيار رجلين منهم يرسلونهما إلى أنطاكيا مع برنابا وبولوس فاختاروا يهوذة الذي يقال له برسابة وسيلة وكانا ممن لهم مكانة رفيعة بين الإخوة وسلموا إليهم هذه الرسالة من إخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من غير اليهود في أنطاقية وسورية وكيليكيا سلام سمعنا أن بعض الناس جاءوا إليكم من غير توكيل منا فأزعجوكم وأقلقوا أفكاركم فأجمعنا على أن نختار رجلين نرسلهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولوس رجلين كرسا حياتهما لخدمة ربنا يسوع المسيح فأرسلنا يهوذة وسيلة ليقولا لكم مشافهة ما نكتب به إليكم فالروح القدس ونحن رأينا أن لا نحملكم من الأفقال إلا ما لا بد منه وهو أن تمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنة فإذا صنطم أنفسكم منها فحسنا تفعلون والله معكم فانصرفوا ونزلوا إلى أنطاكيا فدعوا جماعة المؤمنين وسلموا إليهم الرسالة فلما قرؤوها فرحوا كثيرا بما جاء فيها من تشجيع وألقى يهوذة وسيلة وكاناهما أيضا نبيين عذضا طويلة شجعا بها الإخوة وشددا عزائمهم وبعدما أقاما بعض الوقت في أنطاكيا صرفهما الإخوة بسلام إلى الذين أرسلوهما ولكن سيلة رأى أن يبقى هناك فرجع يهوذة وحده وأقام بولوس وبرنابة في أنطاكيا يعلمان ويبشران بكلام الرب ومعهما آخرون كثيرون وبعد أيام قليلة قال بولوس لبرنابة تعال نرجع لنتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلام الرب ونطلع على أحوالهم فأراد برنابة أن يرافقهما يوحنى الملقب بمرقص ولكن بولوس رأى أن لا يرافقهما من فارقهما في بنفلية وما شاركهما في العمل فوقع بينهما نزاع حتى افترقا فأخذ برنابة مرقص وسافر في البحر إلى قبرص وأما بولوس فاختار سيلة وخرج من أنطاكيا بعدما استودعه الإخوة نعمة الرب فاجتاز سوريا وكيليكيا يقوي إيمان الكنائس الأصحاح السادسة عشر ووصل بولوس إلى دربا ولسترا وكان في لسترا تلميذ اسمه تيموثاوس وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يونني وكان الإخوة في لسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة فأراد بولوس أن يأخذه معه فختنه لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يونني وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أرشليم ويوصونهم بأن يعملوا بها وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم ومروا بنواحي فريجية وغلاطية لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بيثينية فما سمح لهم روح يسوع فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس وفي الليل رأى بولوس رؤيا فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله أعبر إلى مكدونية وساعدنا فلما رأى بولوس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكيا وفي الغد إلى نيابوليس ومنها إلى فليبي وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية فقضينا بضعة أيام فيها وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها لديا من مدينة ثيتيرا تبيع الأرجوان وتعبد الله ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولوس فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب فأجبرتنا على قبول دعوتها وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة فصادفتنا جارية بها روح عراف وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها فأخذت تتبع بولوس وتتبعنا وهي تصيح هؤلاء الرجال وعبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولوس فالتفت إليها وقال للروح آمرك اسمي يسوع المسيح أن تخرج منها فخرج في الحال فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال قبضوا على بولوس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاط وقدموهما إلى الحكام وقالوا هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا وهما يهوديان يبشران بتعليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومنيون فهاجت جموع الناس عليهما ومزق الحكام ثياب بولوس وسيلة وأمروا بجلدهما فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لألا يهربا وعند نصف الليل كان بولوس وسيلة يصليان ويسبحان الله والسجناء يصغون إليهما فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن وانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيود السجناء كلهم فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة فظن أن السجناء هربوا فاستل سيفه ليقتل نفسه فناداه بولوس بأعلى صوته إياك أن تؤذي نفسك فنحن كلنا هنا فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن وارتمع على أقدام بولوس وسيلة وهو يرتجف ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص فقالا له آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما وتعمد هو وجميع أهل بيته ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان أطلق الرجلين فنقل السجان هذا الكلام إلى بولوس قال أمر الحكام بإطلاقكما فخرجا وذهبا بسلام فقال بولوس للحرس جلدون علانية من غير محاكمة نحن المواطنين الرومنيين وألقون في السجن وهم الآن يريدون أن يخرجون سرا كلا بل يجيع الحكام بأنفسهم ويخرجونه فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام فلما عرفوا أن بولوس وسيلة مواطنان رومنيان خافوا فجاءوا إليهما يعتذرون ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت لديا فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفها الأصحاح السابعة عشر فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي وكان فيها مجمع لليهود فدخل بولوس المجمع كعادته فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات وقال يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولوسا وسيلة ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله وعدد كبير من السيدات الفاضلات فملأ الحسد قلوب اليهود فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولوسا وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد فما وجدوهما فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون هؤلاء الذين أسعلوا نار الفتة في كل مكان هم الآن هنا في ذيافة ياسون وكلهم يخالفون أوامر القيصر فيأكلون هناك ملك آخر اسمه ياسوع فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم فأرسل الإخوة في الحال بولوسا وسيلة إلى بيرية ليلا فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولوسا وسيلة فآمن كثير منهم وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولوسا يبشر بكلام الله في بيرية جاءوا إليها وأخذوا يحردون الجموع ويهيجونهم فأرسل الإخوة بولوسا في الحال نحو البحر وبقي سيلة وتيمثاوس مدة في بيرية أما الذين رافقوا بولوسا فأوصلوه إلى أثينا ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلة وتيمثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن وبينما بولوس في أثينا ينتظر سيلة وتيمثاوس ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوئة بالأصنام فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه فقال بعضهم ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول وقال آخرون هو يبشر بآلهة غريبة لأن بولوس كان يبشر بيسوع والقيامة فأخذوا بولوس إلى مجلس المدينة في الأريو باغوس وقالوا له نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها وكان الأتينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا فوقف بولوس في وسط المجلس وقال يا أهل آثينة أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظروا إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به إنه الله خالق الكون وكل ما فيه فهو رب السماء والأرض لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيدي بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منه فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم ونحن أيضا أبنائه كما قال شاعر آخر من شعرائكم وما دمن أبناء الله فيجب علينا أن لا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة لأنه وقت يوما يدين فيه العالم فلما كله بالعدل على يد رجل اختاره وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم وقال له آخرون سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى فخرج بولوس من بينهم لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا ومنهم ديونيسيوس الأريباغي أحد أعضاء مجلس المدينة وامرأة اسمها داماريس وسواهما الأصحاح الثامنة عشر وترك بعد ذلك أثينا وجاء إلى كورينتوس فوجد يهوديا من أهل البنت اسمه أكيلة جاء من وقت قريب من إيطاليا هو وامرأته بريسكيلا لأن القيصر كلاوديوس أمر جميع اليهود بالرحيل عن روما فجاء بولوس إليهما وأقام يعمل عندهما لأنه كان من أهل صناعتهما صناعة الخيام وكان في كل سبت يجادل اليهود واليونانيين في المجمع محاولا إقناعهم فلما وصل سيلة وتيمثاوس من مكدونية حصر بولوس كل همه في التبشير بكلمة الله شاهدا لليهود على أن يسوع هو المسيح ولكنهم كانوا يعارضون ويشتمون فنفض ثوبه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء منكم سأذهب بعد اليوم إلى غيركم من الشعوب فانتقل من هناك إلى بيت ملاسق للمجمع يسكنه رجل غير يهودي يعبد الله اسمه تيتيوس يوستوس فآمن كريسبوس رئيس المجمع بالرب هو وجميع أهل بيته وكان كثير من أهل كورينثوس يسمعون كلام بولوس فيؤمنون ويتعمدون فقال الرب لبولوس ليلا في رؤيا له لا تخف بل تكلم ولا تسكت فأنا معك ولن يؤذيك أحد فلي شعب كبير في هذه المدينة فأقام سنة وستة أشهر يعلم الناس كلام الله ولما صار غاليون حاكما على أخائي تجمع اليهود كلهم وهجموا على بولوس وساقوه إلى المحكمة وقالوا هذا الرجل يحاول أن يقنع الناس بأن يعبد الله عبادة تخالف الشريعة فأراد بولوس أن يتكلم فقال غاليون لليهود أيها اليهود لو كان في المسألة جرم أو جناية لسمعت شكواكم كما يقضي الحق أما أن تكون المسألة جدلا في الألفاظ والأسماء وفي شريعتكم فتدبروا أنتم هذا الأمر لأني لا أريد أن أكون قاضيا فيه وطردهم من المحكمة فقبضوا كلهم على سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام المحكمة وغاليون لا يبالي وأقام بولوس مدة من الزمن في كورينثوس ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه بيرسكيلا وأكيلا فحلق رأسه في كنخيرية لنذر كان عليه ولما وصلوا إلى أفسوس فارقهما ودخل المجمع يجادل اليهود فطلبوا إليه أن يطيل الإقامة بينهم فاعتذر ولكنه قال لهم عندما ودعهم سأعود إليكم إن شاء الله وسافر في البحر من أفسوس فنزل في قيصرية ومنها صعد إلى أرشالين وسلم على الكنيسة ثم نزل إلى أنطاكيا وبعدما صرف فيها بعض الوقت خرج وسار في غلاطية وفريجية يقوي عزائم التلاميذ وجاء إلى أفسوس يهودي اسمه أبولوس من أهل الإسكندرية فصيح اللسان قدير في شرح الكتب المقدسة تلقنا مذهب الرب فاندفع يتكلم بحماسه ويعلم تعليما صحيحا ما يختص بيسوع ولكنه كان لا يعرف إلا معمودية يوحن فلما بدأ يتكلم بجرأة في المجمع سمعه برسكيلا وأكيلا فأخذاه إلى بيتهما وشرحا له مذهب الله شرحا دقيقا ثم عزم على السفر إلى آخائيا فشجعه الإخوة وكتب إلى التلاميذ هناك أن يرحب به فلما وصل إلى آخائيا كان بنعمة الله عونا كبيرا للمؤمنين لأنه كان بقوة حججه يسكت اليهود علانية ويبين لهم من الكتب المقدسة أن يسوع هو المسيح الأصحاح التاسع عشر وبينما أبولوس في كورينثوس وصل أبولوس إلى أفاسوس بعدما قطع أواسط البلاد فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟ قالوا لا ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس فقال وأي معمودية تعمدتم؟ قالوا معمودية يحنى فقال أبولوس عمد يحنى معمودية التوبة داعيا للناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده أي بيسوح فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع ووضع أبولوس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون وكانوا نحو اثني عشر رجلا ودخل بولوس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة ثلاثة أشهر يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها فتركهم بولوس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس ودامت هذه الحال مدة سنتين حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب وكان الله يجري على يد بولوس معجزات عجيبة حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع فكانوا يقولون للأرواح الشريرة آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولوس وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوة سبعة أبناء يحترفون هذه الحرفة فأجابهم الروح الشرير أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولوس أم أنتم فمن تكونون فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم فهربوا من البيت عراتا مجرحين فسمع أهل أفاسوس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ خمسين ألف قطعة من الفضة وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس وبعد هذه الأحداث عزم بولوس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أوروشاليم وقال بعد إقامة فيها يجب علي أن أرى رومتا أيضا فأرسل إلى مكدونية اثنين من معاونيه وهما تيموثاوس وأرستوس وأما هو فتأخر مدة في آسيا وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولوس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسوس وفي معظم أنحاء آسية بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا لبل يعرض هيكل الإلهة العظيمة أرطاميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار وهي التي يعبدها جميع الناس في آسية وفي العالم كله فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون العظمة الأرطاميس إلهة أفسوس وعم الشغب المدينة كلها فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخس وهما مكدونيان يرافقان بولوسا في رحلته وجرهما إلى ملعب المدينة وأراد بولوسا أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه أن لا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب وسادت الفوضى فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين العظمة الأرطاميس إلهة أفاسوس ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم يا أهل أفاسوس لا يجهل أحد أن مدينة أفاسوس هي حارسة هيكل أرطاميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء لا خلاف في ذلك إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك قرمة أرطاميس إلهتنا أو جدف عليها وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعاته شكو على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لألا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم فلا عذر لنا في هذا التجمع وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام الأصحاح العشرون ولما سكن الهياج في أفاسوس دعا بولوس التلاميذ فودعهم بكلمة تشجيع وسافر إلى ماكيدونية وسار في تلك الأنحاء يشجع بكلامه الكثير جماعة المؤمنين ثم جاء إلى اليونان فأقام فيها ثلاثة أشهر وبينما هو يستعد للسفر في البحر إلى سوريا تآمر اليهود لقتله فرأى أن يرجع بطريق ماكيدونية فرافقه سوباتروس بن برس من أهل بيرية وأرسترخوس وسكندوس من أهل تسالونيكي وغايوس من أهل دربة وتيمثاوس وتيخيكوس وتروفيموس فسبقونا إلى ترواس وانتظرون هناك أما نحن فسافرنا في البحر من فيليبي بعد عيد الفطير ولحقنا بهم بعد خمسة أيام إلى ترواس فقضينا فيها سبعة أيام وفي يوم الأحد اجتمعنا لكسر الخبز فأخذ بولوس يعظ الحاضرين فأطال الكلام إلى منتصف الليل لأنه كان يريد السفر في الغد وكان في الغرفة العليا التي اجتمعنا فيها مصابيح كثيرة وهناك فتى اسمه أفتيخوس جالسا عند النافذة فأخذه النعاس وبولوس يسترسل في الكلام حتى غلب عليه النوم فوقع من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا فنزل بولوس وارتمع عليه وحضنه وقال لا تقلقوا فهو حي وصعد إلى الغرفة العليا وكسر الخبز وأكل وحدثهم طويلا إلى الفجر ومضى فجاءوا بالفتى حيا فكان لهم عزاء كبير أما نحن فتوجهنا إلى السفينة فأقلعنا إلى أسوس لنأخذ بولوس معنا من هناك كما طلب منا لأنه أراد السفر إليها في البر فلما لحق بنا إلى أسوس أصعدناه إلى السفينة وجئنا إلى ميتيلين ثم أبحرنا منها في اليوم الثاني فأشرفنا على خيوس وسرنا في اليوم الثالث بمحاذاة ساموس ثم وصلنا في اليوم الرابع إلى ميليتوس لأن بولوس رأى أن يتجاوز أفسوس في البحر لألا يتأخر في آسيا وهو يريد السرعة لعله يصل إلى أوروشليم في يوم الخمسين وأرسل بولوس من ميليتوس يستدعي شيوخ كنيسة أفسوس فلما جاءوا إليه قال لهم تعرفون كيف عشت معكم طوال المدة التي أقمت فيها بينكم من أول يوم جئت فيه إلى آسيا فكنت أخدم الرب بكل تواضع وبكثير من الدموع أقاس المحنة التي أنزلتها بي مكايد اليهود وما قصرت في شيء يفيدكم بل كنت أعذكم به وأعلمكم في الأماكن العامة وفي البيوت وناشدت اليهود واليونانيين أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بربنا يسوع وأنا اليوم ذاهب إلى أوروشليم بدافع من الروح القدس لا أعرف ما يصادفني هناك غير أن الروح القدس كان يحذرني في كل مدينة أن القيود والمشقات تنتظرني ولكني لا أحسب أن حياتي لها أي قيمة عندي مادمت أقوم بمهمتي وأتمم العمل الذي تسلمته من الرب يسوع فأنادي ببشارة نعمة الله وأنا أعرف أنكم لن تروا وجهي بعد اليوم أنتم الذين سرت بينهم كلهم أبشر بملاكوت الله لذلك أشهد اليوم لديكم أني بريء من دمكم جميعا لأني ما قصرت في إبلاغكم مشيئة الله كلها فازهروا على أنفسكم وعلى الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اكتسبها بدمه وأنا أعرف أن الذئاب الخاطفة ستدخل بينكم بعد رحيلي ولا تشفقوا على الرعية ويقوم من بينكم أنتم أناس ينطقون بالأكاذيب ليضللوا التلاميذ فيتبعوهم فتنبهوا وتذكروا أني بدموع نصحت كل واحد منكم ليلا ونهارا مدة ثلاث سنوات والآن أستودعكم الله وكلمة نعمته فهو القادر على أن يقويكم ويمنحكم الميراث مع جميع القدسين ما اشتهيت يوما فضة أحد أو ذهبه أو ثيابه وأنتم تعرفون أني بهاتين اليدين اشتغلت وحصلت على ما نحتاج إليه أنا ورفاقي وأريتكم في كل شيء كيف يجب علينا بالكد والعمل أن نساعد الضعفاء متذكرين كلام الرب يسوع تبارك العطاء أكثر من الأخذ ولما ختم بولس كلامه سجد معهم كلهم وصلى وبكوا كثيرا وعانق بولس وقبلوه وكان أكثر ما أحزنهم قوله لهم لن تروا وجهي بعد اليوم ثم شيعوه إلى السفينة الأصحاح الحادي والعشرون وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس وفي اليوم الثاني إلى رودوس ومنها إلى باترة فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا فركبناها وسرنا فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها ووجدنا التلاميذ هناك فأقمنا عندهم سبعة أيام وكانوا يقولون لبولوس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أوروشاليم ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة فسجدنا على الشاطئ وصلينا ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم ومن سور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتوليمايس فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا وسرنا في الغد إلى قيصرية فدخلنا بيت فليبوس المبشر وهو أحد السبعة ونزلنا عنده وكان له أربع بنات عذارة يتنبأنا وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس فجاء إلينا وأخذ حزام بولوس وقيد به رجليه ويديه وقال يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أوروشاليم ويسلمونه إلى أيدي الوفنيين فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولوس أن لا يصعد إلى أوروشاليم فقال ما لكم تبكون فتكسرون قلبي أنا مستعد لا للقيود وحدها بل للموت في أوروشاليم من أجل الرب يسوع فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا لتكن مشيئة الرب وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أوروشاليم ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم ولما وصلنا إلى أوروشاليم رحب بنا الإخوة فرحين ودخل معنا بولوس في الغد إلى يعقوب وكان الشيوخ كلهم حاضرين فسلم عليهم بولوس وروا لهم بالتفصيل كل ما أجر الله على يده بين سائر الشعوب فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولوس أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى وتوصيهم أن لا يغتنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك فاعمل بما نقوله لك عندنا أربعة رجال عليهم نذر خذهم واتهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا فأخذ بولوس الرجال الأربعة في الغد فاتهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم ولما كادت تنقضي أيام الطهور السبعة رأى بعض اليهود الآسيويين بولوس في الهيكل فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا النجد يا بني إسرائيل هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسوسي مع بولوس في المدينة فظنوا أن بولوس دخل به الهيكل فهاجت المدينة كلها وتجمع الناس على بولوس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال وبينما هم يحاولون قتله سمع قائد الحامية الرومانية أن أرشليم كلها في هيجان فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولوس فدنى إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى أمر جنوده بأن يسوق بولوس إلى القلعة فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لألا يفتك به جمهور الشعب لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون أقتلوه وبينما بولوس يدخل القلعة قال لقائد الحامية أتسمح أن أقول لك شيئا؟ فقال له أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج بأربعة آلاف قاتل إلى الصحراء؟ فقال بولوس أنا يهودي ومواطن روماني من ترسوس في كيليكية وهي مدينة معروفة جيدا فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب فأذن له فوقف بولوس على السلم وأشار بيده إلى الشعب فلما ساد السكوت خاطبهم بولوس بالعبرية قال الأصحاح الثاني والعشرون يا إخوتي وآبائي اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا فقال أنا رجل يهودي ولدت في ترسوس من كيليكية لكني نشأت هنا في هذه المدينة وتعلمت عند قدمي غملا إيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه واتهدت مذهب يسوع حتى الموت فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب فأسوقه إلى أرشليم لمعاقبته وبينما أنا أقترب من دمشق سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول ليه شاول شاول لماذا تطهدني فأجبت من أنت يا رب؟ قال أنا يسوع الناصري الذي تطهده وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني فقلت ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب قم وادخل إلى دمشق وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق وكان فيها رجل تقي متمسق بالشريعة اسمه حنانية يشهد له جميع اليهود في دمشق فجاءني وقال لي يا أخي شاول أبصر فأبصرته في الحال فقال إله آباء نختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت والآن ما لك تبطئ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه ثم رجعت إلى أرشاليم وبينما أنا أصل في الهيكل وقعت في غيبوبة فرأيت الرب يقول لي أسرع في الخروج من أرشاليم لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي فقلت هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانس شهيدك وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه فقال لي الرب هيا سأرسلك إلى مكان بعيد إلى غير اليهود من الشعوب وكانوا يصغون إلى بولوس حتى قال هذه الكلمات فصاحوا بأعلى أصواتهم أزيلوا هذا الرجل عن وجه الأرض هو لا يستحق الحياة وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولوسة إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح فلما مددوه وربطوه ليجلدوه قال للضابط الواقف بجانبه أي حق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟ فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني فجاء القائد إلى بولوس وقال له قل لي هل أنت روماني؟ قال نعم فقال القائد أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية فقال بولوس أما أنا فمولود فيها فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولوس فحلى قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا ثم أنزل بولوس وأحضره مجلسهم الأصحاح الثالث والعشرون فنظر بولوس إلى المجلس وقال أيها الإخوة عشت لله بضمير صالح إلى هذا اليوم فأمر حنانية رئيس الكهنة أعوانه بأن يضرب بولوس على فمه فقال له بولوس ضربك الله أيها الحائط المبيض أتجلس لتحاكمني بحسب الشريعة وتأمر بضربي فتخالف الشريعة فقال الحاضرون لبولوس أنت تشتم رئيس كهنة الله فقال بولوس ما كنت أعرف أيها الإخوة أنه رئيس الكهنة فالكتب المقدسة تقول لا تلعن رئيس شعبك وكان بولوس يعرف أن بعضهم صدقيون والبعض الآخر فريسيون فصاح في المجلس أيها الإخوة أنا فريسي ابن فريسي وأنا أحاكم الآن لأني أرجو قيامة الأموات فلما قال هذا وقع الخلاف بين الفريسيين والصدقيين وانقسم المجلس لأن الصدقيين لا يؤمنون بقيامة الأموات وبوجود الملائكة والأرواح وأما الفريسيون فيؤمنون بهذا كله فارتفع الصياح وقام بعض معلمي الشريعة من الفريسيين وأخذوا يحتجون بشدة قالوا لا نجد جرما على هذا الرجل ربما كلمه روح أو ملاك واشتد الخلاف حتى خاف القائد أن يمزق بولوس تمزيقا فأمر جنوده بأن ينزلوا إليه وينتزعوه من بينهم ويأخذوه إلى القلعة وفي الليلة الثانية ظهر الرب لبولوس وقال له تشجع فمثل ما شهدت لي في أوروشاليم هكذا يجب أن تشهد لي في روما ولما طلع الصباح تآمر اليهود فحلفوا لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولوس وكان المتآمرون أكثر من أربعين فجاءوا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا حلفنا لا نذوق شيئا حتى نقتل بولوس فاطلبوا أنتم أعضاء المجلس من قائد الحامية أن يرسل بولوس إليكم بحجة أنكم تريدون تطقيق النظر في أمره ونكون نحن على استعداد لقتله وهو في طريقه إليكم وسمع ابن أخت بولوس بالكمين فذهب إلى القلعة ودخل على بولوس وأخبره بالأمر فدعا بولوس واحدا من الضباط وقال له خذ هذا الشاب إلى القائد لأن عنده ما يقوله له فأخذه الضابط إلى القائد وقال دعاني السجين بولوس وطلب أن أجيئ بهذا الشاب إليك لأن عنده ما يقوله لك فأمسك القائد بيده وانفرد به وسأله ما عندك أخبرني فقال اتفق اليهود على أن يطلب إليك أن تنزل بولوس غدا إلى المجلس بحجة أنهم يريدون تطقيق النظر في أمره فلا تصدقهم لأن أكثر من أربعين رجلا منهم أقاموا له كمينا وحلفوا لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوه وهم الآن على أتم الاستعداد ينتظرون أن تستجيب لهم فقال القائد للشاب لا تقل لأحد أنك أخبرتني بهذا الأمر وصرفه من عنده ثم دعا القائد اثنين من ضباطه وقال لهما أعدى مئتي جندي للذهاب في الساعة التاسعة من الليل إلى قيصرية ومعهم سبعون فارسا ومئتا مسلح بالرماح وأعدوا لبولوس خيلا تحمله سالما إلى الحاكم فيليكس وكتب إلى الحاكم برسالة يقول فيها من كلوديوس لسياس إلى صاحب العزة فيليكس سلام أمسك اليهود هذا الرجل وكادوا يقتلونه فلما عرفت أنه روماني أسرعت إليه مع جنودي فأنقذته وأردت أن أعرف بما يتهمونه فجئت به إلى مجلسهم فتبين لي أنهم يتهمونه بمسائل في شريعتهم وأن لا شيء مما يتهمونه به يستوجب الموت أو السجن ثم سمعت أنهم وضعوا خطة لاغتياله فأرسلته إليك في الحال وأبلغت خصومه أن يرفع إليك دعواهم عليه وقام الجنود بتنفيذ أوامر القائد فأخذوا بولوس ليلا إلى أنتباتريس وفي الغد رجعوا إلى القلعة وتركوا الفرسان يواصلون السفر معه فلما وصل الفرسان إلى قيصرية أدخلوا بولوس على الحاكم وسلموا إليه الرسالة فقرأها وسأل بولوس عن الولاية التي ينتمي إليها فلما عرف أنه من كيليكية قال له سأسمع منك متى حضر خصومك وأمر جنوده بأن يحرس بولوس في قصر هيرودوس الأصحاح الرابع والعشرون وبعد خمسة أيام نزل رئيس الكهنة حنانية إلى قيصرية ومعه بعض الشيوخ ومحام اسمه ترتلوس فشكوا بولوس إلى الحاكم فلما دعاه الحاكم أخذ ترتلوس يتهمه فيقول يا صاحب العزة فيليكس يعود الفضل فيما ننعم به من سلام عميم وما تم لخير بلادنا من إصلاح إلى حسن تدبيرك ونحن نتقبل هذا كله بفائق الشكر في كل حين وكل مكان لا أريد أن أطيل عليك الكلام ولكن أرجو أن تأخذنا بحلمك وتصغي إلينا قليلا وجدنا هذا الرجل مفسدا يثير الفتن بين اليهود في العالم كله وزعيما على شيعة النصارى ثم حاول أن يدنس الهيكل فاعتقلناه ولما أردنا أن نحاكمه بموجب شريعتنا جاء القائد لسياس وانتزعه قصرا من أيدينا وأمر خصومه بأن يرفع شكواهم إليك وأنت إذا سألته عن جميع هذه الأمور عرفت كل المعرفة ما نتهمه به فأيد اليهود دعوة ارتولوس زاعمين أنها صحيحة ثم أشار الحاكم إلى بولوس يدعوه إلى الكلام فقال أعرف أنك تحكم هذه البلاد من عدة سنوات ولذلك أدافع عن نفسي مطمئنا أنت قادر أن تعرف كل المعرفة أني صعدت إلى أرشاليم للعبادة من مدة لا تزيد على 12 يوما فما وجدني اليهود في الهيكل ولا في المجامع ولا في المدينة أجادل أحدا أو أهيج جماعة ولا يمكنهم أن يثبت لك صحة ما يتهمون به الآن لكني أقر بأني أعبد إله آبائنا على المذهب الذي يدعون أنه بدعة وبأني أؤمن بكل ما جاء في الشريعة وكتب الأنبياء راجيا من الله ما يرجونهم أي قيامة الأبرار والأشرار فأنا مثلهم أبذل جهدي لأكون أبدا سليما نية عند الله والناس وجهت بعد عدة سنوات أحمل بعض التبرعات إلى شعبي وأقدم القرابين فوجدني في الهيكل جماعة من يهود أسية وكنت اطهرت وما كان معي جماعة ولا أثرت فتنة وكان عليهم أن يحضروا لديك ويتهموني إن كان لهم ما يشكونني به أما الحاضرون هنا فليقول لك أي جرم وجدوا لي حين وقفت في المجلس إلا هذه الكلمة التي نادلت بها وأنا بينهم أنتم تحاكمونني اليوم لأني أؤمن بقيامة الأموات وكان فيليكس واسع للطلاع على مذهب الرب فرفع الجلسة وقال متى وصل القائد ليسياس إلى هنا أنظروا في دعوكم وأمر أحد الضباط بأن يحرس بولوس على أن يكون له بعض الحرية ولا يمنع أحدا من أصحابه أن يخدمه أو يزوره وبعد أيام قليلة جاء فيليكس ومعه زوجته دوروسيلا وكانت يهودية فاستدعى بولوس واستمع إلى كلامه على الإيمان بالمسيح يسوع ولما تحدث بولوس عن الصلاح والعفة ويوم الدينونة ارتعب فيليكس وقال له اذهب الآن ومتى سنحت الفرصة استدعيك ثانية وكان فيليكس يرجو أن يعطيه بولوس شيئا من المال فكان يكثر من استدعائه ومحادثته وبعد سنتين خلفه بوريكيوس فاستوس في منصبه فأراد فيليكس أن يرضي اليهود فترك بولوس في السجن الأصحاح الخامس والعشرون ولما وصل فاستوس بعد ثلاثة أيام إلى الولاية صعد من قيصرية إلى أوروشليم فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولوس والتمس منه أن يمن عليهم فينقل بولوس إلى أوروشليم وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه فأجاب فاستوس أن بولوس يبقى معتقلا في قيصرية وأما هو فسيرجع إليها عاجلا وقال لينزل معي زعمائكم إلى قيصرية فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه وأقام فاستوس عندهم أياما لا تزيد على الثمانية أو العشرة ثم نزل إلى قيصرية وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولوس فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أوروشليم واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها فدافع بولوس عن نفسه قال ما أذنبت بشيء لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر وأراد فاستوس أن يرضي اليهود فقال لبولوس أتريد أن تصعد إلى أوروشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور فأجاب بولوس أنا لدى محكمة القيصر ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم أنت تعرف حق المعرف أني ما أسأت إلى اليهود بشيء فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت فأنا لا أتهرب من الموت أما إذا كان ما يتهمون به باطلا فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم وإلى القيصر أرفع دعواي فتشاور فاستوس ومعاونوه ثم أجاب رفعت إلى القيصر دعواك فإلى القيصر تذهب وبعد بضعة أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فاستوس فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن عرض فاستوس على الملك قضية بولوس قال هنا رجل تركه فيليكس في السجن وعندما كنت في أوروشاليم شكاه إلي رؤساء الكهانة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه فقلت لهم من عادة الرمان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير وأمرت بإحضار الرجل فعرض متهموه دعواهم فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع وبولوس يزعم أنه حي فحرت في الأمر فسألت بولوس أيريد أن يصعد إلى أوروشاليم ليحاكم فيها ولكن بولوس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر فقال أغرب باس لفستوس ليتني أسمع أنا هذا الرجل فأجابه فستوس غدا تسمعه وفي الغد جاء أغرب باس وبرنيكا في أبهة عظيمة ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة فأمر فستوس بأن يحضر بولوس فحضر فقال فستوس أيها الملك أغرب باس ويا جميع الحاضرين معنا هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أوروشاليم وهنا وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر فعزمت أن أرسله إليه وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغرب باس حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضحت تهمة التي عليه الأصحاح السادس والعشرون فقال أغرب باس لبولوس نأذن لك أن تدافع عن نفسك فأشار بولوس بيده وقال في دفاعه أيها الملك أغرب باس يسرني أن أدافع عن نفس اليوم لديك وأرد على كل ما يتهمني به اليهود خصوصا إنك مطلع كل الإطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرة من أيام صغري وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أوروشاليم فهم يعرفون من عهد بعيد ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا فعشت فريسيا وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجع شائر بني إسرائيل الاثنتا عشرة تحقيقه عابدين الله ليل نهار بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي وهذا ما فعلت في أوروشاليم فسجنت بتفويد من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم واشتدت نقمة عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويد من رؤساء الكهنة وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يصطع حولي وحول المسافرين معي فوقعنا كلنا إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن تقاومني فقلت من أنت يا رب قال الرب أنا يسوع الذي تضطهده أنت قم وقف على قدميك لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤية التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى الله فينال بإيمانهم به غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين ومن تلك الساعة أيها الملك أغرباس ما عصيت الرؤية السماوية فبشرت أهل دمشق أولاً ثم أهل أرشليم وبلاد اليهودية كلها ثم سائر الأمم داعياً إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاول قتله ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص وبينما بولوس يدافع عن نفسه بهذا الكلام صاح فستوس بأعلى صوته أنت مجنون يا بولوس ساعة علمك أفقدتك عقلك فأجابه بولوس كيف أكون مجنوناً يا صاحب العزة فستوس وأنا أنطق بالحق والثواب فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور وأعتقد أنه لا يخف عليه شيء منها لأنها ما حدثت في زاوية خفية أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغرباس أنا أعلم أنك تؤمن بهم فقال أغرباس لبولوس أبقليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحياً؟ فأجابه بولوس إن بالقليل أو بالكثير فرجاء من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود فنهض الملك والحاكم وبرنيكة والجالسون معهم فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون ما عمل هذا الرجل شيئاً؟ يستوجب به الموت أو السجد؟ وقال أغرباس لفستوس كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لو لأنه رفع دعواه إلى القيصر الأصحاح السابع والعشرون ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا سلموا بولوس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدة وأظهر يوليوس عطفه على بولوس فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبروس لأن الريح كانت مخالفة لنا وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس ومنعتنا الريح من النزول فيها فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائيا وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا فأخذ بولوس ينذرهم قال أيها الرفاق أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها بل على أرواحنا أيضا لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولوس وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي فيقضون فصل الشتاء فيه فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح واحتمين من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج وقويت العاصفة في اليوم الثاني فأخذوا يرمون الحمولة في البحر وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة وكان رجال السفينة ممتنعين طويلاً عن الطعام فوقف بولوس بينهم وقال لهم أيها الرفاق كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته إلا أن السفينة وحدها ستتخطم ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي لا تخف يا بولوس فلابد لك أن تحضر لدى القيصر والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك فتشجعوا أيها الرفاق لأني آثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي فلابد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر فلما قاسوا عمق البحر وجدوه مئة وعشرين قدماً ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو تسعين قدماً فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية فألقوا من مؤخر السفينة أربع مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة فقال بولوس للضابط وجنوده إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء واقترب طلوع النهار فطلب إليهم بولوس أن يتناولوا بعض الطعام قال مدى الآن أربعة عشر يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا ثم كسره وبدأ يأكل فتشجعوا كلهم وأكلوا وكان عددنا في السفينة مائتين وستة وسبعين نفسا وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لألا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولوس فمنعهم من ذلك وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون إما على الألواح وإما على حطام السفينة فوصلوا كلهم إلى البر سالمين الأصحاح الثامن والعشرون ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا وبينما بولوس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولوس قال بعضهم لبعض لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجى من البحر ولكن بولوس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بدرر تغير رأيهم فيه وقالوا هذا إله وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة فأكرمنا ورحب بنا مدة ثلاثة أيام وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال فدخل بولوس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه وبعد ثلاثة أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة فنزلنا إلى مدينة ساركوسا وأقمنا فيها ثلاثة أيام ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي حيث وجدنا بعض الإخوة فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم سبعة أيام وهكذا وصلنا إلى روما وسمع الإخوة في روما بوصولنا فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت الثلاثة فلما رآهم بولوس شكر الله وتشجع ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولوس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه وبعد ثلاثة أيام دعا بولوس وجهاء اليهود إليه فلما اجتمعوا قال لهم أيها الإخوة أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا مع ذلك اعتقلني اليهود في أوروشليم وسلموني إلى أيدي الرومنيين فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي لأن لا جرم علي أستوجب به الموت ولكن اليهود عارضوا فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل فقالوا له ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء ولكننا نود أن نسمع منك رأيك لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولوس وهم أكثر عددا فأخذ بولوس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر وقبل أن ينصرف من عنده وهم غير متفقين قال لهم بولوس هذه الكلمة صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعية اذهب إلى هذا الشعب وقل له مهما سمعتم لا تفهمون ومهما نظرتم لا تبصرون تحجر قلب هذا الشعب فسد آذانهم وأغمض عيونهم لألا يسمعوا بآذانهم ويبصر بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم ثم قال لهم فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب وهم سيستمعون إليه فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف وأقام بولوس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره يرحب بكل من كان يزوره فيبشر بملكوت الله معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح رسالة روما الأصحاح الأول من بولوس عبد المسيح يسوع دعاه الله ليكون رسولاً واختاره ليعلن بشارته التي سبق أن وعد بها على ألسنة أنبيائه في الكتب المقدسة في شأن ابنه الذي في الجسد جاء من نسل داود وفي الروح القدس ثبت أنه ابن الله في القدرة بقيامته من بين الأموات ربنا يسوع المسيح الذي به نلت النعمة لأكون رسولاً من أجل اسمه فأدعو جميع الأمم إلى الإيمان والطاعة وأنتم أيضاً منهم دعاكم الله لتكونوا ليسوع المسيح إلى جميع أحباء الله في روما المدعوين ليكونوا قدسين عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح قبل كل شيء أشكر إلهي بيسوع المسيح لأجلكم جميعاً لأن إيمانكم ذاع خبره في العالم كله والله الذي أخدمه بروحي فأبلغ البشارة بابنه يشهد لي أني أذكركم كل حين وأسأل الله في صلواتي أن يتيسر لي بمشيئته أن أجيئ إليكم فأنا مشتاق أن أراكم لأشارككم في هبة روحية تقويكم بل ليشجع بعضنا بعضاً وأنا عندكم بالإيمان المشترك بيني وبينكم ولا أخفي عليكم أيها الإخوة أني عزمت مرات عديدة أن أجيئ إليكم ليثمر عملي عندكم كما أثمر عند سائر الأمم فكان ما يمنعني حتى الآن فعلي دين لجميع الناس من يونانيين وغير يونانيين ومن حكماء وجهال ولهذا أرغب أن أبشركم أيضاً أنتم الذين في روما وأنا لا أستحي بإنجيل المسيح فهو قدرة الله لخلاص كل من آمن لليهودي أولاً ثم لليوناني لأن فيه أعلن الله كيف يبرر الإنسان من إيمان إلى إيمان كما جاء في الآية البار بالإيمان يحيا فغضب الله معلن من السماء على كفر البشر وشرهم يحجبون الحق بمفاسدهم لأن ما يقدر البشر أن يعرفوه عن الله جعله الله واضحاً جلياً لهم فمنذ خلق الله العالم وصفات الله الخفية أي قدرته الأزلية وألوهيته واضحة جلية تدركها العقول في مخلوقاته فلا عذر لهم إذن عرفوا الله فما مجدوه ولا شكروه كإله بل زاغت عقولهم وملأ الظلام قلوبهم الغبية زعموا أنهم حكماء فصاروا حمقه واستبدلوا بمجد الله الخالد صوراً على شاكلة الإنسان الفاني والطيور والدواب والزحافات لذلك أسلمهم الله بشهوات قلوبهم إلى الفجور يهينون به أجسادهم اتخذوا الباطل بدلاً من الحق الإلهي وعبدوا المخلوق وخدموه من دون الخالق تبارك إلى الأبد آمين ولهذا أسلمهم الله إلى الشهوات الدنيئة فاستبدلت نساؤهم بالوصال الطبيعي الوصال غير الطبيعي وكذلك ترك الرجال الوصال الطبيعي للنساء والتهب بعضهم شهوة لبعض وفعل الرجال الفحشاء بالرجال ونالوا في أنفسهم الجزاء العادل لضلالهم ولأنهم رفضوا أن يحتفظوا بمعرفة الله أسلمهم الله إلى فساد عقولهم يقودهم إلى كل عمل شاء وامتلأوا بأنواع الإثم والشر والطمع والفساد ففاضت نفوسهم حسداً وقتلاً وخصاماً ومكراً وفسادة هم ثرثارون نمامون أعداء الله شتامون متكبرون متعجرفون يخلقون الشر ويتنكرون لوالديهم هم بلا فهم ولا وفاء ولا حنان ولا رحمة ومع أنهم يعرفون أن الله حكم بالموت على من يعمل مثل هذه الأعمال فهم لا يمتنعون عن عملها بل يرضون عن الذين يعملونها الأصحاح الثاني لذلك لا عذر لك أيًا كنت يا من يدين الآخرين ويعمل أعمالهم لأنك حين تدينهم تدين نفسك ونحن نعلم أن الله يدين بالعدل من يعمل مثل هذه الأعمال وأنت يا من يدين الذين يعملونها ويفعل مثلهم أتظن أنك تنجو من دينونة الله؟ أم أنك تستهين بعظيم رأفته وصبره واحتماله؟ غير عارف أن الله يريد برأفته أن يقودك إلى التوبة ولكنك بقساوة قلبك وعنادك تجمع لنفسك غضباً ليوم الغضب حين تنكشف دينونة الله العادلة فيجاز كل واحد بأعماله إما بالحياة الأبدية لمن يواظبون على العمل الصالح ويسعون إلى المجد والكرامة والبقاء وإما بالغضب والصخط على المتمردين الذين يرفضون الحق وينقاضون للباطل والويل والعذاب لكل إنسان يعمل الشر من اليهود أولاً ثم اليونانيين والمجد والكرامة والسلام لكل من يعمل الخير من اليهود أولاً ثم اليونانيين لأن الله لا يحاب أحداً فالذين خطئوا وهم بغير شريعة موسى فبغير شريعة موسى يهلكون والذين خطئوا ولهم شريعة موسى فبشريعة موسى يدانون وما الذين يسمعون كلام الشريعة هم الأبرار عند الله بل الذين يعملون بأحكام الشريعة هم الذين يتبررون فغير اليهود من الأمم الذين بلا شريعة إذا عملوا بالفطرة ما تأمر به الشريعة كانوا شريعة لأنفسهم مع أنهم بلا شريعة فيثبتون أن ما تأمر به الشريعة مكتوب في قلوبهم وتشهد لهم ضمائرهم وأفكارهم فهي مرة تتهمهم ومرة تدافع عنهم وسيظهر هذا كله كما أبشركم به يوم يدين الله بالمسيح يسوع خفايا القلوب وأنت يا من تسمي نفسك يهوديا وتتكل على الشريعة وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز ما هو الأفضل بما تعلمته من الشريعة وتعتقد أنك قائد للعميان ونور لمن هم في الظلام ومؤدب للأغبياء ومعلم للبسطاء لأن لك في الشريعة كمال المعرفة والحقيقة أنت يا من يعلم غيره أما تعلم نفسك؟ تنادي لا تسرق وتسرق أنت؟ تقول لا تزني وتزني تستنكر الأصنام وتنهب هياكلها تفتخر بالشريعة وتهين الله بعصيان شريعته فالكتاب يقول بسببكم يستهين الناس باسم الله بين الأمم إن عملت بالشريعة كان لختان كفائدة ولكن إذا خلفت الشريعة صرت في عداد غير المختونين وإذا كان غير المختونين يراعون أحكام الشريعة أفما يعتبرهم الله في عداد المختونين؟ ومن عمل بالشريعة وهو غير مختون الجسد أفلا يحكم عليك أنت اليهودي الذي يخالف الشريعة وله كتابها والختان؟ فما اليهودي هو اليهودي في الظاهر ولا الختان هو ما ظهر في الجسد وإنما اليهودي هو اليهودي في الباطن والختان هو ختان القلب بالروح لا بحروف الشريعة هذا هو الإنسان الذي ينال المديح من الله لا من البشر فما هو فضل اليهودي إذن؟ وما هو نفع الختان؟ كثير من جميع الوجوه وأولها أن الله اتمن اليهود على أقواله فماذا إن خان بعضهم؟ أتبطل خيانتهم وفاء الله؟ كلا صدق الله وكذب كل إنسان فالكتاب يقول تظهر صادقا إذا تكلمت ومنتصرا إذا خوسمت وإذا كان ضلالنا يظهر صلاح الله فماذا نقول؟ أيكون الله ظالما إذا أنزل بنا غضبه؟ وهنا أتكلم كإنسان كلا وإلا فكيف يدين الله العالم؟ وإذا كان كذبي يزيد ظهور صدق الله من أجل مجده فلماذا يحكم علي الله كما يحكم على الخاطئ؟ ولماذا لا نعمل الشر ليجيء منه الخير؟ كما يفتر علينا بعضهم فيزعمون أننا نقول به هؤلاء عقابهم عادل فماذا إذن؟ هل نحن اليهود أفضل عند الله من اليونانيين؟ كلا لأن اليهود واليونانيين كما سبق القول خاضعون جميعا لسلطان الخطيئة فالكتاب يقول ما من أحد بار لا أحد ما من أحد يفهم ما من أحد يطلب الله ضلوا كلهم وفسدوا معا ما من أحد يعمل الخير لا أحد حناجرهم قبور مفتوحة وعلى ألسنتهم يسيل المكر سم الأفاعي على شفاههم وملء أفواههم لعنة ومرارة أقدامهم تسرع إلى سفك الدماء والخراب والبؤس أينما ساروا طريق السلام لا يعرفون ولا مخافة الله مصدعيونهم ونحن نعلم أن كل ما تقوله الشريعة إنما تقوله للذين هم في حكم الشريعة ليسكت كل إنسان ويخضع العالم كله لحكم الله فالعمل بأحكام الشريعة لا يبرر أحدا عند الله لأن الشريعة لمعرفة الخطيئة ولكن الآن ظهر كيف يبرر الله البشر من دون الشريعة كما تشهد له الشريعة والأنبياء فهو يبررهم بالإيمان بيسوع المسيح ولا فرق بين البشر فهم كلهم خطئوا وحرموا مجد الله ولكن الله بررهم مجانا بنعمته بالمسيح يسوع الذي افتداهم والذي جعله الله كفارة في دمه لكل من يؤمن به والله فعل ذلك ليظهر بره فإذا كان تغاض بصبره عن الخطايا الماضية فهو في الزمن الحاضر يظهر بره ليكون بارا ويبرر من يؤمن بيسوع فأين الفخر؟ لا مجال له وبماذا نفتخر؟ أبالأعمال؟ لا بل بالإيمان فنحن نعتقد أن الإنسان يتبرر بالإيمان لا بالعمل بأحكام الشريعة أفيكون الله إله اليهود وحدهم؟ أما هو إله سائر الأمم أيضا؟ بلى هو إله سائر الأمم لأن الله واحد يبرر اليهود بالإيمان كما يبرر غير اليهود بالإيمان وهل يعني هذا أننا نبطل الشريعة بالإيمان؟ كلا بل نثبت الشريعة الأصحاح الرابع وماذا نقول في إبراهيم أبين في الجسد وما جرى له؟ فلو أن الله برره لأعماله لحق له أن يفتخر ولكن لا عند الله فالكتاب يقول آمن إبراهيم بكلام الله فبرره لإيمانه من قام بعمل فأجرته حق لاهبة أما من لا يقوم بعمل بل يؤمن بالله الذي يبرر الخاطئ فالله يبرره لإيمانه وهكذا يترنم داود مادحا سعادة الإنسان الذي يبرره الله بغير الأعمال هنيئا للذين غفرت ذنوبهم وسترت خطاياهم هنيئا لمن خطاياه لا يحاسبه بها الرب فهل تقتصر هذه السعادة على أهل الختان أم تشمل غيرهم من البشر؟ نحن نقول إن الله برر إبراهيم لإيمانه ولكن متى تم له ذلك؟ أقبل الختان أم بعده؟ قبل الختان لا بعده ثم نال الختان علامة وبرهانا على أن الله برره لإيمانه قبل ختانه فصار إبراهيم أبا لجميع الذين يبررهم الله لإيمانهم من غير المختونين وأبا للمختونين الذين لا يكتفون بالختان بل يقتدون بآبين إبراهيم في إيمانه قبل أن ينال الختان فالوعد الذي وعده الله لإبراهيم ونسله بأن يرث العالم لا يعود إلى الشريعة بل إلى إيمانه الذي برره فلو اقتصر الميراث على أهل الشريعة لكان الإيمان عبثا والوعد باطلا لأن الشريعة تسبب غضب الله وحيث لا تكون الشريعة لا تكون معصية فالميراث قائم على الإيمان حتى يكون هبة من الله ويبقى الوعد جاريا على نسل إبراهيم كله لا على أهل الشريعة وحدهم بل على المؤمنين إيمان إبراهيم أيضا وهو أب لنا جميعا كما يقول الكتاب جعلتك أبا لأمم كثيرة وهو أب لنا عند الذي آمن به إبراهيم عند الله الذي يحيي الأموات ويدعو غير الموجود إلى الوجود وآمن إبراهيم راجيا حيث لا رجاء فصار أبا لأمم كثيرة على ما قال الكتاب هكذا يكون نسلك وكان إبراهيم في نحو المئة من العمر فما ضعف إيمانه حين رأى أن بدنه مات وأن رحم امرأته سار مات أيضا وما شك في وعد الله بل قواه إيمانه فمجد الله واثقا بأن الله قادر على أن يفي بوعده فلهذا الإيمان برره الله وما قول الكتاب برره الله من أجله وحده بل من أجلنا أيضا نحن الذين نتبرر بإيماننا بالله الذي أقام ربنا يسوع من بين الأموات وكان أسلمه إلى الموت للتكفير عن زلاتنا وأقامه من أجل تبريرنا فلما بررنا الله بالإيمان نعمنا بسلام معه بربنا يسوع المسيح وبه دخلنا بالإيمان إلى هذه النعمة التي نقيم فيها ونفتخر على رجاء المشاركة في مجد الله بل نحن نفتخر بها في الشدائد لعلمنا أن الشدة تلد الصبر والصبر امتحان لنا والامتحان يلد الرجاء ورجاءنا لا يخيب لأن الله سكب محبته في قلوبنا بالروح القدس الذي وهبه لنا ولما كنا ضعفاء مات المسيح من أجل الخاطئين في الوقت الذي حدده الله وقل لم يموت أحد من أجل إنسان بار أما من أجل إنسان صالح فربما جرأ أحد أن يموت ولكن الله برهن عن محبته لنا بأن المسيح مات من أجلنا ونحن بعد خاطئون فكم بالأولى الآن بعدما تبررن بدمه أن نخلص به من غضب الله وإذا كان الله صالحنا بموت ابنه ونحن أعداؤه فكم بالأولى أن نخلص بحياته ونحن متصالحون بل نحن أيضا نفتخر بالله والفضل لربنا يسوع المسيح الذي به نلنا الآن هذه المصالحة والخطيئة دخلت في العالم بإنسان واحد وبالخطيئة دخل الموت وسر الموت إلى جميع البشر لأنهم كلهم خطئوا فالخطيئة كانت في العالم قبل شريعة موسى ولكن حيث لا شريعة لا حساب للخطيئة غير أن الموت ساد البشر من أيام آدم إلى أيام موسى حتى الذين ما خطئوا مثل خطيئة آدم وكان آدم صورة لمن سيجيء بعده ولكن هبة الله غير خطيئة آدم فإذا كان الموت ساد البشر بخطيئة إنسان واحد فبالأولى أن تفيد عليهم نعمة الله والعطية الموهوبة بنعمة إنسان واحد هو يسوع المسيح وهناك فرق في النتيجة بين هبة الله وبين خطيئة إنسان واحد فخطيئة إنسان واحد قادت البشر إلى الهلاك وأما هبة الله بعد كثير من الخطايا فقادت البشر إلى البر فإذا كان الموت بخطيئة إنسان واحد ساد البشر بسبب ذلك الإنسان الواحد فبالأولى أن تسود الحياة بواحد هو يسوع المسيح أولئك الذين ينالون فيض النعمة وهبة البر فكما أن خطيئة إنسان واحد قادت البشر جميعا إلى الهلاك فكذلك بر إنسان واحد يبرر البشر جميعا فينالون الحياة وكما أنه بمعصية إنسان واحد صار البشر خاطئين فكذلك بطاعة إنسان واحد يصير البشر أبرارا وجاءت الشريعة فكثرت الخطيئة ولكن حيث كثرت الخطيئة فاضت نعمة الله حتى إنه كما سادت الخطيئة للموت تسود النعمة التي تبررنا بربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية الأصحاح السادس فماذا نقول؟ أنبت في الخطيئة حتى تفيد نعمة الله؟ كلا فنحن الذين متنا عن الخطيئة كيف نحي فيها بعد؟ ألا تعلمون أننا حين تعمدنا لنتحد بالمسيح يسوع تعمدنا لنموت معه فدفننا معه بالمعمودية وشاركناه في موته حتى كما أقامه الآب بقدرته المجيد من بين الأموات نسلك نحن أيضا في حياة جديدة؟ فإذا كنا اتحدنا به في موت يشبه موته فكذلك نتحد به في قيامته ونحن نعلم أن الإنسان القديم فينا صلب مع المسيح حتى يزول سلطان الخطيئة في جسدنا فلا نبقى عبيدا للخطيئة لأن الذي مات تحرر من الخطيئة فإذا كنا متنا مع المسيح فنحن نؤمن بأننا سنحيا معه ونعلم أن المسيح بعدما أقامه الله من بين الأموات لن يموت ثانية ولن يكون للموت سلطان عليه لأنه بموته مات عن الخطيئة مرة واحدة وفي حياته يحيى لله فاحسبوا أنتم أيضا أنكم أموات عن الخطيئة أحياء لله في المسيح يسوع ربنا فلا تدعوا الخطيئة تسود جسدكم الفاني فتنقاضوا لشهواته ولا تجعلوا من أعضائكم سلاحا للشر في سبيل الخطيئة بل كونوا لله أحياء قاموا من بين الأموات واجعلوا من أعضائكم سلاحا للخير في سبيل الله فلا يكون للخطيئة سلطان عليكم بعد الآن فما أنتم في حكم الشريعة بل في حكم نعمة الله فماذا إذن؟ أنخطأ لأننا في حكم النعمة لا في حكم الشريعة؟ كلا ألا تعلمون أنكم إذا جعلتم أنفسكم لأحد عبيدا للطاعة صرتم عبيدا لمن تطيعون؟ إما للخطيئة التي تقود إلى الموت وإما للطاعة التي تقود إلى البر ولكن شكرا لله فمع أنكم كنتم عبيدا للخطيئة أطعتم بكل قلوبكم تلك التعاليم التي تسلمتموها فتحررتم من الخطيئة وأصبحتم عبيدا للبر وتعبير هذا بشري يراعي ضعفكم البشري فكما جعلتم من أعضائكم عبيدا للدنس والشر في خدمة الشر فكذلك اجعلوا الآن من أعضائكم عبيدا للبر في خدمة القداسة وحين كنتم عبيدا للخطيئة كنتم أحرارا غير ملتزمين بما هو للبر فأي ثمر جنيتم في ذلك الوقت من الأعمال التي تخجلون منها الآن وعاقبتها الموت؟ أما الآن بعدما تحررتم من الخطيئة وصرتم عبيدا لله فأنتم تجنون ثمر القداسة وعاقبته الحياة الأبدية لأن أجرة الخطيئة هي الموت وأما هبة الله فهي الحياة الأبدية في المسيح يسوع ربنا الأصحاح السابع أنتم لا تجهلون أيها الإخوة وأنا أكلم جماعة يعرفون الشريعة أن لا سلطة للشريعة على الإنسان إلا وهو حي فالمرأة المتزوجة تربطها الشريعة بالرجل ما دام حيا فإذا مات تحررت من رباط الشريعة هذا وإن صارت إلى رجل آخر وزوجها حي فهي زانية ولكن إذا مات زوجها تحررت من الشريعة فلا تكون زانية إن صارت إلى رجل آخر وهكذا أنتم أيها الإخوة مدتم عن الشريعة بجسد المسيح لتصير إلى آخر إلى الذي قام من بين الأموات فتثمر لله فحين كنا نحي حياة الجسد كانت الأهواء الشريرة التي أثارتها الشريعة تعمل في أعضائنا لتثمر للموت ولكننا الآن تحررنا من الشريعة لأننا متنا عما كان يقيدنا حتى نعبد الله في نظام الروح الجديد لا في نظام الحرف القديم فماذا نقول أتكون الشريعة خطيئة؟ كلا ولكني ما عرفت الخطيئة إلا بالشريعة فلولا قولها لي لا تشتهي لما عرفت الشهوة ولكن الخطيئة وجدت في هذه الوصية فرصة لتثير في كل شهوة لأن الخطيئة بلا شريعة ميتة كنت أحيا من قبل بلا شريعة فلما جاءت الوصية عاشت الخطيئة ومت أنا فإذا بالوصية التي هي للحياة قادتني أنا إلى الموت لأن الخطيئة اتخذت من الوصية سبيلة فخدعتني بها وقتلتني الشريعة ذاتها إذا مقدسة والوصية مقدسة وعادلة وصالحة فهل صار الصالح سببا لموته؟ كلا بل هي الخطيئة تذرعت بالصالح فعملت لموتي حتى تظهر أنها خطيئة وتذرعت بالوصية حتى تبلغ أقصى حدود الخطيئة ونحن نعرف أن الشريعة روحية ولكني بشر بيع عبدا للخطيئة لا أفهم ما أعمل لأن ما أريده لا أعمله وما أكرهه أعمله وحين أعمل ما لا أريده أوافق الشريعة على أنها حق فلا أكون أنا الذي يعمل ما لا يريده بل الخطيئة التي تسكن فيه لأني أعلم أن الصلاح لا يسكن فيه أي في جسدي فإرادة الخير هي بإمكاني وأما عمل الخير فلاه فالخير الذي أريده لا أعمله والشر الذي لا أريده أعمله وإذا كنت أعمل ما لا أريده فما أنا الذي يعمله بل الخطيئة التي تسكن فيه وهكذا أجد أني في حكم هذه الشريعة وهي أني أريد أن أعمل الخير ولكن الشر هو الذي بإمكاني وأنا في أعماق كياني أبتهج بشريعة الله ولكني أشعر بشريعة ثانية في أعضائي تقاوم الشريعة التي يقرها عقلي وتجعلني أسيرا لشريعة الخطيئة التي هي في أعضائي ما أتعسني أنا الإنسان فمن ينجيني من جسد الموت هذا الحمد لله بربنا يسوع المسيح فأنا بالعقل أخضع لشريعة الله وبالجسد لشريعة الخطيئة الأصحاح الثامن فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع لأن شريعة الروح الذي يهبن الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه من أحكام الشريعة نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح والاهتمام بالجسد موت وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح لأن روح الله يسكن فيكم ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة فالروح حياة لكم لأن الله برركم وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم فنحن يا إخوة علينا حق واجب ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد فإذا حييتم حياة الجسد تموتون وأما إذا أمدتم بالروح أعمال الجسد فستحيون والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف بل يجعلكم أبناء الله وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانه وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم فنحن نعلم أن الخليقة كلها تأن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة وما هي وحدها بل نحن الذين لنا باكورة الروح نأن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا ففي الرجاء كان خلاصنا ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاءً وكيف يرجو الإنسان ما ينظره أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره ويجيء الروح أيضاً لنجدة ضعفنا فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته ونحن نعلم أن الله يعمل سويةً مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء أولئك الذين دعاهم حسب قصده فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال سورة ابنه حتى يكون الابن بكراً لإخوة كثيرين وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضاً والذين دعاهم بررهم أيضاً والذين بررهم مجدهم أيضاً وبعد هذا كله فماذا نقول إذا كان الله معنا فمن يكون علينا الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعاً كيف لا يهب لنا معه كل شيء فمن يتهم الذين اختارهم الله والله هو الذي بررهم ومن يقدر أن يحكم عليهم والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا فمن يفصلنا عن محبة المسيح أتفصلنا الشدة أم الضيق أم الاضطهاد أم الجوع أم العري أم الخطر أم السيف فالكتاب يقول من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا الأصحاح التاسع أقول الحق في المسيح ولا أكذب فضميري شاهد لي في الروح القدس أني حزين جدا وفي قلبي ألم لا ينقطع وأني أتمنى لو كنت أنا ذاتي محروما ومنفصلا عن المسيح في سبيل إخوتي بني قومي في الجسد هم بني إسرائيل الذين جعلهم الله أبناءه ولهم المجد والعهود والشريعة والعبادة والوعود ومنهم كان الآباء وجاء المسيح في الجسد وهو الكائن على كل شيء إلها مباركا إلى الأبد آمين ولا أقول إن وعد الله خاب فما كل بني إسرائيل هم إسرائيل ولا كل الذين من نسل إبراهيم هم أبناء إبراهيم قال الله لإبراهيم بإسحاقا يكون لك نسل فما أبناء الجسد هم أبناء الله بل أبناء الوعد هم الذين يحسبهم الله نسل إبراهيم فكلام الوعد هو هذا سأعود في مثل هذا الوقت ويكون لسارة أبناء وما هذا كل شيء بل إن رفقا حبلت من رجل واحد من أبين إسحاق وقبل أن يولد الصبيان ويعملا خيرا أو شرا وليتم مختاره الله بتدبيره القائم على دعوته لا على الأعمال قال الله لرفقه الأكبر يستعبده الأصغر على ما ورد في الكتاب أحببت يعقوبا وأبغطت عيسو فماذا نقول؟ أيكون عند الله ظلم؟ كلا قال الله لموسى أرحم من أرحم وأشفق على من أشفق فالأمر لا يعود إلى إرادة الإنسان ولا إلى سعيه بل إلى رحمة الله وحدها ففي الكتاب قال الله لفرعون رفعتك لأظهر فيك قدرتي ويدعو الناس باسمي في الأرض كلها فهو إذن يرحم من يشاء ويقصي قلب من يشاء ويقول لأحدكم فلماذا ينومنا الله؟ من يقدر أن يقاوم مشيئته؟ فأجيب من أنت أيها الإنسان حتى تعترض على الله؟ أيقول المصنوع للصانع لماذا صنعتني هكذا؟ أما يحق للخزاف أن يستعمل طينه كما يشاء فيصنع من جبلة الطين نفسها إناءا لاستعمال شريف وإناءا آخر لاستعمال دنيئ؟ وكذلك الله شاء أن يظهر غضبه ويعلن قدرته فاحتمل بصبر طويل آنية النقمة التي للهلاك كما شاء أن يعلن فيض مجده في آنية الرحمة التي سبق فأعدها للمجد أي نحن الذين دعاهم لا من بين اليهود وحدهم بل من بين سائر الشعوب أيضا وفي كتاب هوشع أن الله قال الذي ما كان شعبي سأدعوه شعبي والتي ما كانت محبوبتي سأدعوها محبوبتي وحيث قيل لهم ما أنتم شعبي يدعون أبناء الله الحي ويكتب إشعي في كلامه على إسرائيل وإن كان بني إسرائيل عدد رمل البحر فلا يخلص منهم إلا بقية لأن الرب سيقضي في الأرض قضاءا كاملا سريعا عادلا وبهذا أنبأ إشعيا فقال لو لأن رب الجنود حفظ لنا نسلا لصرنا مثل سدومة وأشبهنا عمورة فماذا نقول؟ نقول إن الأمم الذين ما سعوا إلى البر تبرروا ولكن بالإيمان أما بن إسرائيل الذين سعوا إلى شريعة غايتها البر فاشلوا في بلوغ غاية الشريعة ولماذا؟ لأنهم سعوا إلى هذا البر بالأعمال التي تفرضها الشريعة لا بالإيمان فصدموا حجر العثرة كما يقول الكتاب ها أنا أضع في صهيون حجر عثرة في طريق الشعب وصخرة سقوط فمن آمن به لا يخيب الأصحاح العاشر وكم أتمنى من كل قلب أيها الإخوة خلاص بني إسرائيل وكم أبتهل إلى الله من أجلهم وأنا أشهد لهم أن فيهم غيرة لله لكنها على غير معرفة صحيحة لأنهم جاهلوا كيف يبرر الله البشر وسعوا إلى البر على طريقتهم فما خضعوا لطريقة الله في البر وهي أن غاية الشريعة هي المسيح الذي به يتبرر كل من يؤمن وكتب موسى كيف يتبرر الإنسان بالشريعة فقال كل من يعمل بأحكام الشريعة يحيا بها وأما التبرر بالإيمان فقيل فيه لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليجعل المسيح ينزل إلينا أو من يهبط إلى الهاوية أي يجعل المسيح يصعد من بين الأموات وما قيل هو هذا الكلمة قريبة منك في لسانك وفي قلبك أي كلمة الإيمان التي نبشر بها فإذا شهدت بلسانك أن يسوع رب وآمنت بقلبك أن الله أقامه من بين الأموات نلت الخلاص فالإيمان بالقلب يقود إلى البر والشهادة باللسان تقود إلى الخلاص فالكتاب يقول من آمن به لا يخيب ولا فرق بين اليهودي وغير اليهودي لأن الله ربهم جميعا يفيد بخيراته على كل من يدعوه فالكتاب يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص ولكن كيف يدعونه وما آمنوا به وكيف يؤمنون وما سمعوا به بل كيف يسمعون به وما بشرهم أحد وكيف يبشرهم وما أرسله الله والكتاب يقول ما أجمل خطوات المبشرين بالخير ولكن ما كلهم قبلوا البشارة أما قال إشعيا يا رب من آمن بما سمعه منا فالإيمان إذن من السماع والسماع هو من التبشير بالمسيح غير أني أقول أما سمعوا نعم سمعوا فالكتاب يقول إلى الأرض كلها وصل صوتهم وإلى أقاس المسكونة أقوالهم ولكني أقول إن بني إسرائيل ما فهموا قال موسى من قبل تحسدون شعبا لا يكون شعبي وأثير غيرتكم بشعب ما هو بشعب أما إشعيا فيقول بجرأة وجدني من كانوا لا يبحثون عني وظهرت لمن كانوا لا يطلبوني ولكنه يقول في بني إسرائيل مددت يدي طوال النهار لشعب متمرد عنيد الأصحاح الحادي عشر لكني أقول هل نبذ الله شعبه؟ كلا فأنا نفسي من بني إسرائيل من نسل إبراهيم وعشيرة بن يمين ما نبذ الله شعبه؟ وهو الذي سبق فاختاره وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إلي حين شكى بني إسرائيل إلى الله فقال يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه أبقيت سبعة آلاف رجل ما حنوا رقبة لبعض وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة فإذا كان الاختيار بالنعمة فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بني إسرائيل ولا ينالونه ناله الذين اختارهم الله أما الباقون فقصت قلوبهم كما جاء في الكتاب أعطاهم الله عقلا خاملا وعيونا لا تبصر وآذانا لا تسمعوا إلى هذا اليوم وقال داود لتكن موائدهم فخا لهم وشركا وحجر عفرة وعقابا لتظلم عيونهم فلا تبصر ولتكن ظهورهم محنية كل حين وأما أنا فأقول هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل فإذا كان في زلتهم غنا للعالم وفي نقصانهم غنا لسائر الشعوب فكم يكون الغنى في اكتمالهم والآن أقول لغير اليهود منكم ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة فالعجين كله مقدس وإذا كان الأصل مقدسا فالفروع مقدسة أيضا فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقي في أصل الشجرة وخصبها فلا تفتخر على الفروع التي قطعت وكيف تفتخر؟ وأنت لا تحمل الأصل بل الأصل هو الذي يحملك ولكنك تقول قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا حسنا هي قطعت لعدم إيمانها وأنت باق لإيمانك فلا تفتخر بل خف فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته فالشدة على الذين سقطوا واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين وإلا فتقطع أنت أيضا أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطاعمهم الله لأن الله قادر على أن يطاعمهم ثانية فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطاعمهم الله فيها فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لألا تحسبوا أنفسكم عقلاء وهو أن قسما من بني إسرائيل قصى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل كما جاء في الكتاب من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني عقوب ويكون هذا عهد لهم حين أمحوا خطاياهم فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء ولا ندامة في هبات الله ودعوته فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العسيان حتى يرحمهم جميعا ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه فالكتاب يقول من الذي عرف فكر الرب أو من الذي كان له مشيرا ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل فكل شيء منه وبه وإليه فله المجد إلى الأبد آمين الأصحاح الثاني عشر فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعل من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله فهذه هي عبادتكم الروحية ولا تتشبه بما في هذه الدنيا بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح وكلنا أعضاء بعضنا لبعض ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان ومن له موهبة الخدمة فليخدم ومن له موهبة التعليم فليعلم ومن له موهبة الوعظ فليعظ ومن يعطي فليعطي بسخاء ومن يرئس فليرئس باجتهاد ومن يرحم فليرحم بسرور ولتكن المحبة صادقة تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة غير متكاسلين في الاجتهاد متقدين في الروح عاملين للرب كونوا فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم وداوموا على ضيافة الغرباء باركوا متهديكم باركوا ولا تلعنوا افرحوا مع الفرحين وبكوا مع الباكين كونوا متفقين لا تتكبروا بل اتضعوا لا تحسب أنفسكم حكماء لا تجازوا أحدا شرا بشر واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل دعوا هذا لغضب الله فالكتاب يقول لي الانتقام وأنا الذي يجازي يقول الرب ولكن إذا جاع عدوك فأطعمه وإذا عطش فسته لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار لا تدعي الشر يغلبك بل اغلب الشر بالخير الأصحاح الثالثة عشر على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة فلا سلطة إلا من عند الله والسلطة القائمة هو الذي أقامها فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنرضاها فهي في خدمة الله لخيرك ولكن خف إذا عملت الشر لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر لذلك لا بد من الخضوع للسلطة لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا ولهذا أنتم تدفعون الضرائب فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل فأعطوا كل واحد حقه الضريبة لمن له الضريبة والجزية لمن له الجزية والمهابة لمن له المهابة والإكرام لمن له الإكرام لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة فالوصايا التي تقول لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشتهي وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية أحب قريبك مثل ما تحب نفسك فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد فالمحبة تمام العمل بالشريعة وأنتم تعرفون في أي وقت نحن حانت ساعتكم لتفيق من نومكم فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنه تناهى الليل واقترب النهار فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور لنسلك كما يليق السلوك في النهار لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد بل تسلح بالرب يسوع المسيح ولا تنشغل بالجسد لإشباع شهواته الأصحاح الرابعة عشر اقبلوا بينكم ضعيف الإيمان ولا تحاكموه على آرائه فمن الناس من يرى أن يأكل من كل شيء ومنهم من هو ضعيف الإيمان فلا يأكلوا إلا البقول فعلى من يأكل من كل شيء أن لا يحتقر من لا يأكل مثله وعلى من لا يأكل من كل شيء أن لا يدين من يأكل من كل شيء لأنه مقبول عند الله ومن أنت حتى تدين خادم غيرك فهو في عين سيده يسقط أو يثبت وسيثبت لأن الرب قادر على أن يثبته ومن الناس من يفضل يوما على يوم ومنهم من يساوي بين الأيام كلها ولا بأس أن يثبت كل واحد على رأيه لأن من يراعي يوما دون بقية الأيام يراعيه إكراما لله ومن يأكل من كل شيء يأكل إكراما لله لأنه يشكر الله ومن لا يأكل من كل شيء لا يأكل إكراما لله ويشكر الله فما من أحد منا يحيا لنفسه وما من أحد يموت لنفسه فإذا حيينا فلرب نحيا وإذا متنا فلرب نموت وسواء حيينا أم متنا فلرب نحم والمسيح مات وعاد إلى الحياة ليكون رب الأحياء والأموات فكيف يا هذا تدين أخاك وكيف يا هذا تحتقر أخاك نحن جميعا سنقف أمام محكمة الله والكتاب يقول حي أنا يقول الرب لي تنحني كل ركبة وبحمد الله يسبح كل لسان وإذا فكل واحد مننا سيؤدي عن نفسه حسابا لله فلا يحكم بعضنا على بعض بل الأولى بكم أن تحكموا بأن لا يكون أحد حجر عثرة أو عائقا لأخيه وأنا عالم ومتيقن في الرب يسوع أن لا شيء نجس في حد ذاته ولكنه يكون نجسا لمن يعتبره نجسا فإذا أسأت إلى أخيك بما تأكله فأنت لا تسلك طريق المحبة فلا تجعل من طعامك سببا لهلاك من مات المسيح لأجله ولا تعرض ما هو خير لكلام السوء فما ملكوت الله طعام وشراب بل عدل وسلام وفرح في الروح القدس فمن خدم المسيح مثل هذه الخدمة نال رضا الله وقبول الناس فلنطلب ما فيه السلام والبنيان المشترك لا تهدم عمل الله من أجل الطعام كل شيء طاهر ولكن من السوء أن تكون بما تأكله حجر عثرة لأخيك ومن الخير أن لا تأكل لحمه ولا تشرب خمره ولا تتناول شيئا يصدم أخاك فاحتفظ واحفظ ما تؤمن به في هذا الأمر بينك وبين الله هنيئا لمن لا يحكم على نفسه إذا عمل بما يراه حسنة أما الذي يرتاب فيما يأكل فمحكوم عليه أنه لا يعمل هذا عن إيمان وكل شيء لا يصدر عن إيمان فهو خطيئة الأصحاح الخامس عشر فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا بل ليعمل كل واحد مننا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك وما طلب المسيح ما يرضي نفسه بل كما جاء في الكتاب شتائم الذين يشتمونك وقعت علي وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع لتمجد الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفيا بما وعد به الآباء أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لسمك وجاء أيضا افرحي أيتها الأمم مع شعب الله وأيضا سبحوا الرب يا جميع الأمم مجدوه يا جميع الشعوب وقال إشعيا سيظهر فرع من أصل يسا يقوم ليسود الأمم وعليه يكون رجاء الشعوب فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيد رجاءكم بقدرة الروح القدس فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا وأنكم فائضون بالمعرفة قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود وأنا أخدم بشارة الله ككاه فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله لأن لا أجر أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله من أرشاليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لألا أبني على أساس غيري فعملت بما جاء في الكتاب الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون والذين ما سمعوا به سيفهمون وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم ولكني الآن ذاهب إلى أرشاليم في خدمة الإخوة القديسين لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أرشاليم هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية ويجعل خدمتي في أرشاليم مقبولة عند الإخوة القديسين فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم وليكن إله السلام معكم أجمعين آمين الأصحاح السادسة عشر أوصيكم بأختنا فيبة خادمة كنيسة كنخرية تقبلوها في الرب قبولا يليق بالإخوة القديسين وساعدوها في كل ما تحتاج إليه منكم لأنها أسعفت كثيرا من الإخوة وأسعفتني أنا أيضا سلموا على بريسيكيلا وأكيلة معاوني في المسيح يسوع الذين عربا حياتهما للموت من أجلي وما أنا وحدي أشكرهما بل جميع كنائس المؤمنين من غير اليهود أيضا وسلموا أيضا على الكنيسة التي تجتمع في بيتهما سلموا على الحبيب أبنيتوس أول من اهتدى في آسية إلى المسيح سلموا على مريم التي تعبت كثيرا في خدمتكم سلموا على أندرينيكوس ويونياس نسيبي ورفيقي في السجن وهما من المشهورين بين الرسل بل اهتديا قبلي إلى المسيح سلموا على أمبلياتوس حبيب في الرب وعلى أوربانوس معاوننا في المسيح وعلى الحبيب استاخيس سلموا على أبوليس الذي برهن عن ثباته في المسيح سلموا على أهل بيتي آريستوبولوس سلموا على هيروديون نسيبي سلموا على الذين في الرب من أهل بيتي ناركسوس سلموا على ترفين وترفوس التي تتعبان في خدمة الرب سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في خدمة الرب سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى أمه التي هي كأمه سلموا على أسينيكريتوس وفالغون وهرميس وبتروباس وهرماس وعلى الإخوة الذين معهم سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيريوس وأخته وعلى أولمباس وجميع الإخوة القديسين الذين معهم ليسلم بعضكم على بعض بقبلة مقدسة جنائس المسيح كلها تسلم عليكم وأناشدكم أيها الإخوة أن تكونوا على حذر من الذين يثيرون الخلاف والمصاعب بخروجهم على التعاليم التي تلقيتموها ابتعدوا عنهم لأن أمثال هؤلاء لا يخدمون المسيح ربنا بل بطونهم ويخدعون بالتملق والكلام المعسول بسطاء القلوب وما من أحد إلا عرف طاعتكم ولهذا أنا أفرح بكم ولكني أريد أن تكونوا حكماء فيما هو خير أبرياء فيما هو شر وإله السلام سيصحق إبليس سريعا تحت أقدامكم ولتكن نعمة ربنا يسوع معكم يسلم عليكم معاوني تيموثاوس وأنسبائي لوكيوس وياسون وسوسي باتروس وأنا تارتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب ويسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها ويسلم عليكم أرستوس أمين صندوق المدينة وأخونا كوارتوس نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أجمعين آمين المجد لله القادر أن يثبتكم في الإنجيل الذي أعلنه مناديا بيسوع المسيح وفقا للسر المعلن الذي بقي مكتوما مدى الأزل وظهر الآن بما كتبه الأنبياء وعرفته جميع الشعوب كما أمر الله الأزلي حتى يطيع ويؤمن المجد لله الحكيم وحده بيسوع المسيح إلى الأبد آمين رسالة كورينثوس الأولى الأصحاح الأول من بولوس الذي شاء الله أن يدعوه ليكون رسول المسيح يسوع ومن الأخ سوستانس إلى كنيسة الله في كورينثوس إلى الذين قدسهم الله في المسيح يسوع ودعاهم ليكونوا قدسين مع جميع الذين يدعون في كل مكان باسم ربنا يسوع المسيح ربهم وربنا عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح أشكر إلهي لأجلكم دوما على النعمة التي وهبها لكم في المسيح يسوع فصرتم به أغنياء في كل شيء في أسليب الكلام وأنواع المعرفة على قدر ما رسخت فيكم شهادة المسيح حتى إنه لا تعوزكم موهبة من المواهب وأنتم تنتظرون ظهور ربنا يسوع المسيح وهو الذي يحفظكم ثابتين إلى النهاية حتى لا يكون عليكم لوم في يوم ربنا يسوع المسيح أمين هو الله الذي دعاكم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا أناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تكونوا جميعا متفقين في الرأي وأن لا يكون بينكم خلاف بل كونوا على وفاق تام لكم روح واحد وفكر واحد فأهل بيتي خلوا أخبروني أيها الإخوة أن بينكم خلافا أعني أن كل واحد منكم يقول أنا مع بولوس وأنا مع أبو اللوس وأنا مع بطرس وأنا مع المسيح فهل المسيح انقسم؟ هل بولوس هو الذي صلب من أجلكم؟ أو باسم بولوس تعمدتم؟ أشكر الله على أني ما عمدت أحدا منكم غير كريسبوس وغايوس فلا يقدر أحد أن يقول إنكم باسمي تعمدتم نعم عمدت أيضا عائلة استفانس وما عدا هؤلاء فلا أذكر أني عمدت أحده فالمسيح أرسلني لا لأعمد بل لأعلن البشارة غير متكل على حكمة الكلام لألا يفقد موت المسيح على الصليب قوته فالبشارة بالصليب حماقة عند الذين يسلكون طريق الهلاك وأما عندنا نحن الذين يسلكون طريق الخلاص فهو قدرة الله فالكتاب يقول سأمح حكمة الحكماء وأزيل ذكاء الأذكياء فأين الحكيم وأين العلامة وأين المجادل في هذا الزمان أما جعل الله حكمة العالم حماقة فلما كانت حكمة الله أن لا يعرفه العالم بالحكمة شاء الله أن يخلص المؤمنين به بحماقة البشارة وإذا كان اليهود يطلبون المعجزات واليونانيون يبحثون عن الحكمة فنحن ننادي بالمسيح مصلوبا وهذا عقبة لليهود وحماقة في نظر الوثنيين وأما للذين دعاهم الله من اليهود واليونانيين فالمسيح هو قدرة الله وحكمة الله فما يبدو أنه حماقة من الله هو أحكم من حكمة الناس وما يبدو أنه ضعف من الله هو أقوى من قوة الناس تذكروا أيها الإخوة كيف كنتم حين دعاكم الله فما كان فيكم كثير من الحكماء بحكمة البشر ولا من الأقوياء أو الوجهاء إلا أن الله اختار ما يعتبره العالم حماقة ليخزي الحكماء وما يعتبره العالم ضعفا ليخزي الأقوياء واختار الله ما يحتقره العالم ويزريه ويظنه لا شيء ليزيل ما يظنه العالم شيئة حتى لا يفتخر بشر أمام الله وأما أنتم فبفضله صرتم في المسيح يسوع الذي هو لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداءة كما جاء في الكتاب من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب الأصحاح الثاني وأنا عندما جئتكم أيها الإخوة ما جئت ببليغ الكلام أو الحكمة لأبشركم بسر الله وإنما شئت أن لا أعرف شيئا وأنا بينكم غير يسوع المسيح بل يسوع المسيح المصلوب وكنت في مجيء إليكم أشعر بالضعف والخوف والرعدة وكان كلامي وتبشيري لا يعتمدان على أساليب الحكمة البشرية في الإقناع بل على ما يظهره روح الله وقوته حتى يستند إيمانكم إلى قدرة الله لا إلى حكمة البشر ولكن هناك حكمة نتكلم عليها بين الناضجين في الروح وهي غير حكمة هذا العالم ولا رؤساء هذا العالم وسلطانهم إلى زوال بل هي حكمة الله السرية الخفية التي أعدها الله قبل الدهور في سبيل مجدنا وما عرفها أحد من رؤساء هذا العالم ولو عرفوها لما صلبوا رب المجد لكن كما يقول الكتاب الذي ما رأته عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر أعده الله للذين يحبونه وكشفه الله لنا بالروح لأن الروح يفخص كل شيء حتى أعماق الله فمن هو الذي يعرف ما في الإنسان غير الروح التي في الإنسان وكذلك ما من أحد يعرف ما في الله غير روح الله وما نلنا نحن روح هذا العالم بل نلنا الروح الذي أرسله الله لنعرف ما وهبه الله لنا ونحن لا نتكلم عليها بكلام تعلمه الحكمة البشرية بل بكلام يعلمه الروح القدس فنشرح الحقائق الروحانية بعبارات روحانية فالإنسان البشري لا يقبل ما هو من روح الله لأنه يعتبره حماقة ولا يقدر أن يفهمه لأن الحكم فيه لا يكون إلا بالروح وأما الإنسان الروحاني فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه أحد فالكتاب يقول من هو الذي يعرف فكر الرب ليرشده؟ وأما نحن فلنا فكر المسيح الأصحاح الثالث ولكني أيها الإخوة ما تمكنت أن أكلمكم مثل ما أكلم أناسا روحانيين بل مثل ما أكلم أناسا جسديين هم أطفال بعد في المسيح غذيتكم باللبن الحليب لا بالطعام لأنكم كنتم لا تطيقونه ولا أنتم تطيقونه الآن فأنتم جسديون بعد فإذا كان فيكم حسد وخلاف ألا تكونون جسديين وتسلكون مثل بقية البشر؟ وعندما يقول أحدكم أنا مع بولوس والآخر أنا مع أبولوس ألا تكونون مثل البشر الآخرين؟ فمن هو أبولوس ومن هو بولوس؟ هما خادمان بهما اهتديتم إلى الإيمان على قدر ما أعطاهما الرب أنا غرست وأبول السقة ولكن الله هو الذي كان ينمي فلا الغارس له شأن ولا الساقي بل الشأن لله الذي ينمي فلا فرق بين الغارس والساقي غير أن كل منهما ينال أجره على مقدار عمله فنحن شركاء في العمل مع الله وأنتم حقل الله والبناء الذي يبنيه الله وبقدر ما وهبني الله من النعمة كبان ماهر وضعت الأساس وآخر يبني عليه فلينتبه كل واحد كيف يبني فما من أحد يقدر أن يضع أساسا غير الأساس الذي وضعه الله أي يسوع المسيح فكل من بنى على هذا الأساس بناء من ذهب أو فضة أو حجارة كريمة أو خشب أو قش أو تبن فسيظهر عمله ويوم المسيح يعلنه لأن النار في ذلك اليوم تكشفه وتمتحن قيمة عمل كل واحد فمن بقي عمله الذي بناه نال أجره ومن احترق عمله خسر أجره وأما هو فيخلص ولكن كمن ينجو من خلال النار أما تعرفون أنكم هيكل الله وأن روح الله يسكن فيكم فمن هدم هيكل الله هدمه الله لأن هيكل الله مقدس وأنتم أنفسكم هذا الهيكل فلا يخدع أحد منكم نفسه من كان منكم يعتقد أنه رجل حكيم بمقييس هذه الدنيا فليكن أحمق ليصير في الحقيقة حكيما لأن ما يعتبره هذا العالم حكمه هو في نظر الله حماقة فالكتاب يقول يمسك الله الحكماء بدهائهم ويقول أيضا يعرف الرب أفكار الحكماء ويعلم أنها باطلة فلا يفتخر أحد بالناس لأن كل شيء لكم أبولوس كان أم أبولوس أم بطرس أم العالم أم الحياة أم الموت أم الحاضر أم المستقبل كل شيء لكم وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله الأصحاح الرابع فليعتبرنا الناس خداما للمسيح ووكلاء أسرار الله وكل ما يطلب من الوكلاء أن يكون كل واحد منهم أمينا وأنا لا يهمني كثيرا أن تدينوني أنتم أو أي محكمة بشرية بل لا أدين نفسي فضميري لا يؤنبني بشيء إلا أن هذا لا يبررني وإنما دياني الرب فلا تحكموا على أحد قبل الأوان حتى يجيء الرب الذي ينير ما خفي في الظلام ويكشف نيات القلوب فينال كل واحد من الله ما يستحقه من المديح وأنا لأجلكم أيها الإخوة جعلت من نفسي ومن أبو اللوس مثالا لتتعلم بنا أن تحافظوا على الأصول كما هو مكتوب فلا يكن فيكم من يعتز بواحد من دون الآخر فمن ميزك أنت على غيرك وأي شيء لك ما نلته من الله فإن كنت نلته فلماذا تفتخر كأنك ما نلته والآن شبعتم واغتنيتم صرتم ملوكا من دوننا ويا ليتكم كنتم بالفعل ملوكا حتى نشارككم في الملك فأنا أرى أن الله جعلنا نحن الرسل أدنى الناس منزلة كالمحكوم عليهم بالموت علانية لأننا صرنا مشهدا للعالم للملائكة والناس نحن حمقى من أجل المسيح وأنتم عقلاء في المسيح نحن ضعفاء وأنتم أقوياء أنتم مكرمون ونحن محتقرون ولا نزال إلى هذه الساعة نعاني الجوع والعطش والعري والضرب والتشرد ونتعب في العمل بأيدينه نرد الشتيمة بالبركة والاضطهاد بالصبر والافتراء بالنصر صرنا أشبه ما يكون بقذارة العالم ونفاية كل شيء لا أكتب هذا لأجعلكم تخجلون بل لأنصحكم نصيحة لأبناء الأحباء فلو كان لكم في المسيح عشرة آلاف مرشد فما لكم آباء كثيرون لأني أنا الذي ولدكم في المسيح يسوع بالبشارة التي حملتها إليكم فأناشدكم أن تقتدوا به ولذلك أرسلت إليكم تيموثاوس ابن الحبيب الأمين في الرب وهو يذكركم بسيرة في المسيح يسوع كما أعلمها في كل مكان في جميع الكنائس ظل بعضكم أني لن أجيأ الآن إليكم فانتفخوا من الكبرياء ولكني سأجيء قريبا إن شاء الرب فأعرف لا ما يقوله هؤلاء المتكبرون بل ما يفعلونه فملكوت الله لا يكون بالكلام بل بالفعل أيما تفضلون أن أجيأ إليكم بالعصة أم بالمحبة وروح الوداعة الأصحاح الخامس شاع في كل مكان خبر ما يحدث عندكم من زنا وهو زنا لا مثيل له حتى عند الوثنيين رجل منكم يعاشر زوجة أبيه ومع ذلك فأنتم منتفخون من الكبرياء وكان الأولى بكم أن تنوحوا حتى تزيل من بينكم من ارتكب هذا الفعل أما أنا فغائب عنكم بالجسد ولكني حاضر بالروح فحكمت كأني حاضر على الذي فعل هذا الفعل فعندما تجتمعون وأنا معكم بالروح باسم ربنا يسوع وقدرته سلموا هذا الرجل إلى الشيطان حتى يهلك جسده فتخلص روحه في يوم الرب لا يحصن بكم أن تفتخروا أما تعرفون أن قليلا من الخمير يخمر العجين كله فتطهروا من الخميرة القديمة لتصير عجينا جديدا لأنكم فطير لا خمير فيه فحملوا فصحنا الذباح وهو المسيح فلنعيد إذن لا بالخميرة القديمة ولا بخميرة الشر والفساد بل بفطير النقاوة والحق كتبت إليكم في رسالتي أن لا تخالط الزنات ولا أعني زنات هذا العالم على الإطلاق أو الفجار أو السراقين أو عباد الأوثان وإلا اضطررتم إلى الخروج من العالم لكن الآن أكتب إليكم أن لا تخالط من يدعى أخا وهو زان أو فاجر أو عابد أو ثان أو شتام أو سكير أو سراق فمثل هذا الرجل لا تجلس معه للطعام هل لي أن أدين الذين خارج الكنيسة؟ أما عليكم أنتم أن تدين الذين في داخلها؟ لأن الذين في خارجها يدينهم الله فالكتاب يقول أزيل الفاسد من بينكم الأصحاح السادس إذا كان لأحدكم دعوة على أحد الإخوة فكيف يجرؤ أن يقاضيه إلى الظالمين لا إلى الإخوة القديسين؟ أما تعرفون أن الإخوة القديسين هم الذين سيدينون العالم؟ وإذا كنتم أنتم ستدينون العالم ألا تكونون أهلاً لأن تحكموا في القضايا البسيطة؟ أما تعرفون أننا سندين الملائكة؟ فكم بالأولى أن نحكم في قضايا هذه الدنيا؟ وإذا وقع خلاف بينكم على مثل هذه القضايا أتعرضونه على من تحتقرهم الكنيسة للحكم فيه؟ أقول هذا لتخجلوا أما فيكم حكيم واحد يقدر أن يقضي بين إخوته فلا يقاضي الأخ أخاه إلى غير المؤمنين؟ أنتم تقاضون بعضكم بعضاً وهذا عيب أما هو خير لكم أن تحتملوا الظلم؟ أما هو خير لكم أن تتقبلوا السلب؟ وذلك بدل أن تظلموا أنتم وتسلبوا حتى الذين هم إخوتكم؟ أما تعرفون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تخدعوا أنفسكم فلا الزنات ولا عباد الأوثان ولا الفاسقون ولا المبتلون بالشذوذ الجنسي ولا السارقون ولا الفجار ولا السكيرون ولا الشتامون ولا السالبون يرثون ملكوت الله كان بعضكم على هذه الحال ولكنكم اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح إلهنا هناك من يقول كل شيء يحل لي ولكن ما كل شيء ينفع كل شيء يحل لي ولكني لا أرضى بأن يستعبدني أي شيء الطعام للبطن والبطن للطعام والله سيقضي على الاثنين معا أما جسد الإنسان فما هو للزنة بل هو للرب والرب للجسد والله الذي أقام الرب من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا بقدرته أما تعرفون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ فهل آخذ أعضاء المسيح وأجعل منها أعضاء امرأة زانية؟ لا أبدا أم إنكم لا تعرفون أن من اتحد بامرأة زانية صار وإياها جسدا واحدا؟ فالكتاب يقول يصير الاثنان جسدا واحدا ولكن من اتحد بالرب صار وإياه روحا واحدا؟ أهرب من الزنا فكل خطيئة غير هذه يرتكبها الإنسان هي خارجة عن جسده ولكن الزاني يذنب إلى جسده ألا تعرفون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم هبة من الله؟ فما أنتم لأنفسكم بل لله هو اشتراكم ودفع الثمن فمجدوا الله إذن في أجسادكم الأصحاح السابع وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لمرأته لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة ثم عدا إلى الحياة الزوجية العادية لألا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها فبعضهم هذه وبعضهم تلك وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة وأما المتزوجون فوصية لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة راضية أن تعيش معه فلا يطلقها وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج لأن الله دعاكم أن تعيش بسلام فكيف تعلمين أيها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن لا الختان له معنى ولا عدم الختان بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأول بك أن تغتنم الفرصة فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبده والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة وأنا أريد أن أبعدها عنكم أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم والذين يبكون كأنهم لا يبكون والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون والذين يشترون كأنهم لا يملكون والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون لأن صورة هذا العالم في زوال أريد أن تكون من دون هم فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها أقول هذا لخيركم لا لألقي عليكم قيدة بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل إذن من تزوج فتاته فعل حسنا ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء ولكن زواجا في الرب إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها وأظن أن روح الله فيي أنا أيضا الأصحاح الثامن أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا إلا أن المعرفة تزه بصاحبها والمحبة هي التي تبني فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف لكن الذي يحب الله يعرفه الله وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له وأن لا إله إلا الله الأحد وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا وإن أكلنا لا نكسب شيئا ولكن عليكم أن تنتبهوا لألا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء فإذا رأاك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف وهو أخ لك مات من أجله المسيح وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة فإذا كان بعض الطعام سببا لسقوط أخي فلن آكل اللحم أبدا لألا أكون سببا لسقوط أخي الأصحاح التاسع أما أنا حر؟ أما أنا رسول؟ أما رأيت يسوع ربنا؟ أما أنتم ثمرة عملي في الرب؟ وإنما كنت رسولا عند غيركم فأنا رسول عندكم لأنكم أنتم ختم رسالة في الرب وهذا هو ردي على الذين يخاصموني أما لنا حق أن نأكل ونشرب؟ أما لنا حق مثل سائر الرسل وإخوة الرب وبطرس أن نستصحب زوجة مؤمنة؟ أم أنا وبرنابا وحدنا لا يحق لنا إلا أن نعمل لتحصيل رزقنا؟ من هو الذي يحارب والنفقة عليه؟ من هو الذي يغرس كرما ولا يأكل من ثمره؟ من هو الذي يرعى قطيعا ولا يأكل من لبنه؟ أيكون كلام هذا كلاما بشريا؟ ألا تقوله الشريعة أيضا؟ فجاء في شريعة موسى لا تكم الثورة على البيدر وهو يدوس الحصاد فهل بالثيران يهتم الله؟ أما قال ذلك بالفعل من أجلنا؟ نعم من أجلنا كتب ذلك ومعناه على الذي يفلح الأرض والذي يدرس الحبوب أن يقوما بعملهما هذا على رجاء أن ينال كل منهما نصيبه منه فإذا كنا زرعنا فيكم الخيرات الروحية فهل يكون كثيرا علينا أن نحصد من خيراتكم المادية؟ وإذا كان لغيرنا حق أن يأخذ نصيبه منها أفما نحن أولى به؟ لكننا ما استعملنا هذا الحق بل احتملنا كل شيء لألا نضع عقبة في طريق البشارة بالمسيح ألا تعرفون أن من يخدم الهيكل يقتات من تقديمات الهيكل؟ وأن من يخدم المذبح يأخذ نصيبه من الذبائح؟ وهكذا أمر الرب للذين يعلنون البشارة أن ينالوا رزقهم من البشارة أما أنا فما استعملت أي حق من هذه الحقوق ولا أنا أكتب هذا الآن لأطالب بشيء منها فأنا أفضل أن أموت على أن يحرمني أحد من هذا الفخر فإذا بشرت فلا فخر لي لأن التبشير ضرورى فرضت علي والويل لي إن كنت لا أبشر وإذا كنت أبشر بإرادتي كان لي حق في الأجرة وأما إذا كنت لا أبشر بإرادتي فأنا أقوم بوصية عهدت إلي فما هي أجرتي؟ أجرتي هي أن أبشر مجاناً وأتنازل عن حقي من خدمة البشارة أنا رجل حر عند الناس ولكني جعلت من نفسي عبداً لجميع الناس حتى أربح أكثرهم فصرت لليهود يهودياً لأربح اليهود وصرت لأهل الشريعة من أهل الشريعة وإن كنت لا أخضع للشريعة لأربح أهل الشريعة وصرت للذين بلا شريعة كالذي بلا شريعة لأربح الذين هم بلا شريعة مع أن لي شريعة من الله بخضوعي لشريعة المسيح وصرت للضعفاء ضعيفاً لأربح الضعفاء وصرت للناس كلهم كل شيء لأخلص بعضهم بكل وسيلة أعمل هذا كله في سبيل البشارة لأشارك في خيراتها أما تعرفون أن المتصابقين في الجري يشتركون كلهم في الصباق ولا يفوز به إلا واحد منهم فاجروا أنتم مثله حتى تفوزوا وكل مسابق يمارس ضبط النفس في كل شيء من أجل إكليل يفنى وأما نحن فمن أجل إكليل لا يفنى فأنا لا أجري كمن لا يعرف الهدف ولا ألاكم كمن يضرب الهواء بل أقص على جسدي وأستعبده لألا أكون بعدما بشرت غيري من الخاسرين الأصحاح العاشر فلا أريد أن تجهل أيها الإخوة أن آباءنا كانوا كلهم تحت السحابة وكلهم عبر البحر وكلهم تعمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وكلهم أكلوا طعاما روحيا واحدا وكلهم كانوا يشربون شرابا روحيا واحدا من صخرة روحية ترافقهم وهذه الصخرة هي المسيح ومع ذلك فما رضي الله عن أكثرهم فسقطوا أمواتا في الصحراء حدث هذا كله ليكون لنا مثلا فلا نشتهي الشر مثل ما اشتهوههم ولا تعبد الأوثان مثل ما عبدها بعضهم فالكتاب يقول جلس الشعب يأكل ويشرب ثم قاموا يلهون ولا نستسلم إلى الزنا مثل ما استسلم بعضهم فمات منهم ثلاثة وعشرون ألفا في يوم واحد ولا نجرب المسيح مثل ما جربه بعضهم فأهلكتهم الحيات ولا تتذمر أنتم مثل ما تذمر بعضهم فأهلكهم ملاك الموت وحدث لهم هذا كله ليكون نذيرا وهو مكتوب ليكون عبرة لنا نحن الذين انتهت إليهم أواخر الأزمنة فليحذر السقوط من ظن أنه قائم ما أصابتكم تجربة فوق طاقة الإنسان لأن الله صادق فلا يكلفكم من التجارب غير ما تقدرون عليه بل يهبكم مع التجربة وسيلة النجاة منها والقدرة على احتمالها فلذلك هربوا يا أحباء من عبادة الأوثان أكلمكم كما أكلم عقلاء فاحكموا أنتم فيما أقول كأس البركة التي نباركها أما هي مشاركة في دم المسيح؟ والخبز الذي نكسره أما هو مشاركة في جسد المسيح؟ فنحن على كثرتنا جسد واحد لأن هناك خبزا واحدا ونحن كلنا نشترك في هذا الخبز الواحد انظروا إلى بني إسرائيل أما الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا يعني كلامي هذا؟ أيعني أن للوثن كيانا أو لذبيحة الوثن قيمة؟ لا بل يعني أن الذبائح الوثنيين هي ذبائح للشياطين لا لله وأنا لا أريد أن تكون شركاء الشياطين لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين ولا أن تشتركوا في مائدة الرب ومائدة الشياطين أم هل نريد أن نثير غيرة الرب؟ وهل نحن أقوى منه؟ كل شيء حلال ولكن ما كل شيء ينفع كل شيء حلال ولكن ما كل شيء يبني يجب أن لا يسعى أحد إلى مصلحته بل إلى مصلحة غيره كل من اللحم كل ما يباع في السوق ولا تسأل عن شيء بدافع الضمير فالكتاب يقول الأرض وكل ما عليها للرب إن دعاكم وثني وقبلتم دعوته فكل ما يقدمه لكم ولا تسأل عن شيء بدافع الضمير ولكن إن قال لكم أحد هذا الطعام من ذبائح الأوثان فلا تأكل منه لأجل من أخبركم ولأجل الضمير ولا أعني ضميركم أنتم بل ضمير غيركم فلماذا يقيد ضمير غيري حريتي وإذا أكلت طعاما وشكرت الله عليه فلماذا ينومني أحد فيما أشكر الله عليه فإذا أكلتم أو شربتم أو مهما عملتم فأعملوا كل شيء لمجد الله لا تكون حجر عثرة لليهود أو غير اليهود ولا لكنيسة الله بل كون مثلي فأنا أحاول أن أرضي جميع الناس في كل ما أعمل ولا أسعى إلى خيري بل إلى خير الكثرة من الناس لينالوا الخلاص اقتدوا بي مثل ما أقتدي أنا بالمسيح أمدحكم لأنكم تذكروني دوما وتحافظون على التقاليد كما سلمتها إليكم لكني أريد أن تعرفوا أن المسيح رأس الرجل والرجل رأس المرأة والله رأس المسيح فكل رجل يصلي أو يتنبأ وهو مغطى الرأس يهين رأسه أي المسيح وكل امرأة تصلي أو تتنبأ وهي مكشوفة الرأس تهين رأسها أي الرجل كما لو كانت محلوقة الشعر وإذا كانت المرأة لا تغطي رأسها فأولى بها أن تقص شعرها ولكن إذا كان من العار على المرأة أن تقص شعرها أو تحلقه فعليها أن تغطي رأسها ولا يجوز للرجل أن يغطي رأسه لأنه صورة الله ويعكس مجده وأما المرأة فتعكس مجد الرجل فما الرجل من المرأة بل المرأة من الرجل وما خلق الله الرجل من أجل المرأة بل خلق المرأة من أجل الرجل لذلك يجب على المرأة أن تغطي رأسها علامة الخضوع من أجل الملائكة ففي الرب لا تكون المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة لأنه إذا كانت المرأة من الرجل فالرجل تلده المرأة وكل شيء من الله فاحكموا أنتم لأنفسكم هل يليق بالمرأة أن تصلي لله وهي مكشوفة الرأس؟ أما تعلمكم الطبيعة نفسها أنه من العار على الرجل أن يطيل شعره؟ ولكن من الفخر للمرأة أن تطيل شعرها لأن الله جعل الشعر ستراً لها فإن أراد أحد أن يعارض فما هذا من عادتنا ولا من عادة كنائس الله لكن فيما يتبع من الوصايا لا أمدحكم لأن اجتماعاتكم تضر أكثر مما تنفع فأول كل شيء بلغني أنكم حين تجتمعوا كنيستكم تنقسمون شيعاً وأنا أصدق هذا بعض التصديق لأنه لا بد من البدع فيما بينكم ليظهر فيكم الثابتون في الإيمان وأنتم لا تأكلون عشاء الرب حين تجتمعون بل يأكل كل واحد منكم عشاءه الخاص فيجوع بعضكم ويسكر آخرون أما لكم بيوت تأكلون فيها وتشربون أم إنكم تستخفون بكنيسة الله وتهينون الفقراء فماذا أقول لكم هل أمدحكم لا أنا لا أمدحكم في هذا الأمر فأنا من الرب تسلمت ما سلمته إليكم وهو أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشكر وكسره وقال هذا هو جسدي إنه لأجلكم اعملوا هذا لذكري وكذلك أخذ الكأس بعد العشاء وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمه كلما شربتم فاعملوا هذا لذكري فأنتم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء فمن أكل خبز الرب أو شرب كأسه وما كان أهلاً لهما خطئ إلى جسد الرب ودمه فليمتحن كل واحد نفسه ثم يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس لأن من أكل وشرب وهو لا يراعي جسد الرب أكل وشرب الحكم على نفسه ولذلك كثر فيكم المرضى والضعفاء ومات بعضكم فلو كنا نمتحن أنفسنا لتجنبنا الحكم علينا ولكن الرب يحكم علينا ويؤدبنا لألا يديننا مع سائر العالم فمتى اجتمعتم يا إخوتي لتناول العشاء فلينتظر بعضكم بعضاً وإذا كان أحدكم جائعاً فليأكل في بيته لألا يكون اجتماعكم سبباً للحكم عليكم أما ما بقي من المسائل فعند مجيئي أنظر فيها الأصحاح الثاني عشر وأما المواهب الروحية أيها الإخوة فلا أريد أن تجهلوا حقيقتها تعرفون أنكم عندما كنتم وفنيين كنتم تندفعون إلى الأوثان البكم على غير هدى أما الآن فاعلموا أن ما من أحد إذا ألهمه روح الله يقول إن يسوع ملعون من الله ولا يقدر أحد أن يقول إن يسوع رب إلا بإلهام من الروح القدس فالمواهب الروحية على أنواع ولكن الروح الذي يمنحها واحد والخدمة على أنواع ولكن الرب واحد والأعمال على أنواع ولكن الله الذي يعمل كل شيء في الجميع واحد كل واحد ينال موهبة يتجل فيها الروح للخير العام فهذا ينال من الروح كلام الحكمة وذاك ينال من الروح نفسه كلام المعرفة والروح الواحد نفسه يهب أحدهم الإيمان والآخر موهبة الشفاء وسواه القدرة على صنع المعجزات والآخر النبوءة وسواه التمييز بين الأرواح والآخر التكلم بلغات متنوعة والآخر ترجمتها وهذا كله يعمله الروح الواحد نفسه موزعا مواهبه على كل واحد كما يشاء وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة هي على كثرتها جسد واحد فكذلك المسيح فنحن كلنا أيهودا كنا أم غير يهود عبيدا أم أحرارا تعمدنا بروح واحد لنكون جسدا واحدا وارتوينا من روح واحد وما الجسد عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة فلو قالت الرجل ما أنا يدا فما أنا من الجسد ولو قالت الأذن ما أنا عينا فما أنا من الجسد أتبطل أن تكون عضوا في الجسد فلو كان الجسد كله عينا فأين السمع ولو كان الجسد كله أذنا فأين الشم ولكن الله جعل كل عضو في الجسد كما شاء فلو كانت كلها عضوا واحدا فأين الجسد ولكن الأعضاء كثيرة والجسد واحد فلا تقدر العين أن تقول لليد لا أحتاج إليك ولا الرأس للرجلين لا أحتاج إليكما فما نحسبه أضعف أعضاء الجسد هو ما كان أشدها ضرورة وما نحسبه أقلها كرامة هو الذي نخصه بمزيد من التكريم وما نستحي به هو الذي نخصه بمزيد من الوقار أما الأعضاء الكريمة فلا حاجة بها إلى ذلك ولكن الله صنع الجسد بطريقة تزيد في كرامة الأعضاء التي بلا كرامة لألا يقع في الجسد شقاق بل لتهتم الأعضاء كلها بعضها ببعض فإذا تألم عضو تألمت معه جميع الأعضاء وإذا أكرم عضو فرحت معه سائر الأعضاء فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منه والله أقام في الكنيسة الرسل أولا والأنبياء ثانيا والمعلمين ثالثا ثم منح آخرين القدرة على صنع المعجزات ومواهب الشفاء والإسعاف وحسن الإدارة والتكلم بلغات متنوعة فهل كلهم رسل وكلهم أنبياء وكلهم معلمون وكلهم يصنعون المعجزات وكلهم يملكون موهبة الشفاء وكلهم يتكلمون بلغات وكلهم يترجمون فارغبوا في المواهب الحسنة وأنا أدلكم على أفضل الطرق الأصحاح الثالثة عشر لو تكلمت بلغات الناس والملائكة ولا محبة عندي فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن ولو وهبني الله النبوة وكنت عارفا كل سر وكل علم ولي الإيمان الكامل أنقل به الجبال ولا محبة عندي فما أنا بشيء ولو فرقت جميع أموالي وسلمت جسدي حتى أفتخر ولا محبة عندي فما ينفعني شيء المحبة تصبر وترفق المحبة لا تعرف الحسد ولا التفاخر ولا الكبرياء المحبة لا تسيء التصرف ولا تطلب منفعتها ولا تحتد ولا تظن السوء المحبة لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تزول أبدا أما النبوات فتبطل والتكلم بلغات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل لأن معرفتنا ناقصة ونبواتنا ناقصة فمتى جاء الكامل زال الناقص لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أدرك وكطفل كنت أفكر ولما صرت رجلا تركت ما هو للطفل وما نراه اليوم هو صورة باهتة في مرآت وأما في ذلك اليوم فسنرى وجها لوجه واليوم أعرف بعض المعرفة وأما في ذلك اليوم فستكون معرفتي كاملة كمعرفة الله لي والآن يبقى الإيمان والرجاء والمحبة وأعظم هذه الثلاثة هي المحبة الأصحاح الرابعة عشر لتكن المحبة غايتكم المنشودة وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله لأن ما من أحد يفهم كلامه فهو يقول بالروح أشياء خفية وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزيه الذي يتكلم بلغات يبني نفسه وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة أريد أن تتكلموا كلكم بلغات ولكن بالأولى أن تتنبأوا لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفةً أو نبوءةً أو تعليماً فلو كانت آلات العصف الجمادية كالمزمار والقثار لا تخرج أنغاماً متميزةً بعضها من بعض فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوك صوتاً مشوشاً فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه ويكون من يكلمني كالأعجم عندي أما وأنتم أيضاً ترغبون في المواهب الروحية فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها لأن إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئاً فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضاً وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضاً فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول أنت أحسنت الحمد ولكن غيرك ما كسب شيئاً للبنيان أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير جاء في الشريعة قال الرب سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة ومع ذلك لا يصغون إلي فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة فليكن كل شيء للبنيان وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر واحد بعد الآخر وليكن فيكم من يترجم وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبأوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء فما الله إله فوضى بل إله السلام وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القدسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس فلا يجوز لهن تكلم وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة ولا تمنع أحدا أن يتكلم بلغات وليكن كل شيء بلياقة ونظام الأصحاح الخامسة عشر أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها وإلا فأنتم آمنتم باطلا سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر ثم ظهر لي أكثر من خمسمائة أخ معا لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا ثم ظهر لي عقوب ثم لجميع الرسل حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقت فما أنا إلا أصغر الرسل ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا لأني اضطهت كنيسة الله وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن ونعمته علي ما كانت باطلة بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم وما أنا الذي جاهدت بل نعمة الله التي هي معي أكنت أنا أمكانهم هذا ما نبشر به وهذا ما به آمنتم وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل بل نكون شهود الزور على الله لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل وأنتم بعد في خطياكم وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات هو بكر من قام من رقاد الموت فالموت كان على يد إنسان وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون ولكن كل واحد حسب رتبته فالمسيح أولا لأنه البكر ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة فلابد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه والموت آخر عدو يبيده فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح ومتى خضع كل شيء للإبن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء فيكون الله كل شيء في كل شيء وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات لماذا يتعمدون من أجلهم ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين فأنا أذوق الموت كل يوم أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا فإذا كنت صارعت الوحوش في أفاسوس لغرض بشري فما الفائدة ليه وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت لا تضله المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطأوا لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل أقول هذا لتخجلوا ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون يا لك من جاهل ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب لا جسم النبتة كما سيكون والله يجعل لها جسما كما يشاء لكل حبة جسم خاص وما الأجسام الحية كلها سواء فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر وللنجوم بهاؤها وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر وهذه هي الحال في قيامة الأموات يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد يدفن بضعف ويقوم بقوة يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني فالكتاب يقول كان آدم الإنسان الأول نفسا حيه وكان آدم الأخير روحا يحيه فما كان الروحاني أولا بل البشري وكان الروحاني بعده الإنسان الأول من التراب فهو أرضي والإنسان الآخر من السماء فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي أقول لكم أيها الإخوة إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله ولا يمكن للموت أن يرثا الخلود واسمعوا هذا السر لا نموت كلنا بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير فلابد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنه ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنه تم قول الكتاب الموت ابتلعه النصر فأين نصرك يا موت وأين يا موت شوكتك وشوكة الموت هي الخطيئة وقوة الخطيئة هي الشريعة فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين مجتهدين في عمل الرب كل حين عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع الأصحاح السادسة عشر أما جمع التبرعات للإخوة القديسين فاعلموا أنتم أيضا بما أوصيت الكنائس في غلاطية وهو أن يحتفظ كل واحد منكم في أول يوم من الأسبوع بما يمكنه توفيره من المال فلا يكون جمع التبرعات يوم قدوم إليكم ومتى جئت أرسلت الذين تختارونهم لحمل هباتكم إلى أرشاليم وزودتهم برسائل مني وإن لزم الأمر أن أسافر أنا فسيسافرون معي سأجيء إليكم بعد أن أمر بمكدونية لأني سأمر بها مرورا عابرا وربما أقمت وقضيت الشتاء كله عندكم لتسهل لي مواصلة السفر فأنا لا أريد أن أراكم هذه المرة رؤية عابرة بل أرجو أن أقيم بينكم مدة طويلة بإذن الرب وسأبقى هنا في أفاسوس إلى عيد يوم الخمسين لأن الله فتح لخدمة فيها بابا واسعا فعالا مع أن الخصوم كثيرون وإذا جاءكم تيموثاوس فاجعلوه مطمئن البال لأنه مثلي يعمل للرب ولا يستخف به أحد بل سهل له طريق العودة إلي بسلام لأني أنا والإخوة ننتظره أما أخونا أبو اللوس فكثيرا ما طلبت منه أن يذهب إليكم مع الإخوة ولكنه رفض بإصرار أن يجيئكم في الوقت الحاضر وسيذهب عندما تسنح له الفرصة تيقظوا اثبتوا في الإيمان جاهدوا جهاد الرجال كونوا أقوياء اعملوا كل شيء بمحبة أنتم تعرفون أن عائلة أستفناس هم أول من آمن بالمسيح في أخائها وأنهم كرسوا أنفسهم لخدمة الإخوة القديسين فأناشدكم أيها الإخوة أن تسمعوا لهم ولكل من يعمل ويتعب معهم سرني مجيء أستفناس وفارتونتوس وأخائكوس لأنهم قاموا مقامكم في غيابكم وأنعشوا قلبي مثلما أنعشوا قلوبكم فاعرفوا كيف تكرمون أمثالهم تسلم عليكم كنائس آسيا ويسلم عليكم كثيرا في الرب أكيلا وبريسكيلا والكنيسة التي تجتمع في بيتهما ويسلم عليكم الإخوة كلهم سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة هذا السلام بخط يدي أنا بولوس من لا يحب الرب هو تحت لعنة الله ماران آثة يا ربنا تعال ولتكن نعمة الرب يسوع معكم محبة لكم جميعا في المسيح يسوع آمين رسالة كورينثوس الثانية الأصحاح الأول من بولوس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله ومن الأخ تيموثاوس إلى كنيسة الله في كورينثوس وإلى جميع الإخوة القدسين في أخائية كلها عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الآب الرحيم وإله كل عزاء فهو الذي يعزينا في جميع شدائدنا لنقدر نحن بالعزاء الذي نلناه من الله أن نعزي سوانا في كل شدة فكما أن لنا نصيبا وافرا من آلام المسيح فكذلك لنا بالمسيح نصيب وافر من العزاء فإذا كنا في شدة فلأجل عزائكم وخلاصكم وإذا تعزينا فلأجل عزائكم الذي يمنحنا القدرة على احتمال تلك الآلام التي نحتملها نحن ورجاؤنا فيكم ثابت لأننا نعرف أنكم تشاركوننا في العزاء مثل ما تشاركوننا في الآلام لا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا الشدائد التي نزلت بنا في آسية فكانت فقيلة جدا وفوق قدرتنا على الاحتمال حتى يأسنا من الحياة بل شعرنا أنه محكوم علينا بالموت لألا نتكل على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات فهو الذي أنقذنا من هذا الموت وسينقذنا منه نعم لنا فيه رجاء أنه سينقذنا منه أيضا وستعينوننا أنتم بصلواتكم فإذا باركنا الله استجابة لصلوات كثير من الناس فكثير من الناس يحمدون الله من أجلنا وما نفتخر به هو شهادة ضميرنا فهو يشهد لنا بأن سيرتنا في هذا العالم وخصوصا بينكم هي سيرة بساطة وتقوى لا بحكمة البشر بل بنعمة الله ونحن لا نكتب إليكم إلا ما تقرؤونه وتفهمونه ورجائي أن تفهموا كل الفهم ما تفهمونه الآن بعض الفهم وهو أننا فخر لكم وأنتم فخر لنا في يوم ربنا يسوع كنت على ثقة بهذا كله حين عزمت على السفر إليكم أولا حتى تتضاعف الفائدة لكم فأمر بكم في طريقي إلى مكدونية ثم أرجع من مكدونية إليكم فتسهل لي أمر السفر إلى اليهودية فهل عزمت على هذه الخطة لخفة ظهرت علي وهل أدبر أمور تدبيرا بشريا فأقول نعم نعم ولا لا في الوقت ذاته ويشهد الله أن كلامنا لكم ما كان نعم ولاه لأن يسوع المسيح ابن الله الذي بشرنا به بينكم أنا وسلوانوس وتيمثاوس ما كان نعم ولاه بل نعم كله فهو النعم لكل وعود الله لذلك نقول آمين بالمسيح يسوع إكراما لمجد الله ولكن الله هو الذي يثبتنا وإياكم في المسيح وهو الذي مسحنا وختمنا بخاتمه ومنحنا روحه عربونا في قلوبنا ويشهد الله علي أني امتنعت عن المجيء إلى كورينثوس شفقة عليكم فنحن لا نريد السيطرة على إيمانكم بل نحن نعمل معكم من أجل فرحكم فأنتم في الإيمان ثابتون الأصحاح الثاني لذلك عزمت أن لا أعود إليكم لألا أسبب لكم الحزن مرة ثانية لأني إن أحزنتكم فمن يفرحني غير الذين أحزنتهم وما كتبت إليكم تلك الرسالة إلا لأني أريد أن لا يكون مصدر حزني عند مجيء إليكم أولئك الذين يجب أن يكونوا مصدر سروري وأنا واثق بكم جميعا واثق أن سروري هو سروركم جميعا كتبت إليكم وقلبي يفيد بالكآبة والضيق وعيني تسيل منها الدموع لا لتحزنوا بل لتعرفوا كم أنا أحبكم فالذي كان سببا للحزن ما أحزنني أنا وحدي بل أحزنكم كلكم بعض الحزن لألا أبالغ ويكفي هذا الرجل من العقاب ما أنزله به أكثركم والآن خير لكم أن تصفحوا عنه وتشجعوه لألا يبتلعه الغم الشديد فأوصيكم أن تزيدوهما حبة وإنما كتبت إليكم لأختبركم وأرى هل تطيعونني في كل شيء فمن صفحتم عنه صفحت عنه أنا أيضا لأني إذا صفحت عن شيء يستحق الصفح فمن أجلكم في حضرة المسيح لألا يتغلب علينا الشيطان ونحن لا نجهل مقاصده وصلت إلى ترواس لأبشر بالمسيح فانفتح لي باب العمل في الرب ولكني قلقت جدا لأن ما وجدت تيتس أخي فودعت الإخوة وسافرت إلى مكدونية الحمد لله الذي يقودنا في موكب نصره الدائم في المسيح وينشر بنا في كل مكان عبير معرفته فنحن لله رائحة المسيح الذكية بين الذين يخلصون أو الذين يهلكون فهي للذين يهلكون رائحة موت تميت وللذين يخلصون رائحة حياة تحي فمن هو القادر على هذا العمل نحن لا نتاجر مثل كثير من الناس بكلام الله بل نتكلم في المسيح كلام الصادقين كلام رسل الله أمام الله الأصحاح الثالث هل عدنا إلى تعظيم شأننا أم أننا نحتاج مثل بعض الناس إلى رسائل توصية منكم أو إليكم أنتم أنفسكم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا يعرفها ويقرأها جميع الناس نعم تبين أنكم رسالة المسيح جاءت على يدنا وما كتبناها بحبر بل بروح الله الحي لا في ألواح من حجر بل في ألواح من لحم ودم أي في قلوبكم هذه ثقة لنا بالمسيح عند الله لا لأننا قادرون أن ندعي شيئا لأنفسنا فقدرتنا من الله فهو الذي جعلنا قادرين على خدمة العهد الجديد عهد الروح لا عهد الحرف لأن الحرف يميت والروح يحيي فإذا كانت خدمة الموت المنقوشة حروفها في ألواح من حجر أحيطت بالمجد حتى إن بني إسرائيل ما قدروا أن ينظروا إلى وجه موسى لمجد طلعته مع أنه مجد زائل فكيف يكون مجد خدمة الروح وإذا كانت خدمة ما أدى إلى الحكم على البشر مجدا فكم تفوقها مجدا خدمة ما يؤدي إلى تبريرهم فما كان في الماضي فائق المجد زال بفضل المجد الذي يفوقه الآن وإذا كان للزائل مجد فكم يكون مجد الخالد ولأن لنا هذا الرجاء فنحن نتصرف بجرأة فما نحن كموسى الذي كان يضع قناعا على وجهه لألا يرى بن إسرائيل نهاية ما يزول ولكن عميت بصائرهم فلا يزال ذلك القناع إلى اليوم غير مكشوف عند قراءة العهد القديم ولا ينزعه إلا المسيح نعم إلى اليوم لا يزال القناع على قلوبهم عند قراءة شريعة موسى ولا ينزع هذا القناع إلا الاهتداء إلى الرب فالرب هو الروح وحيث يكون روح الرب تكون الحرية ونحن جميعا نعكس صورة مجد الرب بوجوه مكشوفة فنتحول إلى تلك الصورة ذاتها وهي تزداد مجدا على مجد بفضل الرب الذي هو الروح الأصحاح الرابع والله برحمته أعطان هذه الخدمة فلا نتوان فيها بل ننبذ كل تصرف خفي شاء ولا نسلك طريق المكر ولا نزور كلام الله بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهد النور الذي يضيء لهم نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا ونحن خدم لكم من أجل المسيح والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منه يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق نحار في أمرنا ولا نيأس يضطهدنا الناس ولا يتخلى عننا الله نسقط في الصراع ولا نهلك نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم وجاء في الكتاب تكلمت لأني آمنت ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه وهذا كله من أجلكم فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله ولذلك لا تضعف عزائمنا فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاصيه يهيئ لنا مجدا أبديا لحد له لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها فالذي نراه هو إلى حين وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد الأصحاح الخامس ونحن نعرف أنه إذا تهدمت خيمتنا الأرضية التي نحن فيها فلنا في السماء بيت أبدي من بناء الله غير مصنوع بالأيدي وكم نتأوه حنينا إلى أن نلبس فوقها بيتنا السماوي لأننا متى لبسناه لا نكون عرات وما دمن في هذه الخيمة الأرضية فنحننا إن تحت أثقالنا لا لأننا نريد أن نتعرى من جسدنا الأرضي بل لأننا نريد أن نلبس فوقه جسدنا السماوي حتى تبتلع الحياة ما هو زائل فينا والله هو الذي أعدنا لهذا المصير ومنحنا عربون الروح ولذلك لا نزال واثقين كل الثقة عارفين أننا ما دمنا مقيمين في هذا الجسد فنحن مغتربون عن الرب لأننا نهتدي بإيماننا لا بما نراه فنحن إذن واثقون ونفضل أن نغترب عن هذا الجسد لنقيم مع الرب وسواء كنا مقيمين أو مغتربين فغايتنا رضا الرب لأننا لابد أن نظهر جميعا لدى محكمة المسيح لينال كل واحد جزاء ما عمله وهو في الجسد أخيرا كان أم شره ونحن نقنع الناس لأننا نعرف مخافة الرب أما الله فيعرفنا تمام المعرفة وأرجو أن تعرفون أنتم أيضا في ضمائركم تمام المعرفة ونحن لا نريد أن نعود إلى تعظيم شأننا بل نريد أن نعطيكم سببا للإفتخار بنا فيكون لكم ما تردون به على الذين يفتخرون بظاهر الإنسان لا بما في قلبه فإن كنا مجانين فلله وإن كنا عقلاء فلأجلكم ونحن أسر محبة المسيح بعدما أدركنا أن واحدا مات من أجل جميع الناس فجميع الناس شاركوه في موته وهو مات من أجلهم جميعا حتى لا يحيى الأحياء من بعد لأنفسهم بل للذي مات وقام من أجلهم فنحن لا نعرف أحدا بعد اليوم حسب الجسد وإذا كنا عرفنا المسيح يوما حسب الجسد فنحن لا نعرفه الآن هذه المعرفة وإذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة زال القديم وها هو الجديد وهذا كله من الله الذي صالحنا بالمسيح وعهد إلينا خدمة المصالحة أي إن الله صالح العالم مع نفسه في المسيح وما حاسبهم على زلاتهم وعهد إلينا أن نعلن هذه المصالحة فنحن سفراء المسيح وكأن الله نفسه يعذ بألسنتنا فنناشدكم باسم المسيح أن تتصالحوا مع الله لأن الذي ما عرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا لنصير به أبرارا عند الله الأصحاح السادس وإذن ففي عملنا مع الله نطلب أن لا يكون قبولكم نعمة الله لغير فائدة فهو يقول في وقت الرضى استجبت لك وفي يوم الخلاص أعنتك وها هو الآن وقت رضى الله وها هو الآن يوم الخلاص لا نريد أن نكون عائقا لأحد في شيء لألا ينال خدمتنا لوم بل نظهر أنفسنا في كل شيء أننا خدام الله بصبرنا في الشدائد والحاجات والمشقات والضرب والسجن والاضطراب والتعب والسهر والصوم بالنزاهة والمعرفة وطول البال والرفق وروح القداسة والمحبة الخالصة بالكلام الصادق وقدرة الله وسلاح الحق في الهجوم وفي الدفاع بالكرامة والمهانة بسوء السمعة وحسنها يحسبنا الناس كاذبين ونحن صادقون مجهولين ونحن معروفون مائتين وها نحن أحياء معاقبين ولا نقتل محزونين ونحن دائما فرحون فقراء ونغني كثيرا من الناس لا شيء عندنا ونحن نملك كل شيء كلمناكم بصراحة يا أهل كورينثوس وفتحنا لكم قلوبنا نحن لا نضيق بكم وإنما الضيق في قلوبكم أكلمكم كما لو كنتم أبنائي عاملونا بمثل ما نعاملكم وافتحوا أنتم أيضا قلوبكم لنا لا تقترن بغير المؤمنين في نير واحد أي صلة بين الخير والشر وأي علاقة للنور بالظلام وأي تحالف بين المسيح وإبليس وأي شركة بين المؤمن وغير المؤمن وأي وفاق بين هيكل الله والأوثان فنحن هيكل الله الحي هكذا قال الله سأسكن بينهم وأسير معهم وأكون إلههم وياكنون شعبي لذلك أخرج من بينهم وتركوهم يقول الرب لا تمس ما هو نجس وأنا أتقبلكم وأكون لكم أبا وتكونون لي بنين وبنات يقول الرب القدير الأصحاح السابع هذه الوعود وهبها الله لنا أيها الإخوة فلنطهر أنفسنا من كل ما يدنس الجسد والروح ساعين إلى القداسة الكاملة في مخافة الله افسحوا لنا مكانا في قلوبكم فما أسأنا إلى أحد ولا آبينا أحدا ولا احتلنا على أحد لا أقول هذا لأدينكم لأني قلت لكم من قبل إنكم في قلوبنا لنعيش معا أو نموت معه فأنا عظيم الثقة بكم وكثير الافتخار ومع كل مصاعبنا فقلب ممتلئ بالعزاء فائد فرحة فما عرف جسدنا الراحة عند وصولنا إلى مكدونية بل كانت المصاعب تواجهنا من كل جهة صراع في الخارج ومخاوف في الداخل ولكن الله الذي يعز المتضعين عزان بمجيء تيتوس لا بمجيئه فقط بل بالعزاء الذي ناله منكم وازداد سروري بما أخبرنا عن شوقكم وحزنكم وغيرتكم علي فإذا كنت أحزنتكم برسالتي فما أنا نادم على أني كتبتها وإذا ندمت حين رأيت أنها أحزنتكم لحظة فأنا أفرح الآن لا لأني أحزنتكم بل لأن حزنكم جعلكم تتوبون وهو حزن من الله فما نالكم منا أية خسارة لأن الحزن الذي من الله يؤدي إلى توبة فيها خلاص ولا ندم عليها وأما الحزن الذي من الدنيا فيؤدي إلى الموت فانظروا كيف أدى هذا الحزن الذي من الله إلى اهتمامكم بنا بل اعتذاركم والسنكاركم وخوفكم وشوقكم وغيرتكم وعقابكم وبرهنتم في كل شيء على أنكم أبرياء من كل ما حدث فأنا ما كتبت إليكم إذن من أجل الظالم ولا من أجل المظلوم بل لتظهر لكم أمام الله شدة اهتمامكم بنا فكان عزاؤكم عزاء لنا ويضاف إلى عزائنا هذا ازدياد سرورنا كثيرا بفرح التيتوس لأنه لقي منكم جميعا ما أراح باله وإذا كنت أظهرت له افتخار بكم فأنا لا أخجل به فكما صدقنا في كل ما قلناه لكم فكذلك صدقنا في افتخارنا بكم لدى تيطس ويزداد قلبه محبة لكم كلما تذكر طاعتكم جميعه وكيف قبلتموه بخوف ورعده وكم يسرني أن أثق بكم في كل شيء الأصحاح الثامن ونريد أيها الإخوة الاشتراك في إعانة الإخوة القدسين بل عملوا أكثر مما كنا نرجوه فأسلموا أنفسهم إلى الرب أولا ثم إلينا بمشيئة الله فطلبنا من تيطس أن يتمم عندكم هذا العمل المبارك كما ابتدأ به وكما أنكم تمتازون في كل شيء في الإيمان والفصاحة والمعرفة والحماسة والمحبة لنا فليتكم تمتازون أيضا في هذا العمل المبارك ولا أقول هذا على سبيل الأمر بل لأمتحن بحماسة الآخرين صدق محبتكم وأنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح كيف افتقر لأجلكم وهو الغني لتغتنوا أنتم بفقره فهذا رأيي في الأمر وهو خير لكم وأنتم الذين كانوا منذ العام الماضي أول من ابتدأ بهذا العمل بل أول من رغب فيه تمموا الآن هذا العمل ليكون التتميم على قدر الرغبة لأنه متظهرت الحماسة في العطاء رضي الله على الإنسان بما يكون عنده لا بما لا يكون عنده لا أعني أن تكونوا في ضيق ويكون غيركم في راحة بل أعني أن تكون بينكم مسوات فيسد رخاؤكم ما يعوزهم اليوم حتى يسد رخاؤهم ما يعوزكم غدا فتتم المسوات فالكتاب يقول الذي جمع كثيرا ما فضل عنه شيء والذي جمع قليلا ما نقصه شيء الحمد لله الذي جعل في قلب طيتوس مثل هذا الاهتمام بكم فما اكتفى بتلبية طلبنا بل دفعه اهتمامه الشديد إلى المجيء إليكم من تلقاء نفسه وأرسلنا معه الأخ الذي تمدحه الكنائس كلها لعمله في خدمة البشارة وما هذا كل شيء فالكنائس اختارته رفيقا لنا في السفر من أجل هذا العمل المبارك الذي نقوم به لمجد الرب وتلبية لرغبتنا ونحن حريصون على أن لا يلومنا أحد على الطريقة التي نتول بها أمر هذه الهبة الكبيرة من المال لأن غايتنا أن نعمل ما هو صالح لا في نظر الرب وحده بل في نظر الناس أيضا وأرسلنا معهما أخانا الذي طالما اختبرناه فوجدناه مجتهدا في كثير من الأمور وهو الآن أكثر حماسة لثقته الكبيرة بكم أما تيطس فهو رفيقي ومعاوني عندكم وأما الأخوان اللذان يرافقانه فهما رسولا الكنائس وبهما يتمجد المسيح فبرهن لهم أمام الكنائس عن محبتكم وعن صواب افتخارنا بكم الأصحاح التاسع وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المكدونيين وأقول لهم إن إخوتنا في أخائي مستعدون منذ العام الماضي فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لألا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر ولتكونوا مستعدين كما قلت فأنا أخاف أن يجيأ معي بعض المكدونيين ويجدوكم غير مستعدين فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالإفتخار بكم ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقون إليكم لينظم ما وعدتم به من إحسان ليكون مهيئ عن سخاء لا عن تقطير وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا ومن زرع كثيرا حصد كثيرا فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه لا آسفا ولا مجبرا لأن الله يحب من يعطي بسرور والله قادر أن يزيدكم كل نعمة فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم وتزدادون في كل عمل صالح كما ورد في الكتاب فرق بسخاء وأعطى الفقراء فجوده دائم إلى الأبد والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم فيغنيكم في كل شيء ليكون سخاءكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القدسين بل يفيد منه أيضا حمد جزيل لله وهذه الخدمة برهان على إيمانكم فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم فالحمد لله على عطيته التي لا توصف الأصحاح العاشر أنا بولوس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد راجيا أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد نعم إننا نحيا في الجسد ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد فما سلاح جهادنا جسدي بل إلهي قادر على هدم الحصون نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة واجهوا حقائق الأمور من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي فيقول أحدكم رسائل بولوس قاسي عنيفة ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم فما أغباهم يقسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم فنحن لا ندعي أكثر مما لنا كما لو كنا ما بلغنا إليكم لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله فالكتاب يقول من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده لا من يمدح نفسه الأصحاح الحادي عشر ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة نعم احتملوني فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها لكنتم احتملتموه أحسن احتمال ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفع أنتم حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم وما فقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء وسأحرص أيضا وبحق المسيح فيه لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائي ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل هم رسل كذابون وعاملون مخادعون يظهرون بمظهر رسل المسيح ولا عجب فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم أكرر القول لا يظن أحد أني جاهل وإلا فاقبلوني ولوك جاهل ليكون لي شيء أفاخر به ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية فلي أنا أيضا أن أفاخر وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم فيا للخجل يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباه به أيضا إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق فأنا أفوقهم في الجهاد جاهدت أكثر منهم في دخول السجون قاسيت أكثر منهم في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير وتعرضت للموت مرارا جلدني اليهود خمس مرات تسع وثلاثين جلدة وضربني الرومنيون بالعصي ثلاث مرات ورجمني الناس مرة واحدة وانكسرت بي السفينة ثلاث مرات وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص ولخطر اليهود وغير اليهود وواجهت أخطارا في المدن وأخطارا في البراري وأخطارا في البحر وأخطارا من الإخوة الكذابين عانيت الكد والتعب والسهر الدائم والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس فمن يضعف وأنا لا أضعف معه ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب وأن والي الملك الحارف على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه الأصحاح الثاني عشر وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل أربع عشرة سنة إلى السماء الثالثة أبجسده؟ لا أعلم أم بغير جسده؟ لا أعلم الله يعلم أعلم أنه خطف إلى الفردوس أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم الله يعلم أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره أما هذا الرجل فأفتخر به وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلاً لأني أقول الحق ولكني لن أفتخر لألا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني ولألا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لألا أتكبر وصليت إلى الله ثلاث مرات أن يأخذها عني فقال لي تكفيك نعمتي في الضعف يظهر كمال قدرتي فأنا إذن أفتخر راضياً مبتهجاً بضعفي حتى تظللني قوة المسيح ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح لأني عندما أكون ضعيفاً أكون قوياً ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك فكان من حق عليكم أن تكرموني وما أنا أقل شأناً من أولئك الرسل العظام وإن كنت لا أساوي شيئاً فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أفتلت عليكم بشيء فاغفروا لي هذه الإساءة ها أنا مستعد أن أجيئ إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم فأنا أريدكم أنتم لا مالكم فالأبناء لا يوفرون لآبائهم بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم وأنا أبذل كل ما عندي راضياً مبتهجاً بل أبذل حياتي في سبيلكم أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير نعم أنا ما فقلت عليكم بشيء ولكن هل كنت ماكراً فاحتلت عليكم هل كسبت منكم شيئاً على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم حين ألححت على تيتس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ هل أخذ تيتس منكم شيئاً؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم فنحن نتكلم أمام الله في المسيح وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا وأن تجدون على غير ما تحبون أن أكون أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إله في أمركم فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على مرتكبوه من دعارة وزنا وفجور الأصحاح الثالثة عشر والآن أنا قادم إليكم مرة ثالثة والكتاب يقول لا حكم في أي قضية إلا بشهادة شاهدين أو ثلاثة عند حضوري في المرة الثانية قلت للذين خطئوا فيما مضى ولسواهم ما أقوله اليوم وأنا غائب إن عدت إليكم فلا أشفق على أحد ما دمتم تطلبون برهانا على أن المسيح ينطق بلسانه والمسيح غير ضعيف في معاملتكم بل قوي بينكم ومع أنه صلب بضعفه فهو الآن حي بقدرة الله ونحن أيضا ضعفاء فيه ولكننا في معاملتنا لكم سنكون بقدرة الله أحياء معه امتحنوا أنفسكم وحاسبوها هل أنتم متمسكون بإيمانكم؟ ألا تعرفون أنفسكم وأن يسوع المسيح فيكم؟ إلا إذا كنتم فاشلين أما نحن فنرجو أن تعلموا أننا غير فاشلين ونصلي إلى الله أن لا تعملوا شرا لا ليظهر أننا ناجحون بل لتعملوا أنتم ما هو خير ولو ظهرنا نحن بمظهر الفاشلين فنحن لا نقدر على مقاومة الحق بل على خدمته وكم نفرح عندما نكون نحن ضعفاء وأنتم أقوياء وما نصل لأجله هو أن تكونوا كاملين أكتب إليكم وأنا غائب لألا أعاملكم بقصوة وأنا حاضر حسب السلطة التي وهبها الرب لي للبنيان لا للهدم والآن أيها الإخوة افرحوا واسعوا إلى الكمال وتشجعوا وكونوا على رأي واحد وعيشوا بسلام وإله المحبة والسلام يكون معكم سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة يسلم عليكم جميع الإخوة القديسين ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميع رسالة غلاطية الأصحاح الأول مني أنا بولوس رسول لا من الناس ولا بدعوة من إنسان بل بدعوة من يسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من بين الأموات ومن جميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح الذي ضح بنفسه من أجل خطايانا لينقذنا من هذا العالم الشرير عملا بمشيئة إلهنا وأبينا له المجد إلى أبد الدهور آمين عجيب أمركم أبمثل هذه السرعة تتركون الذي دعاكم بنعمة المسيح وتتبعون بشارة أخرى؟ وما هناك بشارة أخرى بل جماعة تثير البلبلة بينكم وتحاول تغيير بشارة المسيح فلو بشرناكم نحن أو بشركم ملاك من السماء ببشارة غير التي بشرناكم بها فليكن ملعونة قلنا لكم قبلا وأقول الآن إذا بشركم أحد ببشارة غير التي قبلتموها منا فاللعنة عليه هل أنا أستعطف الناس؟ كلا بل أستعطف الله أيكون أني أطلب رضا الناس؟ فلو كنت إلى اليوم أطلب رضا الناس لما كنت عبدا للمسيح فاعلموا أيها الإخوة أن البشارة التي بشرتكم بها غير صادرة عن البشر فأنا ما تلقيتها ولا أخذتها عن إنسان بل عن وحي من يسوع المسيح سمعتم بسيرة الماضية في ديانة اليهود وكيف كنت أطهد كنيسة الله بلا رحمة وأحاول تدميرها وأفوق أكثر أبناء جيلي من بني قومي في ديانة اليهود وفي الغيرة الشديدة على تقاليد آبائي ولكن الله بنعمته اختارني وأنا في بطن أمي فدعاني إلى خدمته وعندما شاء أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم ما استشرت بشرا ولا صعدت إلى أرشاليم لأرى الذين كانوا رسلا قبلي بل ذهبت على الفور إلى بلاد العرب ومنها عدت إلى دمشق وبعد ثلاث سنوات صعدت إلى أرشاليم لأرى بطرس فأقمت عنده خمسة عشر يومه وما رأيت غيره من الرسل سوى يعقوب أخي الرب ويشهد الله أني لا أكذب في هذا الذي أكتب به إليكم ثم سافرت إلى بلاد سورية وكليكية وما كنت معروف الوجه عند كنائس المسيح في اليهودية وإنما سمعوا أن الذي كان يضطهدنا هو الآن يبشر بالإيمان الذي كان يريد أن يدمره فمجدوا الله من أجلي الأصحاح الثاني وبعد أربع عشرة سنة صعدت ثانية إلى أرشاليم مع برنابة وأخذت معي تيتوس وكان صعود إليها بوحي وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم لألا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان مع أن إخوة دخلاء كذابين دس أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين ولا فرق عند ما كانت عليه مكانتهم لأن الله لا يحاب أحدا فما أضاف شيئا بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحن وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود وكل ما طلبوه مننا أن نتذكر الفقراء وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه لأنه كان يستحق اللوم فقبل أن يجيء قوم من عندي عقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان وجاراه سائر اليهود في ريائه حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود نحن يهود بالولادة لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح ولذلك آمن بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح للعمل بأحكام الشريعة فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة لأني بالشريعة مدت عن الشريعة لأحيا لله مع المسيح صلبت فما أنا أحيا بعد بل المسيح يحيا فيه وإذا كنت أحيا الآن في الجسد فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثا الأصحاح الثالث أيها الغلاطيون الأغبياء من الذي سحر عقولكم؟ أنتم الذين ارتسم المسيح أمام عيونهم مصلوبا أسألكم سؤالا واحدا هل نلتم روح الله لأنكم تعملون بأحكام الشريعة؟ أم لأنكم تؤمنون بالبشارة؟ هل وصلت بكم الغباوة إلى هذا الحد؟ أتنتهون بالجسد بعدما بدأتم بالروح؟ أكانت تجاربكم عبثا؟ وكيف تكون عبثا؟ هل الذي يهبكم الروح القدس ويعمل المعجزات بينكم يفعل هذا لأنكم تعملون بأحكام الشريعة؟ أم لأنكم تؤمنون بالبشارة؟ هكذا آمن إبراهيم بالله فبرره الله لإيمانه إذن فأهل الإيمان هم أبناء إبراهيم الحقيقيون ورأى الكتاب بسابق علمه أن الله سيبرر غير اليهود بالإيمان فبشر إبراهيم قائلا له فيك يبارك الله جميع الأمم لذلك فأهل الإيمان مباركون مع إبراهيم المؤمن أما الذين يتكلون على العمل بأحكام الشريعة فهم ملعونون جميعا فالكتاب يقول ملعون من لا يثابر على العمل بكل ما جاء في كتاب الشريعة وواضح أن ما من أحد يتبرر عند الله بالشريعة لأن البار بالإيمان يحيى ولكن الشريعة لا تقوم على الإيمان لأن كل من عمل بهذه الوصايا يحيى بها والمسيح حررنا من لعنة الشريعة بأن صار لعنة من أجلنا فالكتاب يقول ملعون كل من مات معلقا على خشبة وهذا ما فعله المسيح لتصير فيه بركة إبراهيم إلى غير اليهود فننال بالإيمان الروح الموعود به خذوا أيها الإخوة مثلا بشريا لا يقدر أحد أن يبطل عهد إنسان أو يزيد عليه إذا كان ثابتا فكيف بوعد الله لإبراهيم ولنسله هو لا يقول لأنساله بصيغة الجمع بل لنسله بصيغة المفرد أي المسيح وما أريد أن أقوله هو أن الشريعة التي جاءت بعد مرور أربعمائة وثلاثين سنة لا تقدر أن تنقض عهدا أثبته الله فتجعل الوعد بطلة فإذا كان ميراث الله يستند إلى الشريعة فهو لا يكون وعدا ولكن الله أنعم بالميراث على إبراهيم بوعد فلماذا الشريعة إذن؟ إنها أضيفت من أجل المعاصي إلى أن يجيء النسل الذي جعل الله له الوعد أعلنتها الملائكة على يد وسيط والوسيط يفترض أكثر من واحد والله واحد فهل تخالف الشريعة وعود الله؟ كلا فلو آطى الله شريعة قادرة أن تحيي لكان التبرير حقا يتم بالشريعة ولكن الكتاب حبس كل شيء تحت سلطان الخطيئة حتى ينال المؤمنون الوعد لإيمانهم بيسوع المسيح فقبل أن يجيء الإيمان كنا محبوسين بحراسة الشريعة إلى أن ينكشف الإيمان المنتظر فالشريعة كانت مؤدبا لنا إلى أن يجيء المسيح حتى نتبرر بالإيمان فلما جاء الإيمان تحررنا من حراسة المؤدب فأنتم كلكم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأنكم تعمدتم جميعا في المسيح فلبستم المسيح ولا فرق الآن بين يهودي وغير يهودي بين عبد وحر بين رجل وامرأة فأنتم كلكم واحد في المسيح يسوع فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم ولكم الميراث حسب الوعد أتابع كلامي فأقول إن الوارث لا فرق بينه وبين العبد ما دام قاصرا مع أنه صاحب المال كله لكنه يبقى في حكم الأوصياء والوكلاء إلى الوقت الذي حدده أبوه وهكذا كانت حالنا فحين كنا قاصرين كنا عبيدا لقوى الكون الأولية فلما تم الزمان أرسل الله ابنه مولودا لامرأة وعاش في حكم الشريعة ليفتدي الذين هم في حكم الشريعة حتى نصير نحن أبناء الله والدليل على أنكم أبناؤه هو أنه أرسل روح ابنه إلى قلوبنا هاتفا أبي يا أبي فما أنت بعد الآن عبد بل ابن وإذا كنت ابنا فأنت وارث بفضل الله وحين كنتم تجهلون الله كنتم عبيدا لآلهة ما هي بالحقيقة آلهة أما الآن بعدما عرفتم الله بل عرفكم الله فكيف تعودون إلى عبادتي قوى الكون الأولية الضعيفة الحقيرة وتريدون أن تعودوا عبيدا لها كما كنتم من قبل تراعون الأيام والشهور والفصول والسنين أخاف أن أكون تعبت عبثا من أجلكم فأناشدكم أيها الإخوة أن تصيروا مثلي لأني صرت مثلكم ما أسأتم إلي بل تعرفون أني كنت مريضا عندما بشرتكم أول مرة وكانت حالة الجسدية محنة لكم فما احتقرتموني ولا كرهتموني بل قبلتموني كأني ملاك الله بل المسيح يسوع فأين ذلك الفرح؟ أنا أشهد أنه لو أمكن الأمر لكنتم تقتلعون عيونكم وتعطوني إياها فهل صرت الآن عدوا لكم لأني قلت لكم الحق؟ وإذا كان الآخرون يغارون عليكم فغيرتهم لا صدق فيها فهم يريدون أن يفصلوكم عني لتغار عليهم ما أحسن الغيرة إذا كانت عن حسن نية ويصدق هذا دائما لا عند حضور بينكم فقط فيا أبناء الذين أتوجع بهم مرة أخرى في مثل وجع الولادة حتى تتكون فيهم صورة المسيح كم أتمنى لو كنت عندكم الآن لأغير لهجتي لأني تحيرت في أمركم قولوا ليه أنتم الذين يريدون أن يكونوا في حكم الشريعة أما تسمعون الشريعة؟ يقول الكتاب كان لإبراهيم ابنان أحدهما من الجارية والآخر من الحرة أما الذي من الجارية فولد حسب الجسد وأما الذي من الحرة فولد بفضل وعد الله وفي ذلك رمز لأن هاتين المرأتين تمثلان العهدين فإحداهما هاجر من جبل سيناء تلد للعبودية وجبل سيناء في بلاد العرب وهاجر تعني أرشاليم الحاضرة التي هي وبنوها في العبودية أما أرشاليم السماوية فحرة وهي أمنا فالكتاب يقول افرحي أيتها العاقر التي لا ولد لها اهتفي وتهللي أيتها التي ما عرفت آلام الميلاد فأبناء المهجورة أكثر عددا من أبناء التي لها زوج فأنتم يا إخوتي أبناء الوعد مثل إصحاق وكما كان المولود بحكم الجسد يضطهد المولود بحكم الروح فكذلك هي الحال اليوم ولكن ماذا يقول الكتاب يقول أطرد الجارية وابنها لأن ابن الجارية لن يرث مع ابن الحرة فما نحن إذن يا إخوتي أبناء الجارية بل أبناء الحرة الأصحاح الخامس فالمسيح حررنا لنكون أحرارا فاثبتوا إذن ولا تعودوا إلى نير العبودية فأنا بولوس أقول لكم إذا اختتنتم فلا يفيدكم المسيح شيئا وأشهد مرة أخرى لكل من يختت بأنه ملزم أن يعمل بأحكام الشريعة كلها والذين منكم يطلبون أن يتبرروا بالشريعة يقطعون كل صلة لهم بالمسيح ويسقطون عن النعمة أما نحن فننتظر على رجاء أن يبررنا الله بالإيمان بقدرة الروح ففي المسيح يسوع لا الختان ولا عدمه ينفع شيئا بل الإيمان العامل بالمحبة كنتم في سيركم على ما يرام فمن صدكم وردكم عن طاعة الحق ما كان هذا الإغراء من الذي دعاكم قليل من الخمير يخمر العجين كله ولي ثقة بكم في الرب أنكم لن تقبل رأيا آخر وكل من يوقع البلبلة بينكم سينال عقابه أيًا كان وأنا أيها الإخوة لو كنت أدعو إلى الختان فلماذا أعاني الاضطهاد إلى اليوم أما كان يزول العائق الذي في الصليب ليت الذين يوقعون البلبلة بينكم يطعونهم أعضاءهم فأنتم يا إخوتي دعاكم الله لتكونوا أحرارا ولكن لا تجعل هذه الحرية حجة لإرضاء شهوات الجسد بل اخدموا بعضكم بعضا بالمحبة فالشريعة كلها تكتمل في وصية واحدة أحب قريبك مثل ما تحب نفسك أما إذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانتبه أن لا يفني واحدكم الآخر وأقول لكم أسلك في الروح ولا تشبع شهوة الجسد فما يشتهيه الجسد يناقض الروح وما يشتهيه الروح يناقض الجسد كل منهما يقاوم الآخر لألا تعمل ما تريدون فإذا كان الروح يقودكم فما أنتم في حكم الشريعة وأما أعمال الجسد فهي ظاهرة الزنا والدعارة والفجور وعبادة الأوثان والسحر والعداوة والشقاق والغيرة والغضب والدس والخصام والتحزب والحسد والسكر والعربدة وما أشبه وأنبهكم الآن كما نبهتكم من قبل أن الذين يعملون هذه الأعمال لا يرثون ملكوت الله أما ثمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف والصلاح والأمانة والوداعة والعفاف وما من شريعة تنهى عن هذه الأشياء والذين هم للمسيح يسوع صلبوا جسدهم بكل ما فيه من أهواء وشهوات فإذا كنا نحيا بالروح فعلينا أن نسلك طريق الروح فلا نتكبر ولا يتحدى ولا يحسد بعضنا بعضا الأصحاح السادس يا إخوتي إن وقع أحدكم في خطأ فأقيموه أنتم الروحيين بروح الوداعة وانتبه لنفسك لألا تتعرض أنت أيضا للتجربة ساعدوا بعضكم بعضا في حمل أثقالكم وبهذا تتممون العمل بشريعة المسيح ومن ظن أنه شيء وهو في الحقيقة لا شيء خدع نفسه فليحاسب كل واحد نفسه على عمله فيكون افتخاره بما عمله هو لا بما عمله غيره لأن على كل واحد أن يحمل حمله ومن يتعلم كلام الله فليشارك معلمه في جميع خيراته لا تخدع أنفسكم هو الله لا يستهزأ به وما يزرعه الإنسان فإياه يحصد فمن زرع في الجسد حصد من الجسد الفساد ومن زرع في الروح حصد من الروح الحياة الأبدية ولا نيأس في عمل الخير فإن كنا لا نتراخ جاء الحصاد في أوانه وما دامت لنا الفرصة فلنحصن إلى جميع الناس وخصوصا إخوتنا في الإيمان انظروا ما أكبر الحروف التي أخطها لكم بيدي هؤلاء الذين يريدون التفاخر بظاهر الجسد هم الذين يفرضون عليكم الختان وما غايتهم إلا التهرب من الاضطهاد في سبيل صليب المسيح لأن الذين يمارسون الختان هم أنفسهم لا يعملون بأحكام الشريعة ولكنهم يريدون أن تختتنوا ليفاخروا بجسدكم أما أنا فلن أفاخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح به صار العالم مصلوبا بالنسبة إلي وصرت أنا مصلوبا بالنسبة إلى العالم فلا الختان ولا عدمه ينفع الإنسان بل الذي ينفعه أن يكون خليقة جديدة والسلام والرحمة على الذين يسلكون هذا السبيل وعلى إسرائيل الله فلا يزعجني أحد بعد الآن لأني أحمل في جسدي سمات يسوع والتكن مع روحكم أيها الإخوة نعمة ربنا يسوع المسيح آمين رسالة أفاسوس الأصحاح الأول من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفاسوس المؤمنين في المسيح يسوع عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على مرتضى وشاء لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب فكان لنا فيه الفداء بدمه أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض وفيه قضى الله بسابق تدبيره وهو الذي يفعل كل شيء على ما طرد مشيئته أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق أي بشارة خلاصكم وآمنتم ختمتم بالروح القدس الموعود وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآت أيضا وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء الأصحاح الثاني وفيما مضى كنتم أمواتا بزلاتكم وخطاياكم التي كنتم تسيرون فيها سيرة هذا العالم خاضعين لرئيس القوات الشريرة في الفضاء أي الروح الذي يتحكم الآن بالمتمردين على الله وكنا نحن كلنا من هؤلاء نعيش في شهوات جسدنا تابعين رغباته وأهواءه ولذلك كنا بطبيعتنا أبناء الغضب كسائر البشر ولكن الله بواسع رحمته وفائق محبته لنا أحيانا مع المسيح بعدما كنا أمواتا بزلاتنا فبنعمة الله نلتم الخلاص وفي المسيح يسوع أقامنا معه وأجلسنا في السماوات ليظهر في الأجيال الآتية غنى نعمته الفائقة في الرأفة التي أبداها لنا في المسيح يسوع فبنعمة الله نلتم الخلاص بالإيمان فما هذا منكم بل هو هبة من الله ولا فضل فيه للأعمال حتى يحق لأحد أن يفاخر نحن خليقة الله خلقنا في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي أعدها الله لنا من قبل لنسلك فيها فاذكروا أنتم الذين كانوا غير يهود في أصلهم أن اليهود الذين يعتبرون أنفسهم أهل الختان بفعل الأيد في الجسد لا يعتبرونكم من أهل الختان واذكروا أنكم كنتم فيما مضى من دون المسيح بعيدين عن رعية إسرائيل غرباء عن عهود الله ووعده لا رجاء لكم ولا إله في هذا العالم أما الآن ففي المسيح يسوع صرتم قريبين بدم المسيح بعدما كنتم بعيدين فالمسيح هو سلامنا جعل اليهود وغير اليهود شعبا واحدا وهدم الحاجز الذي يفصل بينهما أي العداوة وألغى بجسده شريعة موسى بأحكامها ووصاياها ليخلق في شخصه من هاتين الجماعتين بعدما أحل السلام بينهما إنسانا واحدا جديدا ويصلح بينهما وبين الله بصليبه فقضى على العداوة وجعلهما جسدا واحدا جاء وبشركم بالسلام أنتم الذين كنتم بعيدين كما بشر بالسلام الذين كانوا قريبين لأن لنا به جميعا سبيل الوصول إلى الآب في الروح الواحد فما أنتم بعد اليوم غرباء أو ضيوفة بل أنتم مع القديسين رعية واحدة ومن أهل بيت الله بنيتم على أساس الرسل والأنبياء وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه لأن به يتماسك البناء كله وينمو ليكون هيكلا مقدسا في الرب وبه أنتم أيضا مبنيون معا لتصيروا مسكنا لله في الروح الأصحاح الثالث لذلك أنا بولوس سجين المسيح يسوع في سبيلكم أيها الذين هم غير يهود ولا بد أنكم سمعتم بالنعمة التي وهبها الله لي من أجلكم كيف كشف لي سر تدبيره بوحي كما كتبت لكم بإيجاز من قبل وبإمكانكم إذا قرأتم ذلك أن تعرفوا كيف أفهموا سر المسيح هذا السر الذي ما كشفه الله لأحد من البشر في العصور الماضية وكشفه الآن في الروح لرسله وأنبيائه القدسين وهو أن غير اليهود هم في المسيح يسوع شركاء اليهود في ميراث الله وأعضاء في جسد واحد ولهم نصيب في الوعد الذي وعده الله بفضل البشارة التي جعلني الله خادما لها بالنعمة التي وهبها لي بفعل قدرته أنا أصغر المؤمنين جميعا أعطاني الله هذه النعمة لأبشر غير اليهود بما في المسيح من غنى لا حد له ولأبين لجميع الناس تدبير ذلك السر الذي بقي مكتوما طوال العصور في الله خالق كل شيء ليكون للكنيسة الآن فضل إطلاع أهل الرئاسة والسلطة في العالم السماوي على حكمة الله في جميع وجوهها وكان هذا حسب التدبير الأزلي الذي حققه الله في ربنا المسيح يسوع فبإيماننا به تكون لنا الجرأة على التقرب إلى الله مطمئنين فأطلب إليكم أن لا تيأسوا فيما أعانيه من الشدائد لأجلكم فهي مجد لكم لهذا أحني ركبتي ساجدا للآب فمنه كل أبوة في السماء والأرض وأتوسل إليه أن يقوي بروحه على مقدار غنى مجده الإنسان الباطن فيكم وأن يسكن المسيح في قلوبكم بالإيمان حتى إذا تأصلتم ورسختم في المحبة أمكنكم في كل شيء أن تدركوا مع جميع القدسين ما هو العرض والطول والعلو والعمق وتعرف محبة المسيح التي تفوق كل معرفة فتمتلئ بكل ما في الله من ملء لله القادر بقوته العاملة فينا أن يفعل أكثر جدا مما نطلبه أو نتصوره له المجد في الكنيسة وفي المسيح يسوع على مدى جميع الأجيال والدهور آمين الأصحاح الرابع فأطلب إليكم أنا السجين في الرب أن تعيشوا عيشة تليق بالدعوة التي دعاكم الله إليها وأن تكونوا متواضعين ولطفاء وصبورين فاحتملوا بعضكم بعضا بمحبة واجتهدوا في المحافظة على وحدة الروح برباط السلام فأنتم جسد واحد وروح واحد مثل ما دعاكم الله إلى رجاء واحد ولكم رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله واحد أب للجميع وفوقهم يعمل فيهم جميعا وهو فيهم جميعا لكل واحد منا نصيبه من النعمة على مقدار ما وهب له المسيح فالكتاب يقول عندما صعد إلى العلاء أخذ أسر كثيرين وأعطى البشر عطايا وما المقصود بقوله صعد سوى أنه نزل أولا إلى أعمق أعماق الأرض وهذا الذي نزل هو نفسه الذي صعد إلى ما فوق السماوات كلها ليملأ كل شيء وهو الذي أعطى بعضهم أن يكون رسلا وبعضهم أنبياء وبعضهم مبشرين وبعضهم رعاة ومعلمين وبذلك يهيئ الإخوة القديسين للخدمة في سبيل بناء جسد المسيح إلى أن نصل كلنا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن الله إلى الإنسان الكامل إلى ملء قامة المسيح فلا نبقى أطفالا تتقاذفهم أمواج المذاهب وتميل بهم كل ريح فيخدعهم الناس ويقودونهم بالحيلة إلى الضلال بل نعلن الحق في المحبة فننمو في كل شيء نحو المسيح الذي هو الرأس فيه يتماسك الجسد كله ويلتحم بفضل جميع المفاصل التي تقوم بحاجته حتى إذا قام كل جزء بعمله الخاص به نمل جسد كله وتكامل بنيانه بالمحبة فأقول لكم وأشهد في الرب أن لا تسير بعد الآن سيرة الوثنيين الذين يفكرون باطلا وهم في ظلام بصائرهم وجهلهم وقساوة قلوبهم غرباء عن حياة الله فلما فقدوا كل حس استسلموا إلى الفجور فانغمسوا في كل فسق ولا يشبعون أما أنتم فما هكذا تعلمتم ما هو المسيح إذا كنتم سمعتم به وتلقيتم تعليما مطابقا للحقيقة التي في يسوع فاتركوا سيرتكم الأولى بترك الإنسان القديم الذي أفسدته الشهوات الخادعة وتجدد روحا وعقلا والبسوا الإنسان الجديد الذي خلقه الله على صورته في البر وقداسة الحق لذلك امتنعوا عن الكذب وليتكلم كل واحد منكم كلام الصدق مع قريبه لأننا كلنا أعضاء بعضنا لبعض وإذا غضبتم لا تخطئوا لا تغرب الشمس على غضبكم لا تعطوا إبليس مكانه من كان يسرق فليمتنع عن السرقة بل عليه أن يتعب ويعمل الخير بيديه ليكون قادرا على مساعدة المحتاجين لا تخرج كلمة شر من أفواهكم بل كل كلمة صالحة للبنيان عند الحاجة وتفيد السامعين لا تحزن روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء تخلص من كل حقد ونقمة وغضب وصياح وشتيمة وما إلى ذلك من الشرور وليكن بعضكم لبعض ملاطفا رحيما غافرا كما غفر الله لكم في المسيح الأصحاح الخامس فاقتدوا بالله كأبناء أحباء وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضح بنفسه من أجلنا قرباناً وذبيحة لله طيبة رائحة أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقدسين حتى ذكر أسمائها لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل فهذا لا يليق بكم بل التسبيح بحمد الله فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية فلا تكون لهم شركاء بالأمس كنتم ظلاماً وأنتم اليوم نور في الرب فسيروا سيرة أبناء النور فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق فتعلموا ما يرضي الرب ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة بل الأولى أن تكشفوها فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره ولكن كل من كشف ظهر في النور وكل ما ظهر فهو نور ولذلك قيل انهض أيها النائم وقم من بين الأموات يضيء لك المسيح فانتبهوا جيداً كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء واغتنموا الفرصة السانحة لأن هذه الأيام شر كلها فلا تكون حمقة بل افهموا ما هي مشيئة الرب لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة بل امتلئوا بالروح وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم واحمدوا الله الآب حمداً دائماً على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح أيتها النساء اخضعنا لأزواجكن كما تخضعنا للرب لأن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده وكما تخضع الكنيسة للمسيح فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء أيها الرجال أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضح بنفسه من أجلها ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك بل مقدسة لا عيب فيها وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم من أحب امرأته أحب نفسه فما من أحد يبغد جسده بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة ونحن أعضاء جسد المسيح ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته فيصير الاثنان جسداً واحداً هذا السر عظيم وأعني به سر المسيح والكنيسة فليحب كل واحد منكم امرأته مثل ما يحب نفسه ولتحترم المرأة زوجها الأصحاح السادس أيها الأبناء أطيعوا والديكم في الرب فهذا عين الصواب أكرم أباك وأمك تلك أول وصية يرتبط بها وعد وهو لتنال خيراً وتطول أيامك في الأرض وأنتم أيها الآباء لا تثيروا غضب أبنائكم بل ربوهم حسب وصايا الرب وتأديبه أيها العبيد أطيعوا أسيادكم في هذه الدنيا بخوف ورهبة وقلب نقي كما تطيعون المسيح لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل بكل قلوبكم كعبيد للمسيح يعملون بمشيئة الله ولتكن خدمتكم لهم صادقة كأنكم تخدمون الرب للناس عالمين أن الرب يكافئ كل إنسان أعبداً كان أم حرة على أعماله الصالحة وأنتم أيها السادة عاملوا عبيدكم المعاملة نفسها وتجنبوا التهديد عالمين أن سيدهم هو سيدكم في السماء وأنه لا يحابي أحدا وختاماً أقول تقووا في الرب وفي قدرته العظيمة تسلحوا بسلاح الله الكامل لتقدروا أن تقاوموا مكايد إبليس فنحن لا نحارب أعداء من لحم ودم بل أصحاب الرئاسة والسلطان والسيادة على هذا العالم عالم الظلام والأرواح الشريرة في الأجواء السماوية لذلك احملوا سلاح الله الكامل لتقدروا أن تقاوموا في يوم الشر وأن تثبتوا بعدما تممتم كل شيء فاثبتوا إذن متمنطقين بالحق لابسين درع الاستقامة منتعلين بالحماسة في إعلان بشارة السلام واحملوا الإيمان ترسا في كل وقت لأن به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة والبسوا خوذة الخلاص وتقلدوا سيف الروح الذي هو كلام الله صلوا كل وقت في الروح مبتهلين وتنبهوا لذلك وواضبوا على الدعاء لجميع الإخوة القديسين ولأنا أيضا حتى إذا فتحت فمي للكلام منحني الله ما أعلن به بجرأة سر البشارة التي أنا سفيرها المقيد بالسلاسل واسألوا لي الجرأة على المنادات بها كما يجب علي أما أحوالي وأعمالي فسيخبركم عن هذا كله تخيكس أخي الحبيب ومعاون الأمين في خدمة الرب أرسلته إليكم خصوصا ليطلعكم على أحوالنا ويعزي قلوبكم والسلام والمحبة مع الإيمان للإخوة من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ولتكن النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح حبا لا يزول رسالة فيليبي الأصحاح الأول من بولوس وتيمو ثاوس عبدي المسيح يسوع إلى جميع الإخوة القدسين في فيليبي الذين في المسيح يسوع وإلى أساقفتهم وشمامستهم عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح أحمد إلهي كلما ذكرتكم ودعوت لكم جميعا بفرح في جميع صلواتي لمشاركتكم لي في خدمة الإنجيل من أول يوم إلى الآن فأنا واثق بأن الذي بدأ فيكم عملا صالحا سيسير في إتمامه إلى يوم المسيح يسوع ومن الحق أن أشعر هذا الشعور نحوكم جميعا فأنتم دائما في قلبي وكلكم شركاء في نعمة الله سواء في السجن أو في الدفاع عن البشارة وتأييدها والله يشهد كم أحن إليكم جميعا حنان المسيح يسوع وصلاتي لأجلكم هي هذه أن تزداد محبتكم عمقا في المعرفة والفهم فتختار الأفضل وتصير أنقياء لا لوم عليكم في يوم المسيح ممتلئين من ثمر البر بيسوع المسيح لمجد الله وحمده وأريد أيها الإخوة أن تعرف أن ما جرى لي ساعد على انتشار البشارة حتى إن وجود في السجن من أجل المسيح ذاع خبره في دار الحاكم وسائر الأماكن كلها وأن أكثر الإخوة شجعتهم في الرب قيودي فازدادوا جرأة على التبشير بكلمة الله من دون خوف ولا شك في أن بعضهم يبشر بالمسيح عن حسد ومنافسة وبعضهم يبشر به عن نية صالحة هؤلاء تدفعهم المحبة عارفين أن الله أقامني للدفاع عن البشارة وأولئك يدفعهم التحزب فلا يبشرون بالمسيح عن صدق حاسبين أنهم بذلك يزيدون متاعبي وأنا في السجن ولكن ما همني ما دام التبشير بالمسيح يتم في كل حال سواء كان عن إخلاص أو عن غير إخلاص بل هذا يسرني وخصوصا لأني أعرف أنه يعمل على خلاصي بفضل صلواتكم ومعونة روح يسوع المسيح فكل ما أتمناه وأرجوه أن لا أخذى أبدا بل أكون الآن وفي كل حين جريئا في العمل بكل كياني لمجد المسيح سواء عشت أو موت فالحياة عندي هي المسيح والموت ربح أما إذا كنت بحياة أقوم بعمل مثمر فلا أعرف ما أختار وأنا في حيرة بين أمرين أرغب في أن أترك هذه الحياة لأكون مع المسيح وهذا هو الأفضل ولكن بقاء بينكم أشد ضرورة لكم ولي ثقة بأن سأبقى بينكم جميعا لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان فيزيدكم حضور بينكم مرة ثانية فخرا بالمسيح يسوع فما يهم الآن هو أن تكون سيرتكم في الحياة لائقة ببشارة المسيح لأرى إذا جئتكم أو أسمع إذا كنت غائبا أنكم ثابتون بروح واحد وتجاهدون بقلب واحد في سبيل الإيمان بالبشارة لا تخافوا خصومكم في شيء فذلك برهان على هلاكهم وعلى خلاصكم وهذا من فضل الله لأنه أنعم عليكم أن تتألموا من أجل المسيح لا أن تكتفوا بالإيمان به مجاهدين الجهاد نفسه الذي رأيتمون أجاهده وتسمعون الآن أني لا أزال أجاهده الأصحاح الثاني فإن كان من عزاء في المسيح ومن هناء في المحبة ومن مشاركة في الروح ومن حنان ورأفة فتمموا فرحي بأن تكونوا على رأي واحد ومحبة واحدة وقلب واحد وفكر واحد منزهين عن التحزب والتباهي متواضعين في تفضيل الآخرين على أنفسكم ناظرين لا إلى منفعتكم بل إلى منفعة غيركم فكونوا على فكر المسيح يسوع هو في صورة الله ما اعتبر مساواته لله غنيمة له بل أخل ذاته واتخذ صورة العبد صار شبيها بالبشر وظهر في صورة الإنسان تواضع أطاع حتى الموت الموت على الصليب فرفعه الله أعطاه اسما فوق كل اسم لتنحني الاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وتحت الأرض ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب تمجيدا لله الآب فكما أطعتم كل حين أيها الأحباء أطيعوني الآن في غيابي أكثر مما أطعتموني في حضوري واعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة لأن الله يعمل فيكم ليجعلكم راغبين وقادرين على إرضائه واعملوا كل شيء من غير تذمر ولا خصام حتى تكونوا أنقياء لا لوم عليكم وأبناء الله بلا عيب في جيل ضال فاسد تضيئون فيه كالكواكب في الكون متمسكين بكلمة الحياة فأفتخر في يوم المسيح بأني ما سعيت ولا تعبت عبثا فلو سفكت دمي قربانا على ذبيحة إيمانكم وخدمته لفرحت وابتهجت معكم جميعا فافرحوا أنتم أيضا وابتهجوا معي وأرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم تيمو ثاوس في القريب العاجل حتى أعرف أحوالكم فيطمئن قلبي فما لي أحد مثله يهتم اهتماما صادقا بأمركم فكلهم يعمل لنفسه أرسلتموه إلي ليقوم بحاجتي فهو مشتاق إليكم جميعا ومتضايق لأنكم سمعتم بمرضه كان مريضا جدا حتى أشرف على الموت ولكن الله ترأف به وبي أنا أيضا لألا أزداد حزنا على حزن هذا ما جعلني أعجل في إرساله إليكم حتى إذا رأيتموه عاد الفرح إليكم وقل حزني فاقبلوه في الرب بكل فرح وأكرم أمثاله لأنه أشرف على الموت في خدمة المسيح وخاطر بنفسه ليكمل ما نقص من خدمتكم لي الأصحاح الثالث وبعد يا إخوتي فافرحوا في الرب لا تزعجني الكتابة إليكم بالأشياء نفسها ففي تكرارها سلامة لكم احترسوا من الكلاب احترسوا من عمال السوء احترسوا من أولئك الذين يشويهون الجسد فنحن أهل الختان الحقيقي لأننا نعبد الله بالروح ونفتخر بالمسيح يسوع ولا نعتمد على أمور الجسد مع أنه من حق أن أعتمد عليها أنا أيضاً فإن ظن غيري أن من حقه أن يعتمد على أمور الجسد فأنا أحق منه لأني مختون في اليوم الثامن لمولدي وأنا من بني إسرائيل من عشيرة بن يمين عبراني من العبرانيين أما في الشريعة فأنا فرسي وفي الغيرة فأنا متهد الكنيسة وفي التقوى حسب الشريعة فأنا بلا لوم ولكن ما كان لي من ربح حسبته خسارة من أجل المسيح بل أحسب كل شيء خسارة من أجل الربح الآظم وهو معرفة المسيح يسوع ربي من أجله خسرت كل شيء وحسبت كل شيء نفاية لأربح المسيح وأكون فيه فلا أتبرر بالشريعة بل بالإيمان بالمسيح وهو التبرير الذي يمنحه الله على أساس الإيمان فأعرف المسيح وأعرف القوة التي تجلت في قيامته وأشاركه في آلامه وأتشبه به في موته على رجاء قيامة من بين الأموات ولا أدعي أني فزت بذلك أو بلغت الكمال بل أسعى لعلي أفوز بما لأجله فاز بي المسيح يسوع أيها الإخوة لا أعتبر أني فزت ولكن يهمني أمر واحد وهو أن أنسى ما ورائي وأجاهد إلى الأمام فأجري إلى الهدف للفوز بالجائزة التي هي دعوة الله السماوية في المسيح يسوع فعلينا جميعا نحن السالكين في الكمال أن نكون من هذا الرأي وإن كان لكم رأي آخر فالله ينيره لكم أما الآن فلنتمسك صادقين بما حصلنا عليه اقتدوا بي أيها الإخوة وانظروا الذين يسيرون على مثالنا قلت لكم مرارا وأقول الآن والدموع في عيني إن هناك جماعة كثيرة تسلك في حياتها سلوك أعداء صليب المسيح هؤلاء عاقبتهم الهلاك وإلههم بطنهم ومجدهم عارهم وهمهم أمور الدنيا أما نحن فوطننا في السماء ومنها ننتظر بشوق مجيء مخلصنا الرب يسوع المسيح فهو الذي يبدل جسدنا الوضيع فيجعله على صورة جسده المجيد بما له من قدرة يخضع بها كل شيء الأصحاح الرابع إذن أيها الإخوة الذين أحبهم وأشتاق إليهم وهم فرحي وإكليلي اثبتوا على هذا كله في الرب يا أحبائي أناشد أفوديا وسنتيخة أن تكونا على اتفاق في الرب وأنت أيها الرفيق الأمين أريدك أن تساعدهما لأنهما جاهدتا معي في خدمة البشارة هما وإكليماندوس وسائر معاوني الذين أسماؤهم في كتاب الحياة افرحوا دائما في الرب وأقول لكم أيضا افرحوا ليشتهر صبركم عند جميع الناس مجيء الرب قريب لا تقلقوا أبدا بل أطلبوا حاجتكم من الله بالصلاة والابتهال والحمد وسلام الله الذي يفوق كل إدراك يحفظ قلوبكم وعقولكم في المسيح يسوع وبعد أيها الإخوة فاهتموا بكل ما هو حق وشريف وعادل وطاهر وبكل ما هو مستحب وحسن السمعة وما كان فضيلة وأهلا للمديح وعملوا بما تعلمتموه مني وأخذتموه عني وسمعتموه مني ورأيتموه فيا وإله السلام يكون معكم فرحت في الرب كثيرا عندما رأيت أنكم عدتم أخيرا إلى إظهار اهتمامكم بي نعم كان لكم هذا الاهتمام ولكن الفرصة ما سنحت لكم ولا أقول هذا عن حاجة لأني تعلمت أن أقنع بما أنا عليه فأنا أعرف أن أعيش في الضيقة كما أعرف أن أعيش في الساعة وفي جميع الظروف اختبرت الشبع والجوع والفرج والضيق وأنا قادر على تحملي كل شيء بالذي يقويني ومع ذلك كان حسنا أن تشاركون في محنتي وأنتم تعرفون يا أهلا فليبي أن ما من كنيسة منذ بدء عمل تبشري عندما تركت مكيدونية شاركتني في حساب الأخذ والعطاء إلا أنتم وحدكم ففي تسالونيكي نفسها أرسلتم إلي مرة ومرتين بما احتجت إليه أقول هذا لا لأني أرغب في العطاية ولكن لأني أريد أن أرى الربح يزداد بحسابكم فعندي الآن ما أحتاج إليه بل ما يزيد عن حاجته صرت بسعة حال بعدما حمل إلي أبا فروديتوس كل عطاياكم وهي تقديمة لله طيبة رائحة وذبيحة يقبلها ويرضى عنها والله يوفي حاجتكم كلها بما له من غنى عظيم في المسيح يسوع المجد لله أبينا إلى أبد الدهور آمين سلموا على جميع الإخوة القديسين في المسيح يسوع يسلم عليكم الإخوة الذين هم معي يسلم عليكم جميع الإخوة القديسين هنا وخصوصا الذين هم من حاشية القيصر ولتكن نعمة الرب يسوع المسيح مع روحكم رسالة كولوسي الأصحاح الأول من بولوس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله ومن أخينا تيموثاوس إلى القديسين الذين في كولوسي الإخوة المؤمنين في المسيح عليكم النعمة والسلام من الله أبينا نحمد الله أبا ربنا يسوع المسيح كلما صلينا من أجلكم على ما بلغنا من إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع الإخوة القديسين من أجل الرجاء الذي هيأه الله لكم في السماوات وهو الرجاء الذي سمعتم به في كلام الحق أي في البشارة التي وصلت إليكم كما وصلت إلى العالم كله فأخذت تثمر وتنتشر فيه كما تثمر وتنتشر بينكم منذ سمعتم بنعمة الله وعرفتموها حق المعرفة وهذا تعلمتموه من أبا فراس رفيقنا الحبيب في العمل لله والخادم الأمين للمسيح عندكم وهو الذي أخبرنا بما أنتم عليه من محبة في الروح لذلك نصل كل حين من أجلكم منذ سمعنا ذلك عنكم ونسأل الله أن يملأكم بمعرفة مشيئته وبالحكمة والفهم الروحي حتى تسلكوا في حياتكم كما يحق للرب ويرضيه كل الرضا وتثمروا كل عمل صالح وتنمو في معرفة الله متقوين بكل ما في قدرته المجيد من قوة لتتحمل فرحين كل شيء بثبات تام وصبر جميل شاكرين الآب لأنه جعلكم أهلا لأن تقاسم القدسين مرافهم في ملكوت النور فهو الذي نجان من سلطان الظلام ونقلنا إلى ملكوت ابنه الحبيب فكان لنا فيه الفداء أي غفران الخطايا هو صورة الله الذي لا يرى وبكر الخلائق كلها به خلق الله كل شيء في السماوات وفي الأرض ما يرى وما لا يرى أصحاب عرش كانوا أم سيادة أم رئاسة أم سلطان به وله خلق الله كل شيء كان قبل كل شيء وفيه يتكون كل شيء هو رأس الجسد أي رأس الكنيسة وهو البدء وبكر من قام من بين الأموات لتكون له الأولية في كل شيء لأن الله شاء أن يحل فيه الملء كله وأن يصالح به كل شيء في الأرض كما في السماوات فبدمه على الصليب حقق السلام وفيما مضى كنتم غرباء عن الله وأعداء له بأفكاركم وأعمالكم السيئة وأما الآن فصالحكم في جسد المسيح البشري حين أسلمه إلى الموت ليجعلكم في حضرته قدسين بلا عيب ولا لوم على أن تثبت في الإيمان راسخين غير متزعزعين ولا متحولين عن رجاء البشارة التي سمعتم بها وبلغت كل خليقة تحت السماء وصرت أنا بولوس خادما لها وأنا الآن أفرح بالآلام التي أعانيها لأجلكم فأكمل في جسدي ما نقص من آلام المسيح في سبيل جسده الذي هو الكنيسة التي صرت خادما لها بتدبير من الله لأجلكم فأجعل كلمة الله معروفة تمام المعرفة وهي السر الذي كتمه الله طوال الدهور والأجيال وكشفه الآن لقديسيه الذين أراد الله لهم أن يعرفوا كم كان هذا السر غنيا ومجيدا عند غير اليهود أي أن المسيح فيكم وهو رجاء المجد به ننادي ونبشر جميع الناس ونعلمهم بكل حكمة لنجعل كل إنسان كاملا في المسيح ولأجل هذا أتعب وأجاهد بفضل قدرته التي تعمل في بقوة الأصحاح الثاني وأحب أن تعرفوا كم أنا أجاهد من أجلكم ومن أجل الذين هم في لودكية ومن أجل سائر الذين ما رأوا وجهي لتتقوى قلوبهم وتشتد روابط المحبة بينهم فيكون لهم كل الغنى الناتج عن الفهم التام الذي به يدركون سر الله أي المسيح فهو الذي تكمن فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة أقول هذا لألا يخدعكم أحد بالكلام المعسول فمع أني غائب عنكم بجسدي فأنا معكم بالروح أفرح بما أرى فيكم من نظام وثبات في الإيمان بالمسيح فاسلكوا في الرب يسوع المسيح كما قبلتموه متأصلين راسخين فيه ثابتين في الإيمان الذي تعلمتموه شاكرين كل الشكر وانتبهوا لألا يسلب أحد عقولكم بالكلام الفلسفي والغرور الباطل القائم على تقاليد البشر وقوى الكون الأولية لا على المسيح ففي المسيح يحل ملء الألوهية كله حلولا جسديا وفيه تبلغون الكمال هو رأس كل رئاسة روحانية وسلطة وفي المسيح كان ختانكم ختانا لا بالأيدي بل بنزع جسم الخطايا البشري وهذا هو ختان المسيح فأنتم عندما تعمدتم في المسيح دفنتم معه وقمتم معه أيضا لأنكم آمنتم بقدرة الله الذي أقامه من بين الأموات كنتم أمواتا بخطياكم وبكونكم غير مختونين في الجسد فأحياكم الله مع المسيح وصفح لنا عن جميع خطيانا ومحى السق الذي علينا للفرائد وكان في غير صالحنا وأزاله مسمرا إياه على الصليب وخلع أصحاب الرئاسة والسلطة وجعلهم عبرة وقادهم أسرى في موكبه الظافر لا يحكم عليكم أحد في المأكول والمشروب أو في الأعياد والأهلة والسبوت فما هذه كلها إلا ظل الأمور المستقبلة أما الحقيقة فهي في المسيح ولا يسلبكم أحد جزائكم بما يدعو إليه من التواضع وعبادة الملائكة وما يرى من رؤى منتفخا من الكبرياء بتفكيره البشري الباطل غير متمسك بالرأس وهو الذي منه يتقوى الجسد كله ويتماسك بالأوصال والمفاصل لينمو كما يريد الله فإن كنتم مدتم مع المسيح وتخلصتم من قوى الكون الأولية فكيف تعيشون كأنكم تنتمون إلى هذا العالم لماذا تخضعون لمثل هذه الفرائض لا تلمس لا تذق هذا لا تمسك ذاك وهي كلها أشياء تزول بالاستعمال نعم هي أحكام وتعاليم بشرية لها ظواهر الحكمة لما فيها من عبادة خاصة وتواضع وقهر للجسد ولكن لا قيمة لها في ضبط أهواء الجسد الأصحاح الثالث وإن كنتم قمتم مع المسيح فاسعوا إلى الأمور التي في السماء حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بالأمور التي في السماء لا بالأمور التي في الأرض لأنكم مدتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله فمتى ظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا معه في مجده أميت إذن ما هو أرضي فيكم كالزنا والفسق والهوى والشهوة الرديئة والفجور فهو عبادة الأوثان وتلك أمور تجلب غضب الله على أبناء المعصية كذلك كانت حالكم فيما مضى حين كنتم تعيشون فيها أما الآن فتخلصوا من كل ما فيه غضب ونقمة وخبث وشتيمة لا تتلفظوا بالكلام البذيء ولا يكذب بعضكم على بعض لأنكم خلعتم الإنسان القديم وكل أعماله ولبستم الإنسان الجديد الذي يتجدد في المعرفة على صورة خالقه فلا يبقى هناك يهودي أو غير يهودي ولا مخطون أو غير مخطون ولا أعجمي أو بربري ولا عبد أو حر بل المسيح الذي هو كل شيء وفي كل شيء وأنتم الذين اختارهم الله فقدسهم وأحبهم إلبسوا عواطف الحنان والرأفة والتواضع والوداع والصبر احتملوا بعضكم بعضا وليسامح بعضكم بعضا إذا كانت لأحد شكوى من الآخر فكما سامحكم الرب سامحوا أنتم أيضا والبسوا فوق هذا كل المحبة فهي رباط الكمال وليملك في قلوبكم سلام المسيح فإليه دعاكم الله لتصير جسدا واحدا كونوا شاكرين لتحل في قلوبكم كلمة المسيح بكل غناها لتعلموا وتنبهوا بعضكم بعضا بكل حكمة رتلوا المزمير والتسبيح والأنشيد الروحية شاكرين الله من أعماق قلوبكم ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع حامدين به الله الآب أيتها النساء اخضعنا لأزواجكنا كما يليق في الرب أيها الرجال أحب نساءكم ولا تكون قساتا عليهم أيها البنون أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا يرضي الرب أيها الآباء لا تغيذوا أبناءكم لألا ييأسوا أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم في هذه الدنيا لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل بنقاوة القلب ومخافة الرب ومهما تعملوا فاعملوه من كل قلوبكم كأنه للرب لا للناس عالمين أن الرب سيكافئكم بميراثه فأنتم تخدمون الرب المسيح أما الذي يعمل الشر فسينال جزاء عمله ولا محابات الأصحاح الرابع أيها السادة عاملوا عبيدكم بالعدل والمساواة عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماء واضبوا على الصلاة متنبهين أن تكونوا فيها من الشاكرين وادعوا لنا أيضا ليفتح الله لنا باب الكلام حتى نبشر بسر المسيح فمن أجله أنا في السجن لأعلنه كما يجب علي أن أتكلم كونوا حكماء في معاملة الذين في خارج الكنيسة مغتنمين الفرصة السانحة ليكن كلامكم دائما لطيفا مليحا فتعرف كيف يجب أن تجيب كل إنسان سيخبركم عن أحوال كلها تخيكوس أخي الحبيب ومعاون الأمين ورفيق في خدمة الرب أرسلته إليكم خصوصا ليطلعكم على أحوالنا ويعزي قلوبكم وأرسلت معه أونيسيموس أخان الأمين الحبيب وهو واحد منكم فهما يخبرانكم بكل ما يجري عندنا يسلم عليكم أرس ترخص رفيقي في السجن ومرقص بن عم برنابة وهو الذي طلبت منكم أن ترحب به إذا جاء إليكم ويشوع المدعو يسطس فهم وحدهم من اليهود الذين عملوا معي في سبيل ملكوت الله فكانوا عونا لي يسلم عليكم أبا فراس وهو أيضا واحد منكم وعبد للمسيح يسوع يجاهد دائما عنكم في صلواته لتثبت في الكمال وتتمم كل ما يريده الله وأنا أشهد له بأنه يتعب كثيرا في العمل لأجلكم ولأجل الذين في لوديكية وهيرابوليس ويسلم عليكم لوق الطبيب الحبيب وديماس سلموا على الإخوة الذين في لوديكية وعلى نينفا والكنيسة التي تجتمع في بيتها وبعد قراءة هذه الرسالة عندكم أرسلوها إلى كنيسة لوديكية لتقرأها واطلبوا رسالتي إلى لوديكية لتقرؤوها أنتم أيضا قولوا لأرخبوس احرص على أن تتمم الخدمة التي قبلتها في الرب هذا السلام بخط يدي أنا بولوس اذكروا قيودي وَلْتَكُنْ نِعْمَةُ اللَّهِ مَعَكُمْ رسالة تسالونيكي الأولى الأصحاح الأول من بولوسا وسلوانوس وَثَبَاتٍ فِي الرَّجَاءِ فصرتم مثالا لجميع المؤمنين في مكدونيا وأخائيا لأن كلام الرب انتشر من عندكم لا إلى مكدونيا وبلاد أخائيا وحدهما بل ذاع خبر إيمانكم بالله في كل مكان وما بقي من حاجة بناء إلى الكلام عليه فهم يخبرون كيف قبلتمونا حين جئنا إليكم وكيف اهتديتم إلى الله وتركتم الأوثان لتعبدوا الله الحي الحق منتظرين مجيء ابنه من السموات وهو الذي أقامه الله من بين الأموات يسوع الذي ينجينا من غضب الله الآتي الأصحاح الثاني وتعرفون أيها الإخوة أن مجيئنا إليكم ما كان باطلا فمع كل ما لقيناه في فليبي من العذاب والإهانة كما تعرفون كانت لنا الجرأة من إلهنا أن نكلمكم ببشارة الله في وجه معارضة شديدة فنحن لا نعظ عن ضلال ولا دنس ولا خداع بل نتكلم كلاما من امتحنهم الله فأتمنهم على البشارة لا لنرضي الناس بل لنرضي الله الذي يختبر قلوبنا فما تملقنا لكم بكلمة كما تعرفون ولا أضمرنا طمعا يشهد الله ولا طلبنا المجد من الناس لا منكم ولا من غيركم مع أنه كان لنا حق عليكم لأننا رسل المسيح ولكننا حنون عليكم حنو الأم على أولادها حتى إننا تمنينا لو نشارككم في حياتنا لا في بشارة الله وحدها لأنكم صرتم أحباء إلينا فأنتم تذكرون أيها الإخوة جهدنا وتعابنا فكنا نبشركم بشارة الله ونحن نعمل في الليل والنهار لألا نثقل على أحد منكم وأنتم شهود والله شاهد أيضا كيف عاملناكم أنتم المؤمنين معاملة نزيهة عادلة لا لوم فيها كنا لكم كالأبي لأولاده كما تعرفون فوعظناكم وشجعناكم وناشدناكم جميعا أن تعيشوا عيشة تحق لله الذي يدعوكم إلى ملاكوته ومجده ثم إننا نحمد الله بغير انقطاع لأنكم لما تلقيتم من كلام الله ما سمعتموه منا قبلتموه لا على أنه كلام بشر بل على أنه بالحقيقة كلام الله يعمل فيكم أنتم المؤمنين فصرتم أيها الإخوة على مثال كنائس الله في المسيح يسوع تلك الكنائس التي باليهودية لأنه أصابكم من أبناء أمتكم ما أصابهم من آلام على أيدي اليهود الذين قاتلوا الرب يسوع والأنبياء والطهدون والذين لا يرضون الله ويعادون جميع الناس فيمنعون من تبشير سائر الأمم بما فيه خلاصهم فهم في كل مرة يجاوزون الحد بخطاياهم فينزل عليهم في النهاية غضب الله أما نحن أيها الإخوة فابتعادنا عنكم مدة من الزمن بالوجه لا بالقلب زادنا شوقا إليكم ورغبة في أن نشاهد وجهكم لذلك أردنا أن نجيئ إليكم وخصوصا أنا بولوس مرة ومرتين فعاقنا الشيطان فمن سيكون رجاءنا وفرحنا وإكليل افتخارنا أمام ربنا يسوع المسيح يوم مجيئه أما هو أنتم؟ نعم أنتم مجدنا وفرحنا الأصحاح الثالث ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينة فأرسلنا تمثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم لألا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد وذلك ما حدث كما تعرفون ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا والآن رجع إلينا تمثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة بل نحن الآن نحي ما دمتم ثابتين في الرب فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم وأن يكويا قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قدسيه أمين الأصحاح الرابع وبعد فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قدسين فتمتنعوا عن الزنا ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعد على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها ولكننا ننشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لألا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع ونقول لكم ما قاله الرب وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء فنكون كل حين مع الرب فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام الأصحاح الخامس أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة بكم أيها الإخوة أن يكتب إليكم فيها لأنكم تعرفون جيدا أن يوم الرب يجيء كاللص في الليل فحين يقول الناس سلام وأمان يفاجئهم الهلاك بغتة كما يفاجئ الحبل ألم الولادة فلا يقدرون على النجاة أما أنتم أيها الإخوة فلا تعيشون في الظلام حتى يفاجئكم ذلك اليوم مفاجأة اللص لأنكم جميعا أبناء النور وأبناء النهار فما نحن من الليل ولا من الظلام فلا ننم كسائر الناس بل علينا أن نسهر ونصحوا فإنما في الليل ينام النائمون وفي الليل يسكر السكارة أما نحن أبناء النهار فلنكن صاحين لابسين درع الإيمان والمحبة وخوثة رجاء الخلاص لأن الله جعلنا لا لغضبه بل للخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات من أجلنا لنحيا كلنا معه سواء كنا في يقضة الحياة أو في رقدة الموت فساعدوا وشجوا بعضكم بعضا مثل ما تفعلون الآن ونطلب إليكم أيها الإخوة أن تكرموا الذين يتعبون بينكم ويرعونكم في الرب ويرشدونكم وأن تعاملوهم بمنتهى الاحترام والمحبة من أجل عملهم عيشوا بسلام فيما بينكم ونناشدكم أيها الإخوة أن ترشدوا الكسالة وتشجعوا الخائفين وتساعدوا الضعفاء وتصبروا على جميع الناس انتبهوا أن لا يجازي أحد شرا بشر بل اعملوا الخير دائما بعضكم لبعض ولجميع الناس افرحوا دائما واضبوا على الصلاة احمدوا الله على كل حال فهذه مشيئة الله لكم في المسيح يسوع لا تعيقوا عمل الروح لا تستهينوا بالنبوات بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن وتجنبوا كل شر وإله السلام نفسه يقدسكم في كل شيء ويحفظكم منزهين عن اللوم سالمين روحا ونفسا وجسدا عند مجيء ربنا يسوع المسيح فالذي دعاكم أمين يفي بوعده صلوا لأجلنا أيها الإخوة سلموا على جميع الإخوة بقبلة مقدسة أناشدكم بالرب أن تقرأوا هذه الرسالة على جميع الإخوة لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح معكم رسالة تسالونيكي الثانية الأصحاح الأول من بولوسا وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة وهذا حق لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاتهاد والشدائد وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكون أهلا لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيدا عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به وأنتم أيضا لأنكم صدقتم شهادتنا لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلا لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح الأصحاح الثاني أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه فنطلب إليكم أيها الإخوة أن لا تتزعزع سريعا في أفكاركم ولا ترتعب من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه فسر المعصية يعمل الآن عمله ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنه سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه الأصحاح الثالث وبعد أيها الإخوة صلوا لأجلنا حتى ينتشر كلام الرب بسرعة ويتمجد مثل ما يتمجد عندكم وصلوا أيضا حتى ينجينا الله من الضالين الأشرار فما جميع الناس من المؤمنين لكن الرب أمين وهو سيقويكم ويحفظكم من الشرير ولنا كل الثقة في الرب أنكم تعملون ما أوصيناكم به وتتابعون عمله هذا الرب قلوبكم إلى ما في الله من محبة وما في المسيح من ثبات ونوصيكم أيها الإخوة باسم الرب يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ بطال يخالف التعاليم التي أخذتموها عننا فأنتم تعرفون كيف يجب أن تقتدوا بنا فما كنا بطالين حين أقمنا بينكم ولا أكلنا الخبز من أحد مجانا بل عملنا ليلا ونهارا بتعب وكد حتى لا نثقل على أحد منكم لا لأنه لا حق لنا في ذلك بل لنكون لكم قدوة تقتدون بها ولما كنا عندكم أعطيناكم هذه الوصية من لا يريد أن يعمل لا يحق له أن يأكل نقول هذا لأننا سمعنا أن بينكم بطالين ولا شغل لهم سوى التشاغل بما لا نفع فيه فهؤلاء نوصيهم ونناشدهم في الرب يسوع أن يشتاغلوا بهدوء ويأكلوا من خبزهم أما أنتم أيها الإخوة فلا تملوا من عمل الخير وإذا كان بينكم من لا يطيع كلامنا في هذه الرسالة فلاحظوه وتجنبوه ليخجل ولا تعملوه كعدو بل انصحوه كأخ ورب السلام نفسه يمنحكم السلام في كل وقت وفي كل حال ليكن الرب معكم جميعا هذا السلام بخط يد أنا بولوس هذه هي علامة في جميع رسائلي وهذه هي كتابتي لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أجمعين رسالة بولوس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول من بولوس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسوس لتوصي بعض الناس أن لا يعلم تعاليمة خالف تعاليمنا ولا يصغو إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبنية على الإيمان وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار بل للعصات والمتمردين للفجار والخاطئين للمدنسين والمستبيحين لقاتلي آبائهم وأمهاتهم لسفك الدماء للزنات والمبتلين بالشذوذ الجنسي لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي اؤتمنت عليها بشارة الله المبارك له المجد أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع هذا القول صادق ويستحق القبول التام وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم ولكني منلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره فيي أولا ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينال الحياة الأبدية لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين آمين أستودعك يتيم ثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم من بين هؤلاء همينايوس والإسكندر الذين أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلماء لا يجدفاه الأصحاح الثاني فأطلب قبل كل شيء أن تقيم الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة حتى نحي حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغوا إلى معرفة الحق لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضح بنفسه فدا لجميع الناس والشهادة على ذلك تمت في وقتها ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار لا بشعر مجدول وذهب ولا آلئ وثياب فاخرة بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشنا بطقوى الله وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتصلت على الرجل بل عليها أن تلزم الهدوء لأن آدم خلقه الله أولا ثم حواء وما أغوى الشرير آدم بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة الأصحاح الثالث صدق القول بأن من طمح إلى الأسقفية تمنى عملا كريمة فعل الأسقف أن يكون منزها عن اللوم زوج امرأة واحدة يقظا رصينا محتشما مضيافا صالحا للتعليم غير سكير ولا عنيف بل لطيفا يكره الخصام ولا يحب المال يحسن تدبير بيته ويجعل أولاده يطيعونه ويحترمونه في كل شيء فمن لا يحسن تدبير بيته فكيف يعتني بكنيسة الله ويجب أن لا يكون الأسقف حديث العهد في الإيمان لألا تسيطر عليه الكبرياء فيلقى العقاب الذي لقيه إبليس وعليه أن يشهد له الذين هم في خارج الكنيسة حتى لا يقع في العار وفي فخ إبليس ويجب أن يكون الشمامسة كذلك من أهل الوقار لا مخادعين ولا مدمني خمر ولا طامعين بالمكسب الخسيس وعليهم أن يحافظوا على سر الإيمان في ضمير طاهر ويجب أن يتم اختبارهم أولا فإذا كانوا بلا لوم أقيموا شمامسة وعلى النساء كذلك أن يكون من أهل الوقار غير نمامات يقذات أمينات في كل شيء وعلى الشمامسة أن يكون كل واحد منهم زوج امرأة واحدة وأن يحسنوا رعاية أولادهم وبيوتهم فالذين يحسنون الخدمة ينالون مكانة رفيعة وثقة عظيمة في الإيمان بالمسيح يسوع أكتب إليك هذه الرسالة راجياً أن أجئ إليك بعد قليل فإذا أبطأت فعليك أن تعرف كيف تتصرف في بيت الله أي كنيسة الله الحي عمود الحق ودعامته ولا خلاف أن سر التقوى عظيم الذي ظهر في الجسد وتبرر في الروح شاهدته الملائكة كان بشارة للأمم آمن به العالم ورفعه الله في المجد والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحاً مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعم خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق فكل ما خلق الله حسن فما من شيء يجب رفضه بل يجب قبول كل شيء بحمد لأن كلام الله والصلاة يقدسانه وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادماً صالحاً للمسيح يسوع متغذياً بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة وهذا قول صادق يستحق القبول التام فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه وعلى الأخص الذين يؤمنون فعليك أن توصي بهذا وتعلم لا تدع أحداً يستخف بشبابك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف واضب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء لا تهمل الهبة التي فيك فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك الأصحاح الخامس لا توبخ شيخاً بل أرشده بلطف كأنه أب لك وعامل الشبان كأنهم إخوة لك والعجائز كأنهن أمهات وأما الشابات فعاملهن بكل عفاف كأنهن أخوات أكرم الأرامل اللواتهن بالحقيقة أرامل وإذا كان لأرملة بنون أو حفدة فليتعلم أولاً أن يعامل أهل بيتهم بتقوى وأن يفو ما عليهم لوالديهم فهذا يرضي الله أما الأرملة حقاً وهي التي لا معيل لها فرجاؤها على الله تصلي وتتضرع إليه ليلاً ونهاره وأما الأرملة التي استسلمت للملذات فهي ميتة وإن تكن حية فأوصهن بذلك حتى لا ينالهن لوم ومن لا يعتني بأقربائه وخصوصاً أهل بيته أنكر الإيمان وهو أسوأ من غير المؤمن لا تكتب امرأة في سجل الأرامل إلا التي بلغت ستين سنة وكانت زوجة رجل واحد ومشهوداً لها بالعمل الصالح وربت أولادها تربية حسنة وأضافت الغرباء وغسلت أقدام الإخوة القديسين وساعدت المنكوبين وقامت بكل عمل صالح أما الأرامل الشابات فلا تكتبهن في سجل الأرامل لأنهن إذا أثارتهن الرغبة في الزواج استغنينا عن المسيح وبذلك ينقبن عهدهن الأول له فيستوجبن القصاص وهن مع ذلك يتعلمن البطالة والتنقل من بيت إلى بيت كما يتعلمن الثرفرة أيضاً والتشاغل بما لا يعنيهن والتكلم بما لا يليق لذلك أريد أن تتزوج الأرامل الشابات ويلدن الأولاد ويعتنين ببيوتهن فلا يكون للخصم مأخذ علينا وخصوصاً أن بعضهن ضللنا فاتبعنا الشيطان وإذا كان لمؤمنة أرامل فلتساعدهن ولا تثقل على الكنيسة حتى يمكنها أن تساعد الأرامل اللواتهن بالحقيقة أرامل وشيوخ الكنيسة الذين يحصنون القيام بعملهم يستحقون إكراماً مضاعفاً وخصوصاً الذين يتعابون في التبشير والتعليم فالكتاب يقول لا تكم الثور على البيدر وهو يدوس الحصاد ويقول أيضاً العامل يستحق أجرته لا تقبل الشكوى على شيخ إلا بشهادة شاهدين أو ثلاثة أما المذنبون فوبخهم أمام جميع الحاضرين حتى يخاف غيرهم وأناشدك أمام الله والمسيح يسوع والملائكة المختارين أن تحافظ على هذه الوصايا دون تحيز ولا محابات في كل ما تعمل لا تستعجل في وضع يديك على أحد ولا تكن شريكاً في خطايا غيرك واحفظ نفسك طاهرة لا تقتصر بعد اليوم على شرب الماء بل اشرب قليلاً من الخمر من أجل معدتك وما ينتابك من أمراض من الناس من تبدو ذنوبهم واضحة قبل الحساب ومنهم من لا تبدو ذنوبهم واضحة إلا بعد الحساب وكذلك الأعمال الصالحة تبدو واضحة والتي هي غير واضحة لا يمكن أن تخفى الأصحاح السادس على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلاً لكل احترام لألا يجدفا أحد على اسم الله وعلى التعاليم وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة بل عليهم أن يزيدوهم خدمة لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء علم هذا وعظ به فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة أقوال ربنا يسوع المسيح والتعليم الموافق للطقوة فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح نعم في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة فما جئنا العالم ومعنا شيء ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء يكفينا القوت والكسوة أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك فحب المال أصل كل شر وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة وجاهد في الإيمان جهادا حسنا وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بلاطس البنطي أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده ملك الملوك ورب الأرباب له وحده الخلود مسكنه نور لا يقترب منه ما رآه إنسان ولن يراه له الإكرام والعزة الأبدية آمين وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل بل على الله الذي يفيد علينا بكل ما ننعم به وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل فينالون الحياة الحقيقية يا تيموثاوس احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان لتكن النعمة معكم رسالة بولوس الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الأول من بولوس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله حسب الوعد بالحياة التي هي في المسيح يسوع إلى ابن الحبيب تيموثاوس عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا أحمد الله الذي أعبده بضمير طاهر كما عبده أجدادي وأنا أذكرك ليلا ونهارا في صلواتي أتذكر دموعك فيشتد شوق إلى رؤيتك لأمتلئ فرحه وأتذكر إيمانك الصادق الذي كان يسكن قلب جدتك لويس وقلب أمك أفنيك وأنا واثق أنه يسكن قلبك أيضا لذلك أنبهك أن تضرم الهبة التي جعلها الله لك بوضع يدي فما أعطانا الله روح الخوف بل روح القوة والمحبة والفطنة فلا تخجل بالشهادة لربنا وبأنا سجينه واشترك في الآلام من أجل البشارة متكلا على قدرة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بفضل أعمالنا بل وفقا لتدبيره ونعمته التي وهبها لنا في المسيح يسوع منذ الأزل وكشفها لنا الآن بظهور مخلصنا المسيح يسوع الذي قضى على الموت وأنار الحياة والخلود بالبشارة التي أقمت لها مبشرا ورسولا ومعلمة فأحتمل المشقات ولا أخجل لأني أعرف على من اتكلت وأثق بأنه قادر على أن يحفظ مأتمنني عليه إلى ذلك اليوم فعمل بالأقوال الصحيحة التي سمعتها مني واثبت في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع احفظ الوديعة الصالحة بعون الروح القدس الذي يسكن فينا أنت تعرف أن جميع الذين فئاسية تخلوا عني ومنهم في جولوس وهرموجينيس رحم الله بيت أونسي فوروس لأنه شجعني كثيرا وما خجل لقيودي بل أخذ يبحث عني عند وصوله إلى روما حتى وجدني أنعم الرب عليه بأن ينال الرحمة من الرب يوم مجيئه وأنت تعرف جيدا كم خدمني وأنا في أفاسوس الأصحاح الثاني وأنت يا ابني كن قويا بالنعمة التي في المسيح يسوع وسلم ما سمعته مني بحضور كثير من الشهود وديعة إلى أناس أمناء يكونون أهلا لأن يعلموا غيرهم شارك في احتمال الآلام كجندي صالح للمسيح يسوع فالجندي لا يشغل نفسه بأمور الدنيا إذا أراد أن يرضي قائده والمصارع لا يفوز بإكليل النصر إلا إذا صارع حسب الأصول والزارع الذي يتعب يجب أن يكون أول من ينال حصته من الغلة افهم ما أقوله لك والرب يجعلك قادرا على فهم كل شيء واذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات وكان من نسل داود وهي البشارة التي أعلنها وأقاسي في سبيلها الآلام حتى حملت القيود كالمجرم ولكن كلام الله غير مقيد ولذلك أحتمل كل شيء في سبيل المختارين حتى يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي صدق القول إننا إذا متنا معه عشنا معه وإذا صبرنا ملكنا معه وإذا أنكرناه أنكرنا هو أيضا وإذا كنا خائنين بقي هو أمينه لأنه لا يمكن أن ينكر نفسه ذكرهم بذلك وناشدهم أمام الله أن لا يدخل في المجادلات العقيمة لأنها لا تصلح إلا لخراب الذين يسمعونها واجتهد أن تكون رجلا مقبولا عند الله وعاملا لا يخجل في عمله ومستقيما في تعليم كلمة الحق وتجنب الجدل السخيف الفارغ فهو يزيد أصحابه كفرة وكلامهم يرعى كالآكلة ومن هؤلاء هيمينايوس وفليتوس الذان زاغا عن الحق حين زعما أن القيامة تمت فهدما إيمان بعض الناس ولكن الأساس المتين الذي وضعه الله يبقى ثابتا ومختوما بالقول إن الرب يعرف خاصته ومن يذكر اسم الرب يجب أن يتجنب الشر وفي البيت الكبير تكون الآنية من ذهب وفضة كما تكون أيضا من خشب وخزف بعضها لاستعمال شريف وبعضها لاستعمال دنيئ فإذا طهر أحد نفسه من كل هذه الشرور صار إناء شريفا مقدسا نافعا لربه أهلا لكل عمل صالح تجنب أهواء الشباب واطلب البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب بقلوب طاهرة وابتعد عن المماحكات الغبية الحمقاء لأنها تثير المشاجرات كما تعرف فعلى خادم الرب أن لا يكون مشاجرا بل رفيقا بجميع الناس أهلا للتعليم صبورة وديعا في تأديب المخالفين لعل الله يهديهم إلى التوبة ومعرفة الحق فيعود إلى وعيهم إذا ما أفلت من فخ إبليس الذي أطبق عليهم وجعلهم يطيعون مشيئته الأصحاح الثالث وعلم أن أزمنة صعبة ستجيء في الأيام الأخيرة يكون الناس فيها أننيين جشعين متعجرفين متكبرين شتامين لا يطيعون والديهم ناكري الجميل فاسقين لا رأفة لهم ولا عهد نمامين متهورين شرسين أعداء الخير خائنين وقحين أعمتهم الكبرياء يفضلون الملذات على الله متمسكين بقشور التقوى رافضين جوهرها فابتعد عن هؤلاء الناس ومنهم من يتسللون إلى البيوت ويغوون نساء ضعيفات مثقلات بالخطايا منقادات لكل أنواع الشهوات يتعلمن دائما ولا يمكنهن معرفة الحق أبدا وكما أن ينيس وينبريس قاوما موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق هم أناس عقولهم فاسدة لا يصلحون للإيمان ولكنهم لن يتوصل إلى شيء لأن حماقتهم ستنكشف لجميع الناس كمن كشفت حماقة يانيس وينبريس أما أنت فتبعتني في تعليمي وسيرتي ومقاصدي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي واحتمال الاضطهاد والعذاب وما أصابني في أنطاكيا وأيقونيا والإسترة وكم من اضطهاد عانيت وأنقذني الرب منها كلها فكل من أراد أن يحيا في المسيح يسوع حياة التقوى أصابه الاضطهاد أما الأشرار والدجالون فيزدادون شرا وهم خادعون مخدوعون فاثبت أنت على ما تعلمته علم اليقين عارفا عن من أخذته فأنت منذ طفولتك عرفت الكتب المقدسة القادرة على أن تزودك بالحكمة التي تهدي إلى الخلاص في الإيمان بالمسيح يسوع فالكتاب كله من وحي الله يفيد في التعليم والتفنيد والتقويم والتأديب في البر ليكون رجل الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح الأصحاح الرابع أناشدك أمام الله والمسيح يسوع الذي سيدين الأحياء والأموات عند ظهوره ومجيء ملكوته أن تبشر بكلام الله وتلح في أعلانه بوقته أو بغير وقته وأن توبخ وتنذر وطعظ صابرا كل الصبر في التعليم فسيجيء وقت لا يحتمل فيه الناس التعليم الصحيح بل يتبعون أهواءهم ويتخذون معلمين يكلمونهم بما يطرب آذانهم منصرفين عن سماع الحق إلى سماع الخرافات فكن أنت متيقظا في كل الأحوال واشترك في الآلام واعمل عمل المبشر وقم بخدمتك خير قيام أما أنا فذبيحة يراق دمها وساعة رحيل اقتربت جهدت الجهاد الحسن وأتممت شوطي وحافظت على الإيمان والآن ينتظرني إكليل البر الذي سيكافئني به الرب الديان العادل في ذلك اليوم لا وحدي بل جميع الذين يشتاقون إلى ظهوره تعال إلي سريعة لأن دماث تركني حبا بهذه الدنيا وسافر إلى تسالونيكي وسافر كريسكيس إلى غلاطية وطيطس إلى دلماطية وبقي لوق وحده معي خذ مرقسا وجئ به لأنه يفيدني كثيرا في خدمة الرب أما تخيكوس فأرسلته إلى أفسوس أحضر عند مجيئك عباءتي التي تركتها في ترواس عند كاربوس وأحضر الكتب أيضا وخصوصا مصاحف الجلد إسكندر النحاس أساء إلي كثيرا والرب سيجازيه على أعماله فاحترس منه أنت أيضا لأنه عارض أقوالنا معارضة شديدة ما وقف أحد معي عندما دافعت عن نفسي لأول مرة بل تلكوني كلهم صفح الله عنهم لكن الرب وقف معي وقواني فتمكنت من أعلان الدعوة لتسمع جميع الأمم فنجوت من فم الأسد وسينجيني الرب من كل شر ويحفظني لملكوته السماوي فله المجد إلى أبد الدهور آمين سلم على بيريسكلا وأكيلا وعلى أهل أونيسي فوروس أراستوس بقي في كورينثوس أما تروفيموس فتركته مريضا في ميليتوس أسرع في المجيء قبل الشتاء يسلم عليك أوبولوس وبوديس ولينوس وكلوديا والإخوة كلهم ليكن الرب مع روحك ولتكن النعمة معكم رسالة بولوس إلى تيتوس الأصحاح الأول من بولوس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي اتمنت عليها بأمر الله مخلصنا إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير متعقلا عادلا طقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل وخصوصا بين الذين هم من اليهود فعليك أن تسد أفواههم لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم أهل كريت كذابون أبدا ووحوش خبيثة وبطون كسالة وهذه شهادة صادقة فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحة فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق كل شيء طاهر للأطهار وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح الأصحاح الثاني أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكنا طريق القداسة غير نممات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير يعلمنا الشابات محبة أزواجهن وأولادهن متعقلات عفيفات يحصن العناية ببيوتهن مطيعات لأزواجهن لألا يستهين أحد بكلام الله وكذلك عظي الشبان ليكونوا متعقلين وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضح بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام ولا يستخف بك أحد الأصحاح الثالث ذكر المؤمنين أن يخضعوا للحكام وأصحاب السلطة ويطيعوهم ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح فلا يشتموا أحدا ولا يكونوا مماحكين بل لطفاء يعاملون جميع الناس بكل وداعة فنحن أيضا كنا فيما مضى أغبياء متمردين ضالين عبيدا للشهوات ولجميع أنواع الملفات نعيش في الخبث والحسد مكروهين يبغض بعضنا بعضا فلما ظهر حنان الله مخلصنا ومحبته للبشر خلصنا لا لأي عمل صالح عملناه بل لأنه شاء برحمته أن يخلصنا بغسل الميلاد الثاني لحياة جديدة بالروح القدس الذي أفاضه الله علينا وافرا بيسوع المسيح مخلصنا حتى نتبرر بنعمة المسيح ونرث الحياة الأبدية التي نرجوها هذا قول صادق وأريد أن تكون حازما في هذا الأمر حتى ينصرف المؤمنون بالله إلى العمل الصالح فهذا حسن ومفيد للناس أما المجادلة السخيفة وذكر الأنساب والخلاف والمناقشة في الشريعة فتجنبها لأنها لا تفيد ولا تنفع وأما صاحب البدع فأعرض عنه بعد أن تنذره مرة أو مرتين فأنت تعرف أن من كان مثله ضل وأخطأ وحكم على نفسه وحينما أرسل إليك أرتماس أو تيخيكوس أسرع واتبعني إلى نيكوبوليس لأني أنوي أن أقضي الشتاء هناك ساعد قدر إمكانك زيناس عالم الشريعة وأبولوس في الاستعداد للسفر حتى لا ينقصهما شيء ويجب على جماعتنا المؤمنين أن يتعلموا حسن القيام بالعمل الصالح ليسد الحاجات الضرورية ولا تكون حياتهم عقيمة يسلم عليك جميع الذين معي سلم على أحبائنا في الإيمان ولتكن النعمة معكم جميعا رسالة بولوس إلى فليمون الأصحاح الأول من بولوس سجين المسيح يسوع ومن أخينة مثاوس إلى فليمون عزيزنا ورفيقنا في العمل وإلى الكنيسة التي تجتمع في بيتك وإلى أختنا أبفية وإلى رفيقنا في الجهاد أرخبوس عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح كلما ذكرتك في صلواتي شكرت إلهي على ما بلغني من إيمانك ومن محبتك للرب يسوع ولجميع الإخوة القديسين داعيا أن تكون مشاركتك في الإيمان سبيلا إلى إظهار كل ما نقدر عليه من خير لأجل المسيح وكم كان سروري وعزائي عظيمين بمحبتك أيها الأخ لأنك أنعشت قلوب الإخوة القديسين لذلك فمع أن لي كل الجرأة في المسيح أن آمرك بما يجب عليك فإني آثرت أن أناشدك باسم المحبة أنا بولوس الشيخ الكبير والسجين الآن من أجل المسيح يسوع في أمر ابني أوني سيموس الذي ولدته في الإيمان وأنا في السجن وكان فيما مضى غير نافع لك فصار اليوم نافع لك وليه أرده إليك أرد قلبي نفسه وكنت أحب أن أبقيه هنا معي ليخدمني بدلا منك وأنا سجين من أجل البشارة ولكني لا أريد أن أعمل شيئا من دون رضاك ليكون هذا الإحسان منك طوعا لا قصرة ولعل أوني سيموس ابتعد عنك بعض الوقت ليعود إليك للأبد لا ليكون عبدا بعد اليوم بل أفضل من عبد أي أخا حبيبا في المسيح وهو أخ حبيب إلي فكم بالأحرى إليك أنت سواء كعبد في الجسد أو كأخ في الرب فإن كنت تحسبني شريكا لك في الإيمان فاقبله كما تقبلني وإن كان أساء إليك في شيء وكان لك عليه دين فاحسبه علي وأنا بول سأوفي وهذا أكتبه بخط يدي ولا أقول لك أنت مدين لي بنفسك كلها نعم يا أخي أحسن إلي في الرب وأنعش قلبي في المسيح ولثقة وأنا أكتب إليك بأنك ستلبي طلبي بل أنا على يقين أنك ستعمل أكثر مما أطلب منك وما عدا ذلك فاحجز لي مكانا لإقامتي لأني أرجو أن يستجيب الله لصلواتكم فيردني إليكم يسلم عليك أبا فراس السجين معي في سبيل المسيح يسوع وماركوس وأرسترخس وديماس ولوقى رفاق في العمل لتكن نعمة الرب يسوع المسيح مع روحكم رسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم هو بهاء مجد الله وصورة جوهره يحفظ الكون بقوة كلمته ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم فلمن من الملائكة قال الله يوما أنت ابني وأنا اليوم ولدتك وقال أيضا سأكون له أبا ويكون لي ابنا وعندما أرسل ابنه البكرة إلى العالم قال أيضا لتسجد له كل ملائكة الله وفي الملائكة قال الله جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه له بنار أما في لبني فقال عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور وصولجان العدل صولجان ملكك تحب الحق وتبغض الباطل لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق وقال أيضا أنت يا رب أسست الأرض في البدء وبيديك سنعط السماوات هي تزول وأنت تبقى وكلها كالثوب تبلى تطويها طي الرداء فتتغير وأنت أنت لا تنتهي أيامك ولمن من الملائكة قال الله يوما اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدمك أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص الأصحاح الثاني لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لألا نضل فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه وأيض الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره وما هو ابن آدم حتى تفتقده نقصته حينا عن الملائكة وكللته بالمجد والكرامة وأخضعت كل شيء تحت قدمين فإذا كان الله أخضع له كل شيء فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة أعني يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان نعم كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة ويقول أيضا على الله الدكالي وأيضا ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت جاء لا ليساعد الملائكة بل ليساعد نسل إبراهيم فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله فيكفر عن خطايا الشعب لأنه هو نفسه تألم بالتجربة فأمكنه أن يعين المجربين الأصحاح الثالث فيا إخوة القديسين المشتركين في دعوة الله تأملوا يسوع رسول إيماننا ورئيس كهنته فهو أمين للذي اختاره كما كان موسى أمينا لبيت الله أجمع ولكن يسوع كان أهلا لمجد يفوق مجد موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة تفوق كرامة البيت فكل بيت له من يبنيه وبان كل شيء هو الله وكان موسى أمينا لبيت الله أجمع لكونه خادما يشهد على ما سيعلنه الله أما المسيح فهو أمين لبيت الله لكونه ابن الله ونحن بيته إن تمسكنا بالثقة والفخر بما لنا من رجاء لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إذا سمعتم صوت الله فلا تقصوا قلوبكم كما فعلتم يوم العسيان يوم التجربة في الصحراء حيث جربني آباءكم وامتحنوني ورأوا أعمال مدة أربعين سنة لذلك غضبت على ذلك الجيل وقلت قلوبهم بقيت في الضلال وما عرفوا طرقي فأقسمت في غضبي أن لا يدخلوا في راحتي فانتبهوا أيها الإخوة ألا يكون بينكم من له قلب شرير غير مؤمن فيرتدى عن الله الحي بل ليشجع بعضكم بعضا كل يوم ما دامت لكم كلمة اليوم التي في الكتاب لألا تغري الخطيئة أحدكم فيقصوا قلبه فنحن كلنا شركاء المسيح إذا تمسكنا إلى المنتهى بالثقة التي كانت لنا في البدء فالكتاب يقول اليوم إذا سمعتم صوت الله فلا تقصوا قلوبكم كما فعلتم يوم العسيان فمن هم الذين تمردوا عليه بعدما سمعوا صوته أما هم جميع الذين خرج بهم موسى من مصر وعلى من غضب الله مدة أربعين سنة أما كان على الذين خطئوا فسقطت جثثهم في الصحراء ولمن أقصم الله أن لا يدخلوا في راحتي أما كان للمتمردين عليه ونرى أنهم ما قدروا على الدخول لقلة إيمانهم الأصحاح الرابع فما دام لنا وعد الدخول في راحة الله فعلينا أن نخاف من أن يحسب أحد نفسه متأخرا سمعنا البشارة كما سمعوها هم ولكنهم من تفعوا بالكلام الذي سمعوه لأنه كان غير ممتزج عندهم بالإيمان أما نحن المؤمنين فندخل في راحة الله فهو الذي قال أقصمت في غضبي أن لا يدخلوا في راحتي مع أن عمله تم منذ إنشاء العالم وقال في الكلام على اليوم السابع واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله وقال أيضا لن يدخلوا في راحتي وإذا كان الذين سمعوا البشارة أولا ما دخلوا في راحة الله لعصيانهم فإنه بقي لآخرين أن يدخلوا فيها لذلك عاد الله إلى توقيت يوم هو اليوم في قوله بلسان داود بعد زمن طويل ما سبق ذكره وهو اليوم إذا سمعتم صوت الله فلا تقصوا قلوبكم فلو كان ياشوع أدخلهم في راحة الله لما ذكر الله فيما بعد يوما آخر فبقيت إذا لشعب الله راحة مثل راحة الله في اليوم السابع لأن من دخل في راحة الله يستريح من أعماله كما استراح الله من أعماله فلنبذل جهدنا في سبيل الدخول في تلك الراحة لأن لا يقع أحد في مثل ذلك التمرد وكلمة الله حية فاعلة أمضى من كل سيف له حدان تنفذ في الأعماق إلى ما بين النفس والروح والمفاصل ومخاخ العظام وتحكم على خواطر القلب وأفكاره فما من خليقة تخفى على الله بل كل شيء عار مكشوف لعينيه وله نؤدي الحساب فلنتمسك بإيماننا لأن لنا في يسوع ابن الله رئيس كهنة عظيما اجتاز السماوات ورئيس كهنتنا غير عاجز عن أن يشفق على ضعفنا وهو الذي خضع مثلنا لكل تجربة ما عدا الخطيئة فلنتقدم بثقة إلى عرش واهب النعمة لننال رحمة ونجد نعمة تعيننا عند الحاجة فكل رئيس كهنة يؤخذ من بين الناس ويقام من أجل الناس في خدمة الله ليقدم القرابين والذبائح تكفيرا عن الخطايا وهو قادر أن يترفق بالجهال والضالين لأنه هو نفسه متلبس بالضعف فكان عليه أن يقدم كفارة لخطاياه كما يقدم كفارة لخطايا الشعب وما من أحد يتولى بنفسه مقام رئيس كهنة إلا إذا دعاه الله كما دعى هارون وكذلك المسيح ما رفع نفسه إلى هذا المقام بل الله الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك وقال له في مكان آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق وهو الذي في أيام حياته البشرية رفع الصلوات والتدرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن يخلصه من الموت فاستجاب له لتقواه وتعلم الطاعة وهو الابن بما عاناه من الألم ولما بلغ الكمال صار مصدر خلاص أبدي لجميع الذين يطيعونه لأن الله دعاه رئيس كهنى على رتبة ملك صادق ولنا في هذا الموضوع كلام كثير ولكنه صعب التفسير لأنكم بطئوا الفهم وكان لكم الوقت الكافي لتصير معلمين إلا أنكم لا تزالون بحاجة إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لأقوال الله فأنتم بحاجة إلى لبن لا إلى طعام قوي وكل من كان طعامه اللبن يكون طفلاً لا خبرة له في كلام البر أما الطعام القوي فهو للكاملين الذين تدربت حواسهم بالممارسة على التمييز بين الخير والشر الأصحاح السادس فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية وهذا ما نفعل بإذن الله فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاءكم لا نريد أن تكونوا متكاسلين بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيارثون ما وعد الله فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به قال بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم فكان لنا بالوعد والقسم وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق الأصحاح السابع وكان ملك صادق هذا ملك ساليم وكاهن الله العلي خرج لملاقات إبراهيم عند رجوعه بعدما هزم الملوك وباركه وأعطاه إبراهيم العشر من كل شيء وتفسير اسمه أولا ملك العدل ثم ملك ساليم أي ملك السلام وهو لا أبى له ولا أمة ولا نسب ولا لأيامه بداء ولا لحياته نهاية ولكنه على مثال ابن الله يبقى كاهنا إلى الأبد فانظروا ما أعظمه إبراهيم نفسه وهو رئيس الآباء أعطاه العشر من خيرة الغنائم والكهنة الذين من بني لاوي تأمرهم الشريعة بأن يأخذ العشر من الشعب أي من بني عشيرتهم مع أنهم خرجوهم أيضا من صلب إبراهيم وما كان ملك صادق من نسل لاوي ولكنه أخذ العشر من إبراهيم وباركه وهو الذي نال الوعد من الله ولا خلاف في أن الأكبر هو الذي يبارك الأصغر ثم إن العشر للكهنة يأخذه بشر مائتون وأما العشر لملك صادق فأخذه الذي يشهد الكتاب له بأنه حي ويمكن القول إن لاوي نفسه وهو الذي يأخذ العشر أدى العشر على يد إبراهيم لأنه كان في صلب أبيه إبراهيم يوم خرج ملك صادق لملاقاته ولو كان الكمال تحقق بالكهنوت اللوي وهو أساس الشريعة التي تسلمها الشعب فأية حاجة بعده إلى أن يظهر كاهن آخر على رتبة ملك صادق وما قال الكتاب على رتبة هارون لأنه إذا تبدل الكهنوت فلابد من أن تتبدل الشريعة والذي يقال هذا فيه ينتمي إلى عشيرة أخرى ما قام أحد منها بخدمة المذبح فمن المعروف أن ربنا طلع من يهوثه وما ذكر موسى هذه العشيرة في كلامه على الكهنة ومما يزيد الأمر وضوحا أنه على مثال ملك صادق ظهر الكاهن الآخر لا على أساس نسب بشري بل بقوة حياة لا تزول فشهادة الكتاب له هي أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق وهكذا بطلت الوصية السابقة لضعفها وقلة فائدتها لأن شريعة موسى ما حققت الكمال في شيء فحل محلها رجاء أفضل منها نتقرب به إلى الله وما تم هذا بلا يمين من الله فأولئك اللاويون أقيموا كهنة بلا يمين وأما يسوع فأقيم كاهنا بيمين من الله الذي قال له أقسم الرب ولن يندم أنك كاهن إلى الأبد وهكذا صار يسوع ضمانا لعهد أفضل من العهد الأول وأولئك الكهنة عددهم كثير لأن الموت كان يمنع بقاءهم وأما يسوع الذي يبقى إلى الأبد فله كهنوت لا يزول وهو قادر أن يخلص الذين يتقربون به إلى الله خلاصا تاما لأنه حي باق ليشفع لهم فيسوع إذن هو رئيس الكهنة الذي يناسبنا هو قدوس بريء لاعب فيه ولا صلة له بالخاطئين ارتفع إلى أعلى من السماوات وهو بخلاف رؤساء الكهنة لا حاجة به إلى أن يقدم الذبائح كل يوم كفارة لخطاياه أولا ثم لخطايا الشعب لأنه فعل هذا مرة واحدة حين قدم نفسه وشريعة موسى تقيم من البشر الضعفاء رؤساء كهنة أما كلام القسم بعد الشريعة فيقيم الابن الذي جعل كاملا إلى الأبد الأصحاح الثامن وخلاصة القول هي أن لنا رئيس كهنة هذه عظمته جلس عن يمين عرش الجلال في السماوات خادما لقدس الأقداس والخيمة الحقيقية التي نصبها الرب لا الإنسان ويقام كل رئيس كهنة ليقدم القرابين والذبائح فلابد أن يكون لرئيس كهنتنا شيء يقدمه فلو كان يسوع في الأرض لما أقيم كاهنا لأن هناك من يقدم القرابين وفقا للشريعة هؤلاء يخدمون صورة وظلا لما في السماوات فحين أراد موسى أن ينصب الخيمة أوحى إليه الله قال انظر وأعمل كل شيء على المثال الذي أريتك إياه على الجبل ولكن المسيح نال خدمة أفضل من التي قبلها بمقدار ما هو وسيط لعهد أفضل من العهد الأول لأنه قام على أساس وعود أفضل من تلك فلو كان العهد الأول لا عيب فيه لما دعت الحاجة إلى عهد آخر والله يلوم شعبه بقوله يقول الرب ها هي أيام تجيب أقطع فيها لبني إسرائيل ولبني يهوذا عهدا جديدا لا كالعهد الذي جعلته لآبائهم يوم أخذت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر فما ثبتوا على عهدي لذلك أهملتهم أنا الرب وهذا هو العهد الذي أعاهد عليه بني إسرائيل في الأيام الآتية يقول الرب سأجعل شرائعي في عقولهم وأكتبها في قلوبهم فأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا فلا أحد يعلم ابن شعبه ولا أخاه فيقول له اعرف الرب لأنهم سيعرفوني كلهم من صغيرهم إلى كبيرهم فأصفحوا عن ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد والله بكلامه على عهد جديد جعل العهد الأول قديما وكل شيء عطق وشاخ يقترب من الزوال الأصحاح التاسع فالعهد الأول كانت له شعائر العبادة والقدس الأرضي فكان هناك مسكن منصوب هو المسكن الأول الذي يقال له القدس وفيه المنارة والمائدة وخبز القربان وكان وراء الحجاب الثاني مسكن يقال له قدس الأقداس وفيه المبخرة الذهبية وتابوت العهد وكله مغشا بالذهب وفيه وعاء ذهبي يحتوي المن وفيه عصى هارون التي أورقت ولوحا وصايا العهد وكان فوق التابوت كربال مجد يظللان الغطاء ولا مجال الآن للكلام على هذا كله بالتفصيل كان كل شيء على هذا الترتيب فيدخل الكهنة إلى المسكن الأول في كل وقت ويقومون بشعائر العبادة ولكن رئيس الكهنة وحده يدخل إلى المسكن الثاني مرة في السنة ولا يدخلها إلا ومعه الدم الذي يقدمه كفارة لخطاياه وللخطايا التي ارتكبها الشعب عن جهل منهم وبهذا يشير الروح القدس إلى أن الطريق إلى قدس الأقداس غير مفتوح ما دام المسكن الأول قائما وهذا الترتيب رمز إلى الزمن الحاضر وكان يتم فيه تقديم قرابين وذبائح لا تقدر أن تجعل الكاهنة كامل الضمير فهي أحكام تخص الجسد وتقتصر على المأكل والمشرب ومختلف أسليب الغسل وكانت مفروضة إلى الوقت الذي يصلح الله فيه كل شيء ولكن المسيح جاء رئيس كهنة للخيرات المستقبلة واجتاز خيمة أعظم وأكمل من تلك الخيمة الأولى غير مصنوعة بأيدي البشر أي أنها لا تنتمي إلى هذه القليقة فدخل قدس الأقداس مرة واحدة لا بدم التيوس والعجول بل بدمه فكسب لنا الخلاص الأبدي فإذا كان رش دم التيوس والثيران ورماد العجلة يقدس المنجسين ويطهر جسدهم فما أولى دم المسيح الذي قدم نفسه إلى الله بالروح الأزلي قربانا لعب فيه أن يطهر ضمائرنا من الأعمال الميتة لنعبد الله الحي لذلك هو الوسيط لعهد جديد ينال فيه المدعوون المراث الأبدي الموعود لأنه مات كفارة للمعاصي التي ارتكبها الشعب في أيام العهد الأول فحيث تكون الوصية يجب إثبات موت الموسي لأن الوصية مرهونة بموت الموسي فلا فعل لها ما دام الموسي حياً ولذلك تكرس العهد الأول أيضاً بالدم فموسى بعدما تلا على مسامع الشعب جميع الوصايا كما هي في الشريعة أخذ دم العجول والطيوس ومعه ماء وصوف قرمزي وزوفة ورشه على كتاب الشريعة نفسه وعلى الشعب كله وقال هذا هو دم العهد الذي أمركم الله به وكذلك رش الخيمة وكل أدوات العبادة بالدم ويكاد لا يطهر شيء حسب الشريعة إلا بالدم وما من مغفرة بغير إراقة دم فإذا كان مثال الأمور السماوية يلزمه التطهير بهذه الشعائر فالأمور السماوية نفسها يلزمها تطهير بذبائح أفضل من تلك لأن المسيح ما دخل قدساً صنعته أيدي البشر صورة للقدس الحقيقي بل دخل السماء ذاتها ليظهر الآن في حضرة الله من أجلنا لأنه سيقدم نفسه عدة مرات كما يدخل رئيس الكهنة قدس الأقداس كل سنة بدم غير دمه وإلا لكان عليه أن يتألم مرات كثيرة منذ إنشاء العالم ولكنه ظهر الآن مرة واحدة عند اكتمال الأزمنة ليزيل الخطيئة بتقديم نفسه ذبيحة لله وكما أن مصير البشر أن يموت مرة واحدة وبعد ذلك الدينون فكذلك المسيح قدم نفسه مرة واحدة ليزيل خطايا الكثير من الناس وسيظهر ثانية لا لأجل الخطيئة بل لخلاص الذين ينتظرونه الأصحاح العاشر الأصحاح العاشر فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة في حين أن تلك الذبائح ذكر للخطايا سنة بعد سنة لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم ما أردت ذبيحة ولا قربانا لكنك هيأت لي جسدا لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا فقل ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب فهو قال أولا ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة ثم قال ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا ثم جلس عن يمين الله وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا فبعد أن قال هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية يقول الرب سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد فحيث يكون الصفح عن هذا كله لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب أي في جسده وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل وقلوبنا مطهرة من سوء النية وإجسادنا مغسولة بماء طاهر ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له لأن الله الذي وعد أمين وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصات من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة فنحن نعرف الذي قال لي الانتقام وأنا الذي يشازي وقال أيضا الرب سيدين شعبه فالويل لمن يقع في يد الله الحي تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عملوا بمثل هذا العمل فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول لا تفقدوا إذا ثقتكم فلها جزاء عظيم وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت فيأتي الآت ولا يبطئ البار عند بالإيمان يحيا وإن ارتد لا أرضى به فما نحن من أهل الارتداد لنهلك بل من أهل الإيمان لنخلص الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه وبه شهد الله للقدماء بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه فصدر ما نراه مما لا نراه بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرض الله وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه بالإيمان اتعظى نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب وبالإيمان نزل في أرض المعاد كأنه في أرض غريبة وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس والله مهندسها وبانيها بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جوزت السن لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه ولكنهم كانوا يشتقون إلى وطن أفضل منه أي إلى الوطن السماوي لذلك لا يستح الله أن يكون إلههم فهو الذي أعد لهم مدينة بالإيمان قدم إبراهيم بنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما ابتحنه الله قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له بإسحاق يكون لك نسلو واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات لذلك عاد إليه ابنه إسحاق وفي هذا رمز بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيس لخيرات المستقبل وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر وأوصى أين يدفنون عظامه بالإيمان أخفى والداء موسى ابنهما ثلاثة أشهر بعد مولده لأنهما رأيات طفل جميلاً وما أخافهما أمر الملك بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنه لبنت فرعون وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لأن لا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل بالإيمان عبر بني إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر ولما حاول المصريون عبوره غرقوا بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف بها بني إسرائيل سبعة أيام بالإيمان نجت راحاب البغي من الهلاك مع العصات لأنها رحبت بالجاسوسين وماذا أقول بعد الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسد أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم فتاه في البرار والجبال والمغاور وكهوف الأرض وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا الأصحاح الثاني عشر أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره فجلس عن يمين عرش الله فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لألا تيأسوا وتضعف نفوسكم فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين لا تحتقر يبني تأديب الرب ولا تيأس إذا وبخك لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه فتحملوا التأديب والله إنما يعاملكم معاملة البنين وأي ابن لا يؤدبه أبوه فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين فأنتم ثمرة الزنا لا بنون كان أباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم فلا ينحرف الأعرج بل يشفى سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب وحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة مع أنه طلبها باكيا وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت كان المنظر رهيبا حتى أن موسى قال أنها مرعوب مرتعد بل أنتم اقتربتم من جبل سهيون من مدينة الله الحي من أرشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات من الله ديان البشر جميعا من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال من يسوع وصيت العهد الجديد من دم مرشوش أفصح من دم هابيل فاحرسوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم فإذا كان الذين رفضوا المتكلمة بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلمة من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين ولكنه الآن وعدنا فقال سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لطبق الأشياء التي لا تتزعزع فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها لأن إلهنا نار آكلة الأصحاح الثالثة عشر حافظوا على المحبة الأخوية ولا تنسوا الضيافة لأن بها أضاف بعضهم الملائكة وهم لا يدرون اذكروا المسجونين كأنكم مسجونون معهم واذكروا المعذبين كأنكم أنتم أنفسكم تتعذبون في الجسد ليكن الزواج مكرما عند جميع الناس وليكن فراش الزوجية طاهرا لأن الله سيدين الفاجرين والزنات لتكن سيرتكم منزهة عن محبة المال واقنعوا بما عندكم قال الله لا أهبلك ولا أتركك فيمكننا أن نقول واثقين الرب عوني فلا أخاف وماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي اذكروا مرشديكم الذين خاطبوكم بكلام الله واعتبروا بحياتهم وموتهم واقتدوا بإيمانهم أما يسوع فهو هو بالأمس واليوم وإلى الأبد لا تنقاضوا إلى الضلال بتعاليم مختلفة غريبة فمن الخير أن تتقوى قلوبكم بالنعمة لا بالأطعمة التي لا نفع منها للذين يتعاطونها لنا مذبح لا يحق للذين يخدمون خيمة العهد أن يأكلوا منه لأن الحيوانات التي يدخل رئيس الكهنة بدمها إلى قدس الأقداس كفارة للخطيئة تأكل النار أجسامها في خارج المحلة ولذلك مات يسوع في خارج باب المدينة ليقدس الشعب بدمه فلنخرج إليه إذن في خارج المحلة حاملين عارة فما لنا هنا في الأرض مدينة باقية ولكننا نسعى إلى مدينة المستقبل فلنقدم لله بالمسيح ذبيحة الحمد في كل حين ثمرة شفاه تسبح باسمه لا تنسوا عمل الخير والمشاركة في كل شيء فمثل هذه الذبائح ترضي الله أطيعوا مرشديكم واخضعوا لهم لأنهم يسهرون على نفوسكم كأن الله يحاسبهم عليها فيعملوا عملهم بفرح لا بحسرة يكون لكم فيها خسارة صلوا لأجلنا فنحن وافقون لسلامة ضميرنا راغبون أن نحسن التصرف في كل شيء أطلب إليكم هذا بإلحاح حتى يردني الله إليكم في أسرع وقت وأرجو إله السلام الذي أقام من بين الأموات بدم العهد الأبدي راعي الخراف العظيم ربنا يسوع أن يجعلكم كاملين للعمل بمشيئته في كل شيء صالح وأن يعمل فينا ما يرضيه بيسوع المسيح له المجد إلى أبد الآبدين آمين وأطلب إليكم أيها الإخوة أن يتسع صدركم لرسالة هذه لأني كتبتها باختصار أخبركم أن أخانا تيموثاوس أخلي سبيله فإن حضر عم قريب جئت معه لأراكم سلموا على جميع مرشديكم وعلى جميع الإخوة القديسين يسلم عليكم الإخوة الذين في إيطاليا لتكن النعمة معكم أجمعين رسالة يعقوب الأصحاح الأول من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتين عشرة سلام إفرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر فليكن الصبر حافزاً لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم وليطلبها بإيمان لارتياب فيه لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لاعبت به الريح فهيجته ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته لأن الغني كزهر العشب يزول تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله هنيئاً لمن يصبر على المحنة لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت لا تضلوا يا إخوة الأحباء فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أب الأنوار وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلاً شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه واعلموا هذا يا إخوة الأحباء ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع بطيئاً عن الكلام بطيئاً عن الغضب لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر وتقبلوا بوداع ما يغرص الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم ولكن لا تكتفوا بسماء كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة سورة وجهه فهو ينظر نفسه وينضي ثم ينسى في الحال كيف كان وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة شريعة الحرية ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها فهنيئا له فيما يعمل ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ديقتهم وأن يصون نفسه من دنس العالم الأصحاح الثاني وما دمتم يا إخوتي مؤمنين بربنا يسوع المسيح له المجد فلا تحابوا أحدا فإذا دخل مجمعكم غني في إصبعه خاتم من ذهب وعليه ثياب فاخرة ثم دخل فقير عليه ثياب عطيقة فالتفتتم إلى صاحب الثياب الفاقرة وقلتم له إجلس أنت هنا في صدر المكان وقلتم للفقير قف أنت هناك أو إجلس هنا عند أقدامنا ألا تكونون ميستم أحدهما دون الآخر وجعلتم أنفسكم قضاة ساءت أفكارهم اسمعوا يا إخوة الأحباء أما اختار الله فقراء هذا العالم ليكونوا أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به الذين يحبونه وأنتم تحتقرون الفقراء ومن هم الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم أما هم الأغنياء أما هم الذين يجدفون على الإسم الحسن الذي به دعيتم فإذا عملتم بشريعة الشرائع التي نص عليها الكتاب وهي أحب قريبك مثل ما تحب نفسك فحسنا تفعلون وأما إذا حابيتم أحدا فترتكبون خطيئة وتحكم الشريعة عليكم حكمها على الذين يخالفونها ومن عمل بالشريعة كلها وقصر في وصية واحدة منها أخطأ بها كلها لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل فإن قتلت وما زنايت كنت مخالفا للشريعة فتكلموا واعملوا مثل الذين سيدينهم الله بشريعة الحرية لأن الدينونة لا ترحم من لا يرحم فالرحمة تنتصر على الدينونة ماذا ينفع الإنسان يا إخوتي أن يدعي الإيمان من غير أعمال أيقدر هذا الإيمان أن يخلصه فلو كان فيكم أخ عريان أو أخت عريانة لا قوت لهما فماذا ينفع قولكم لهما اذهبا بسلام استدفئا واشبعا إذا كنتم لا تعطونهما شيئا مما يحتاج إليه الجسد وكذلك الإيمان فهو بغير الأعمال يكون في حد ذاته ميتا وربما قال أحدكم أنت لك إيمان وأنا لي أعمال فأقول له آرني كيف يكون إيمانك من غير أعمال وأنا أريك كيف يكون إيماني بأعمالي أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل وكذلك الشياطين تؤمن به وترتعد أيها الجاهل أتريد أن تعرف كيف يكون الإيمان عقيما من غير أعمال انظر إلى أبينا إبراهيم أما برره الله بالأعمال حين قدم ابنه إسحاق على المذبح فأنت ترى أن إيمانه رافق أعماله فصار إيمانه كاملا بالأعمال فتم قول الكتاب آمن إبراهيم بالله فبرره الله لإيمانه ودعي خليل الله ترون إذن أن الإنسان يتبرر بالأعمال لا بإيمانه وحده وهكذا راحاب البغي أما بررها الله لأعمالها حين رحبت بالرسولين ثم صرفتهما في طريق آخر فكما أن الجسد بلا روح ميت فكذلك الإيمان بلا أعمال ميت الأصحاح الثالث يا إخوتي يجب أن لا يكثر فيكم المعلمون فأنتم تعرفون أي دينونة نلقاها نحن المعلمين وما أكثر ما نخطئ جميعا وإذا كان أحد لا يخطئ في كلامه فهو كامل قدير على ضبط جسده كله خذوا الخيل مثلا فحين نضع اللجام في أفواهها لتطاوعنا نقودها بجميع جسدها والسفن على ضخامتها وشدة الرياح التي تدفعها تقودها دفة صغيرة حيث يشاء الربان وهكذا اللسان فهو عضو صغير ولكن ما يفاخر به كبير انظروا ما أصغر النار التي تحرق غابة كبيرة واللسان نار وهو بين أعضاء الجسد عالم من الشرور ينجس الجسد بكامله ويحرق مجرى الطبيعة كلها بنار هي من نار جهنم ويمكن للإنسان أن يسيطر على الوحوش والطيور والزحافات والأسماك وعم اللسان فلا يمكن لإنسان أن يسيطر عليه فهو شر لا ضابط له ممتلئ بالسم المميت به نبارك ربنا وأبانا وبه نلعن الناس المخلوقين على صورة الله فمن فم واحد تخرج البركة واللعنة وهذا يجب أن لا يكون يا إخوتي أيفيد النبع بالماء العذب والمالح من عين واحدة أتثمر التينة يا إخوتي زيتونا أو الكرمة تينة وكذلك النبع المالح لا يخرج ماء عذبا من كان منكم حكيما عليما فليبرهن عن حكمته ووداعته بحسن أدبه أما إذا كان في قلوبكم مرارة الحسد والنزاع فلا تتباهوا ولا تكذبوا على الحق فمثل هذه الحكمة لا تنزل من فوق بل هي حكمة دنيوية بشرية شيطانية فحيث الحسد والنزاع هناك القلق وكل أنواع الشر وأما الحكمة النازلة من فوق فهي طاهرة قبل كل شيء وهي مسالمة متسامحة وديعة تفيد رحمة وعملا صالحا لا محابات فيها ولا نفاق والبر هو ثمرة ما يزرعه في سلام صانع السلام الأصحاح الرابع من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارع في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم أيها الخائنون أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله؟ أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة ولكنه يجود بأعظم نعمة فالكتاب يقول يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم اقتربوا من الله ليقترب منكم اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي احزنوا على بؤسكم ونوحوا وبكوا لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غمى تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها هناك مشترع واحد وديان واحد وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك فمن تكون أنت لتدين قريبك ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد فما هي حياتكم أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي لذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك ولكنكم الآن تباهون بتكبركم ومثل هذه المباهات شر كلها فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ أيها الأغنياء ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم أموالكم فسدت وثيابكم أكلها العث ذهبكم وفدتكم يعلوهما صدع يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار تخزنون للأيام الأخيرة والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود عشتم على الأرض في التناعم والترف وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم لأن مجيء الرب قريب لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا يدينكم الله الديان واقف على الباب اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا وهنيئا للذين صبروا سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب فهو رؤوف رحيم وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلف بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر لتكن نعمكم نعما ولاكم لا لأن لا ينالكم عقاب هل فيكم محزون؟ فليصلي هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض والرب يعافيه وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء صلاة الأبرار لها قوة عظيمة كان إلي بشرا مثلنا في كل شيء وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر فما نزل المطر على الأرض مدة ثلاث سنوات وستة أشهر ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها فيا إخوتي إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه فليعلم أن من رد خاطئاً عن طريق ضلاله خلص نفساً من الموت وستر كثيراً من الخطايا رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول من بطرس رسول يسوع المسيح إلى المختارين المتغربين المشتتين في بنتس وغلاطية وكبدكية وآسية وبثينية إلى الذين اختارهم الله الآب بسابق علمه وقدسهم بالروح ليطيع يسوع المسيح ويتطهر برش دمه عليكم وافر النعمة والسلام تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح لأنه شملنا بفائق رحمته فولدنا بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات ولادة ثانية لرجاء حي ولميراث لا يفسد ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لكم في السماوات أنتم الذين بالإيمان تحرسكم قدرة الله لخلاص سينكشف في اليوم الأخير به تبتهجون مع أنكم لابد أن تحزنوا حينا بما يصيبكم الآن من أنواع المحن التي تمتحن إيمانكم كما تمتحن النار الذهب وهو أثمن من الذهب الفاني فيكون أهلا للمديح والمجد والإكرام يوم الظهور يسوع المسيح أنتم تحبونه وما رأيتموه وتؤمنون به ولا ترونه الآن فتفرحون فرحا مجيدا لا يوصف واثقين ببلوغ غاية إيمانكم وهي خلاص نفوسكم عن هذا الخلاص فتش الأنبياء وبحثوا فأنبأوا بالنعمة التي نلتموها وحاولوا أن يعرفوا الوقت وكيف تجيء هذه النعمة التي دل عليها روح المسيح فيهم حين شهد من قبل بآلام المسيح وما يتلوها من مجد وانكشف لهم أنهم كانوا يعملون لا من أجلهم بل من أجلكم لهذه الأمور التي أعلنها الآن لكم الذين بشروكم بها يؤيدهم الروح القدس المرسل من السماء والملائكة يتمنون أن ينظروا إليها لذلك هيئوا عقولكم وتنبهوا واجعلوا كل رجائكم في النعمة التي تجيئكم عند ظهور يسوع المسيح وكأبناء طائعين لا تتبعوا شهواتكم ذاتها التي تبعتموها في أيام جهالتكم بل كونوا قديسين في كل ما تعملون لأن الله الذي دعاكم قدوس فالكتاب يقول كونوا قديسين لأني أنا قدوس وإذا كنتم تدعون الله أبا وهو الذي يدين من غير محابات كل واحد على قدر أعماله فعيشوا مدة غربتكم في مخافته عارفين أنه افتداكم من سيرتكم الباطلة التي ورثتموها عن آبائكم لا بالفان من الفضة أو الذهب بل بدم كريم دم الحمل الذي لا عيب فيه ولا دنس دم المسيح وكان الله اختاره قبل إنشاء العالم ثم تجلى من أجلكم في الأزمنة الأخيرة وهو الذي جعلكم تؤمنون بالله الذي أقامه من بين الأموات ووهبه المجد فأصبح الله غاية إيمانكم ورجائكم والآن بعدما طهرتم نفوسكم بإطاعة الحق وصرتم تحبون إخوتكم حبا صادقا أحبوا بعضكم بعضا حبا طاهرا من صميم القلب فأنتم مولدتم ولادة ثانية لا من زرع يفنى بل من زرع لا يفنى وهو كلمة الله الحية الباقية فالكتاب يقول كل بشر كالعشب وكل مجده كزهر العشب العشب ييبس وزهره يسقط وكلام الله يبقى إلى الأبد هذا هو الكلام الذي بشرناكم به الأصحاح الثاني فانزعوا عنكم كل خبث ومكر ونفاق وحسد ونميمة وارغبوا كالأطفال الرضع في اللبن الروحي الصافي حتى تنموا به للخلاص إن ذقتم أطيب الرب كما يقول الكتاب فاقتربوا من الرب فهو الحجر الحي المرفوض عند الناس المختار الكريم عند الله وأنتم أيضا حجارة حية في بناء مسكن روحي فكونوا كهنوتا وقدموا ذبائح روحية يقبلها الله بيسوع المسيح فالكتاب يقول ها أنا أضع في سهيون حجر زاوية كريما مختارا فمن آمن به لا يخيب فهو كريم لكم أنتم المؤمنين أما لغير المؤمنين فهو الحجر الذي رفضه البناءون وصار رأس الزاوية وهو حجر عفرة وصخرة سقوط وهم يعثرون لأنهم لا يؤمنون بكلمة الله هذا هو مصيرهم أما أنتم فنسل مختار وكهنوت ملوكي وأمة مقدسة وشعب اقتناه الله لإعلان فضائله وهو الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب وما كنتم شعبا من قبل وأما اليوم فأنتم شعب الله كنتم لا تنالون رحمة الله وأما الآن فنلتموها وأطلب إليكم أيها الأحباء وأنتم ضيوف غرباء في هذا العالم أنتم تنع عن شهوات الجسد فهي تحارب النفس ولتكن سيرتكم بين الأمم سيرة حسنة حتى إذا اتهموكم بأنكم أشرار نظروا إلى أعمالكم الصالحة فمجدوا الله يوم يتفقدهم اخضعوا إكراما للرب لكل سلطة بشرية للملك فهو الحاكم الأعلى وللحكام فهم مفوضون منه لمعاقبة الأشرار ومكافأة الصالحين لأن مشيئة الله هي أن تسكتوا بأعمالكم الصالحة جهالة الأغبياء كونوا أحرارا ولكن لا تكونوا كمن يجعل الحرية ستارا للشر بل كعبيد لله أكرموا جميع الناس أحبوا الإخوة اتقوا الله أكرموا الملك أيها الخدم اخضعوا لأسيادكم بكل رهبة سواء كانوا صالحين لطفاء أو قسات فمن النعمة أن تدركوا مشيئة الله فتصبروا على العذاب متحملين الظلم فأي فضل لكم إن أذنبتم وصبرتم على ما تستحقونه من عقاب ولكن إن عملتم الخير وصبرتم على العذاب نلتموا النعمة عند الله ولمثل هذا دعاكم الله فالمسيح تألم من أجلكم وجعل لكم من نفسه قدوة لتسير على خطاه ما ارتكب خطيئة ولا عرف فمه المكر ما رد على الشتيمة بمثلها تألم وما هدد أحدا بل أسلم أمره للديان العادل وهو الذي حمل خطيان في جسده على الخشبة حتى نموت عن الخطيئة فنحي للحق وهو الذي بجراحه شفيتم كنتم خرافا ضالين فاهتديتم الآن إلى راعي نفوسكم وحارسها الأصحاح الثالث وكذلك أنتنا أيتها النساء اخضعنا لأزواجكن حتى إذا كان فيهم من يرفضون الإيمان بكلام الله استمالتهم سيرتكن من دون حاجة إلى الكلام عندما يرون ما في سيرتكن من عفاف وتقوى لا تكن زينتكن خارجية بضفر الشعر والتحل بالذهب والتأنق في الملابس بل داخلية بما في باطن القلب من زينة نفس وديعة مطمئنة لا تفسد وثمنها عند الله عظيم كذلك كانت النساء القديسات المتكلات على الله يتزين في ممضى خاضعات لأزواجهن مثل سارة التي كانت تطيع إبراهيم وتدعوه سيدها وأنتن الآن بناتها إن أحسنتن التصرف غير خائفات من شيء وأنتم أيها الرجال عيشوا مع نسائكم عارفين أن المرأة مخلوق أضعف منكم وأكرموهن لأنهن شركات لكم في ميراث نعمة الحياة فلا يعيق صلواتكم شيء وبعدوا فليكن لكم جميعا وحدة في الرأي وعطف وإخاء ورأفة وتواضع لا ترد الشر بالشر والشتيمة بالشتيمة بل باركوا فترثوا البركة لأنكم لهذا دعيتم فالكتاب يقول من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما سعيدة فليمسك لسانه عن الشر وشفتيه عن المكر في الكلام وليبتعد عن الشر ويعمل الخير وليطلب السلام ويسعى إليه لأن عين الرب على الأبرار وأذنه تصغي إلى دعائهم أما وجهه فيميل عن الذين يعملون الشر فمن يسيء إليكم إذا كنتم حرصين على الخير ولو تألمتم في سبيل الحق فهنيئا لكم لا تخافوا من أحد ولا تضطربوا بل قدسوا المسيح في قلوبكم وكرموه ربا وكونوا في كل حين مستعدين للرد على كل من يطلب منكم دليلا على الرجاء الذي فيكم وليكن ذلك بوداعة واحترام محافظين على سلامة ضميركم حتى إذا عملتم بسوء يخذ الذين عابوا حسن سيرتكم في المسيح فمن الأفضل أن تتألموا وأنتم تعملون الخير إن كان ذلك مشيئة الله من أن تتألموا وأنتم تعملون الشر فالمسيح نفسه مات مرة واحدة من أجل الخطايا مات وهو البار من أجل الأشرار ليقربكم إلى الله مات في الجسد ولكن الله أحياه في الروح فانطلق بهذا الروح يبشر الأرواح السجينة التي تمردت فيما مضى حين تمهل صبر الله أيام بنى نوح الفلك فنجى فيه بالماء عدد قليل أي ثمانية أشخاص وكان هذا رمزا للمعمودية التي تنجيكم الآن لا بإزالة وسخ الجسد بل بعهد صادق النية مع الله بقيامة يسوع المسيح الذي صعد إلى السماء وهو عن يمين الله تخضع له الملائكة والقوات وأصحاب السلطان الأصحاح الرابع وإذا كان المسيح تألم في الجسد فتسلحوا أنتم بهذه العبرة وهي أن من تألم في الجسد امتنى عن الخطيئة ليعيش بقية عمره في العمل بما شئت الله لا في الشهوات البشرية فكفاكم ما قضيتم من الوقت في مجارات الأمم سالكين سبيل الدعارة والشهوة والسكر والخلاعة والعربدة وعبادة الأوثان المحرمة وهم الآن يستغربون منكم كيف لا تنساقون معهم في مجرى الخلاعة ذاتها فيهينونكم لكنهم سيؤدون حسابا لله الذي هو مستعد أن يدين الأحياء والأموات ولذلك أذيعت البشارة على الأموات أيضا حتى يدانك بشر عاش في الجسد فيحيون عند الله في الروح والآن اقتربت نهاية كل شيء فتعقلوا وتيقظوا للصلاة ولتكن المحبة شديدة بينكم قبل كل شيء لأن المحبة تستر كثيرا من الخطايا أحسنوا الضيافة بعضكم لبعض من غير تذمر وليضع كل واحد منكم في خدمة الآخرين ما ناله من موهبة كوكلاء صالحين على مواهب الله المتنوعة وإذا تكلم أحدكم فليتكلم كلام الله وإذا خدم فليخدم بما يهبه الله من قدرة حتى يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح له المجد والعزة إلى أبد الدهور آمين أيها الأحباء لا تتعجبوا مما يصيبكم من محنة تصهركم بنارها لانتحانكم كأنه شيء غريب يحدث لكم بل افرحوا بمقدار ما تشاركون المسيح في آلامه حتى إذا تجل مجده فرحتم مهللين هنيئا لكم إذا عيروكم من أجل اسم المسيح لأن روح المجد روح الله يستقر عليكم لا يتألم أحد منكم ألم قاتل أو سارق أو شرير أو متطفل ولكنه إذا تألم لأنه مسيحي فلا يخجل وليمجد الله بهذا الاسم حان الوقت الذي به تبتدئ الدينونة بأهل بيت الله فإذا ابتدأت بنا فما هي نهاية الذين يرفضون إنجيل الله فالكتاب يقول إذا كان الأبرار يخلصون بعد شهل فما هو مصير الكافر الخاطئ وأما الذين يتألمون كما شاء لهم الله فليعملوا الخير ويسلموا نفوسهم إلى الخالق الأمين الأصحاح الخامس أما الشيوخ الذين بينكم فأناشدهم أنا الشيخ مثلهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد الذي سيظهر قريبا أن يرعوا رعية الله التي في عنايتهم ويحرسوها طوعا لا جبرا كما يريد الله لا رغبة في مكسب خسيس بل بحماسة ولا تتسلطوا على الذين هم في عنايتكم بل كونوا قدوة للرعية ومتى ظهر راعي الرعاة تنالون إكليلا من المجد ليذبل كذلك أنتم الشبان اخضعوا للشيوخ والبسوا كلكم ثوب التواضع في معاملة بعضكم لبعض لأن الله يصد المتكبرين وينعم على المتواضعين فاتضعوا تحت يد الله القادرة ليرفعكم عندما يحين الوقت وألقوا كل أهمكم عليه وهو يعتني بكم تيقظوا واسهروا لأن عدوكم إبليس يجول كالأسد الزائر باحثا عن فريسة له فاثبتوا في إيمانكم وقوموه عالمين أن إخوتكم المؤمنين في العالم كله يعانون الآلام ذاتها وإله كل نعمة الإله الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع هو الذي يجعلكم كاملين بعدما تألمتم قليلا ويثبتكم ويقويكم ويجعلكم راسخين له العزة إلى الأبد أمين أكتب إليكم هذه الرسالة الوجيزة بيد سلوانوس وهو عندي أخ أمين لأشجعكم بها وأشهد أن نعمة الله الحقيقية هي ما ذكرت فاثبتوا فيها كنيسة بابل وهي مثلكم مختارة من الله تسلم عليكم ويسلم عليكم مرقص ابني سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة السلام عليكم جميعاً أنتم الذين في المسيح رسالة بطرس الثانية الأصحاح الأول من سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا من فضل إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إيماناً ثميناً كإيماننا عليكم وافر النعمة والسلام بمعرفتكم الله وربنا يسوع وهبت لنا قدرته الإلهية كل ما هو للحياة والتقوى بفضل معرفة الذي دعانا بمجده وعزته فمنحنا بهما أثمن الوعود وأعظمها حتى تبتعد عما في هذه الدنيا من فساد الشهوة وتصير شركاء الطبيعة الإلهية ولهذا بذلوا جهدكم لتضيف الفضيلة إلى إيمانكم والمعرفة إلى فضيلتكم والعفاف إلى معرفتكم والصبر إلى عفافكم والتقوى إلى صبركم والإخاء إلى تقواكم والمحبة إلى إخائكم فإذا كانت فيكم هذه الفضائل وكانت وافرة جعلتكم نافعين مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح ومن نقصته هذه الفضائل كان أعمى قصير النظر نسي أنه تطهر من خطاياه الماضية فضاعفوا جهدكم يا إخوتي في تثبيت دعوة الله واختياره لكم فإذا فعلتم ذلك لا تسقطون أبدا هكذا ينفتح لكم باب الدخول واسعا إلى الملكوت الأبدي ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لذلك سأذكركم بهذه الأمور كل حين وإن كنتم تعرفونها وتثبتون في الحقيقة التي عندكم وأرى أنه من الحق ما دمت في هذا المسكن الجسدي أن أثير حماستكم بهذا التذكير وأنا أعرف أني سأفارق هذا المسكن عما قريب كما أظهر لي ربنا يسوع المسيح فسأبذل جهدي لتتذكروا هذه الأمور كل حين بعد رحيلي فما اتبعنا نحن خرافات ملفقة حين أطلعناكم على قوة ربنا يسوع المسيح وعلى مجيئه لأننا بعيوننا رأينا عظمته فإنه نال من الله الآب إكراما ومجدا حين جاءه من مجد الله تعالى صوت يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيط سمعنا نحن هذا الصوت آتيا من السماء وكنا معه على الجبل المقدس فازداد يقيننا بكلام الأنبياء وأنتم تفعلون حسنا إذا نظرتم إليه كأنه سراج منير يضيء في مكان مظلم إلى أن يطلع النهار ويشرق كوكب الصبح في قلوبكم وأعلموا قبل كل شيء أن لا أحد يقدر أن يفسر من عنده أية نبوءة في الكتب المقدسة لأن ما من نبوءة على الإطلاق جاءت بإرادة إنسان ولكن الروح القدس دفع بعض الناس إلى أن يتكلموا بكلام من عند الله الأصحاح الثاني وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب وما أشفق على العالم القديم بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عد ثمانية أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح وقضى الله على مدينتي السدوم وعمورة بالخراب وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشهدها يوما بعد يوم فتتألم نفسه الصالحة فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله ما أوقحهم وأشد كبرياءهم لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك يهينون ما يجهلون فسيهلكون هلاكها ويقاصون الظلم أجرا للظلم يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم لهم عيون مملؤة بالفسق لا تشبع من الخطيئة يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع هم أبناء اللعنة تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر فلقيت توبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته هؤلاء الناس ينبيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة ولهم أعد الله أعمق الظلمات ينطقون بأقوال طنانة سخيفة فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال يعيدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداءة وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها فيصدق فيهم المثل القائل عاد الكلب إلى قيئه والخمزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل الأصحاح الثالث هذه رسالة ثانية أكتب بها إليكم أيها الأحباء لأذكركم فيهما بهذه الأمور فأثير الأفكار النقية في عقولكم فتذكروا الأقوال التي جاءت على ألسنة الأنبياء القدسين وما أبلغكم رسلكم من وصايا ربنا ومخلصنا فقبل كل شيء يجب أن تعلموا أنه سيجيء في آخر الأيام قوم مستهزئون تقودهم أهواءهم فيقولون وعد بالمجيء فأين هو آباؤنا ماتوا وبقي كل شيء منذ بدء الخليقة على حاله فهم يتجاهلون عن قص أن الله بكلمة منه خلق السموات وأرضا تكونت من الماء وبالماء وبها غرق العالم القديم في الماء فهلك أما السموات والأرض في أيامنا هذه فبقيت للنار بكلمة الله ذاتها إلى يوم الحساب وهلاك الأشرار وهناك أمر يجب أن لا تجهلوه أيها الأحباء وهو أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وأن ألف سنة كيوم واحد والرب لا يؤخر إتمام وعده كما يتهمه بعضهم ولكنه يصبر عليكم لأنه لا يريد أن يهلك أحد بل أن يتوب الجميع ولكن يوم الرب سيجيء مثل ما يجيء السارق فتزول السموات في ذلك اليوم بدوي صاعق وتنحل العناصر بالنار وتحاكم الأرض والأعمال التي فيها فإذا كانت هذه الأشياء كلها ستنحل فكيف يجب عليكم أن تكونوا أما يجب أن تسلكوا طريق القداسة والتقوى تنتظرون وتستعجلون مجيء يوم الله حين تلتهب السموات وتنحل وتذوب العناصر بالنار ولكننا ننتظر كما وعد الله سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها العدل فابذلوا جهدكم أيها الأحباء وأنتم تنتظرون هذا اليوم أن يجدكم الله بسلام لا عيب فيكم ولا لوم عليكم واحسبوا صبر ربنا فرصة لخلاصكم كما كتب إليكم بذلك أخونا الحبيب بولوس على قدر ما منحه الله من الحكمة كما هي الحال في جميع رسائله التي تكلم فيها على هذه المسائل فوردت فيها أمور غامضة يحرفها الجهال وضعفاء النفوس كما يفعلون في سائر الكتب المقدسة لهلاك نفوسهم أما أنتم أيها الأحباء فأخبرناكم بهذا فتنبهوا لألا تضل لكم أخطاء المرتدين فتفقدوا ثباتكم وانموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الآن وإلى الأبد آمين رسالة يحن الأولى الأصحاح الأول الذي كان من البدء الذي سمعناه ورأيناه بعيوننا الذي تأملناه ولمسته أيدينا من كلمة الحياة والحياة تجلت فرأيناها والآن نشهد لها ونبشركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وتجلت لنا الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به لتكون أنتم أيضا شركاءنا كما نحن شركاء الآب وابنه يسوع المسيح نكتب إليكم بهذا ليكون فرحنا كاملا وهذه البشرة التي سمعناها منه ونحملها إليكم هي أن الله نور لا ظلام فيه فإذا قلنا أننا نشاركه ونحن نسلق في الظلام كنا كاذبين ولا نعمل الحق أما إذا سرنا في النور كما هو في النور شارك بعضنا بعضا ودم ابنه يسوع يطهرنا من كل خطيئة وإذا قلنا إننا بلا خطيئة خدعنا أنفسنا وما كان الحق فينا أما إذا اعترفنا بخطايانا فهو أمين عادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل شر وإذا قلنا إننا ما خطئنا جعلناه كاذبا وما كانت كلمته فينا الأصحاح الثاني يا أبنائي أكتب إليكم بهذه الأمور لألا تخطأوا وإن خطئ أحد مننا فلنا يسوع المسيح البار شفيع عند الآب فهو كفارة لخطايانا لا لخطايانا وحدها بل لخطايا العالم كله إذا عملنا بوصاياه كنا على يقين أننا نعرفه ومن قال إنني أعرفه وما عمل بوصاياه كان كاذبا لا حق فيه وأما من عمل بكلامه اكتملت فيه محبة الله حقا بهذا نكون على يقين أننا في الله ومن قال إنه ثابت في الله فعليه أن يسير مثل سيرة المسيح لا أكتب إليكم يا أحبائي بوصية جديدة بل بوصية قديمة كانت لكم من البدء وهذه الوصية القديمة هي الكلام الذي سمعتموه ومع ذلك أكتب إليكم بوصية جديدة يتجلى صدقها في المسيح وفيكم فالظلام مضى والنور الحق يضيء من قال إنه في النور وهو يكره أخاه كان حتى الآن في الظلام ومن أحب أخاه ثبت في النور فلا يعثر في النور ولكن من يكره أخاه فهو في الظلام وفي الظلام يسلك ولا يعرف طريقه لأن الظلام أعمى عينيه أكتب إليكم يا أبناء الصغار لأن الله غفر خطاياكم بفضل اسم المسيح أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم تعرفون الذي كان من البدء أكتب إليكم أيها الشبان لأنكم غلبتم الشرير أكتب إليكم يا أبناء الصغار لأنكم تعرفون الآب كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم تعرفون الذي كان من البدء كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء ولأن كلمة الله ثابت فيكم ولأنكم غلبتم الشرير لا تحب العالم وما في العالم من أحب العالم لا تكون محبة الآب فيه لأن كل ما في العالم من شهوة الجسد وشهوة العين ومجد الحياة لا يكون من الآب بل من العالم العالم يزول ومعه شهواته أما من يعمل بمشيئة الله فيثبت إلى الأبد يا أبناء الصغار جاءت الساعة الأخيرة سمعتم أن مسيحا دجالا سيجيء وهنا الآن كثير من المسحاء الدجالين ومن هذا نعرف أن الساعة الأخيرة جاءت خرجوا من بيننا وما كانوا منا فلو كانوا منا لا بقوا معنا ولكنهم خرجوا ليتضح أنهم ما كانوا كلهم منا أما أنتم فنلتم مسحة من القدوس والمعرفة لدى جميعكم وأنا أكتب إليكم لا لأنكم تجهلون الحق بل لأنكم تعرفونه وتعرفون أن ما من كذبة تصدر عن الحق فمن هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هو المسيح الدجال الذي ينكر الآب والابن معا من أنكر الابن لا يكون له الآب ومن اعترف بالابن يكون له الآب أما أنتم فليثبت فيكم الكلام الذي سمعتموه من البدء فإن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء ثبتتم في الابن والآب وهذا ما وعدنا به أي الحياة الأبدية أكتب إليكم بهذا وقصدي أولئك الذين يحاولون تضليلكم أما أنتم فالمسحة التي نلتموها منه ثابت فيكم فلا حاجة بكم إلى من يعلمكم لأن مسحته تعلمكم كل شيء وهي حق لا باطل فاثبتوا في المسيح كما علمتكم نعم يا أبنائي أثبت فيه حتى إذا ظهر المسيح كنا واثقين ولن نخزى في بعدنا عنه عند مجيئه وإذا كنتم تعرفون أن المسيح بار فاعرفوا أن كل من يعمل الحق كان مولودا من الله الأصحاح الثالث انظروا كم أحبنا الآب حتى ندعى أبناء الله ونحن بالحقيقة أبنائه إذا كان العالم لا يعرفنا فلأنه لا يعرف الله يا أحبائي نحن الآن أبناء الله ومن كشف لنا بعد ماذا سنكون نحن نعرف أن المسيح متظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو ومن كان له هذا الرجاء في المسيح طهر نفسه كما أن المسيح طاهر من خطئ عمل شراً لأن الخطيئة شر تعرفون أن المسيح ظهر ليزيل الخطايا وهو الذي لا خطيئة له من ثبت فيه لا يخطأ ومن يخطأ لا يكون رآه ولا عرفه يا أبنائي لا يضللكم أحد من عمل البر كان باراً كما أن المسيح باراً ومن عمل الخطيئة كان من إبليس لأن إبليس خاطئ من البدء وإنما ظهر ابن الله ليهدم أعمال إبليس كل مولود من الله لا يعمل الخطيئة لأن زرع الله ثابت فيه لا يقدر أن يعمل الخطيئة وهو من الله بهذا يتبين أبناء الله وأبناء إبليس ومن لا يعمل البر لا يكون من الله ولا يكون من الله من لا يحب أخاه فالوصية التي سمعتموها من البدء هي أن يحب بعضنا بعضاً لا أن نكون مثل قيين الذي كان من الشرير فقتل أخاه ولماذا قتله؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت صالحة باراً فلا تتعجبوا أيها الإخوة إذا أبغضكم العالم نحن نعرف أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب إخوتنا من لا يحب بقي في الموت من أبغض أخاه فهو قاتل وأنتم تعرفون أن القاتل لا تثبت الحياة الأبدية فيه ونحن عرفنا المحبة حين ضح المسيح بنفسه لأجلنا فعلينا نحن أن نضحي بنفوسنا لأجل إخوتنا من كانت له خيرات العالم ورأى أخاه محتاجاً فأغلق قلبه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه يا أبنائي لا تكن محبتنا بالكلام أو باللسان بل بالعمل والحق بهذا نعرف أننا من الحق فتطنئن قلوبنا أمام الله إذا وبختنا قلوبنا لأن الله أعظم من قلوبنا وهو يعلم كل شيء إذا كانت قلوبنا لا توبخنا أيها الأحباء فلنا ثقة عند الله أن ننال منه كل ما نطلب لأننا نحفظ وصاياه ونعمل بما يرضيه ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح وأن يحب بعضنا بعضاً كما أوصانا ومن عمل بوصايا الله ثبت في الله وثبت الله فيه وأنما نعرف أن الله ثابت فينا من الروح الذي وهبه لنا الأصحاح الرابع أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله لأن كثيراً من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم وأنتم تعرفون روح الله بهذا كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم يا أبنائي أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال فليحب بعضنا بعضاً أيها الأحباء لأن المحبة من الله وكل محب مولود من الله ويعرف الله من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيى به تلك هي المحبة نحن ما أحببنا الله بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضاً ما من أحد رأى الله إذا أحب بعضنا بعضاً ثبت الله فينا وكاملت محبته فينا ونحن نعرف أننا نثبت في الله وأن الله يثبت فينا بأنه وهب لنا من روحه ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصاً للعالم من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها الله محبة من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف لأن الخوف هو من العقاب ولا يخاف من كان كاملاً في المحبة فعلينا أن نحب لأن الله أحبنا أولاً إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذباً لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه وصية المسيح لنا هي من أحب الله أحب أخاه أيضاً من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله ومن أحب الوالد أحب المولود منه ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه وما وصياه ثقيلة فالذي يولد من الله يغلب العالم وإيماننا انتصارنا على العالم من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله هذا الذي جاء هو يسوع المسيح جاء بماء ودم جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق والذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة ومن لا يصدق الله جعله كاذبا لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية وأن هذه الحياة هي في ابنه من يكون له الابن فله الحياة من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة أكتب إليكم بهذا لتعرف أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطياهم إلى الموت ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها كل معصية خطيئة ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير نعرف أننا من الله وأن العالم كله تحت سلطان الشرير ونعرف أن ابن الله جاء وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية فيا أبنائي تجنبوا الأوثان رسالة يحن الثانية مني أنا الشيخ إلى السيدة المختارة من الله وإلى أولادها الذين أحبهم في الحق لا أنا وحدي بل جميع الذين يعرفون الحق لأن الحق ثبت فينا ويبقى معنا إلى الأبد فلنا النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن يسوع المسيح ابن الآب في الحق والمحبة كم سرني أن أرى بعض أبنائك يسلكون في الحق كما أوصان الآب أطلب إليك الآن أيها السيدة أن يحب بعضنا بعضا وما هذه وصية جديدة أكتب بها إليك بل وصية كانت لنا من البدء وما المحبة إلا السير على طريق وصياها وتلك الوصية كما سمعتبوها من البدء هي أن تسلك في المحبة ففي العالم كثير من المضللين وفيهم من لا يعترفون بمجيء يسوع المسيح في الجسد هذا هو المضلل والمسيح الدجال فكونوا على حذر لألا تخسروا ثمرة أعمالنا بل لتنالوا ثوابا كاملا من تطاول وما ثبت على تعليم المسيح فلا يكون الله له ومن ثبت على تعليم المسيح فله الآب والابن معا إذا جاءكم أحد بغير هذا التعليم فلا تقبلوه عندكم ولا تقول له السلام عليك من سلم عليه شاركه في أعماله السيئة عندي كثير مما أكتب به إليكم ولكني لا أريد أن يكون بحبر على ورق لأن أرجو أن أجيئ إليكم فأكلمكم به وجها لوجه ليكون فرحنا كاملا يسلم عليك أبناء أختك المختارة من الله رسالة يحنى الثالثة مني أنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه في الحق أيها الحبيب أرجو أن تكون على أحسن حال في كل شيء في صحة الجسد كما أنت في صحة الروح فكم سرني أن يجيء بعض الإخوة ويشهد لك أنك متمسك بالحق وتسلك في الحق وما من شيء يسعدني أكثر من أن أسمع أن أبنائي يسلكون في الحق أيها الحبيب أنت أمين في كل ما تعمله لأجل الإخوة وأن كانوا غرباء وهم شاهدوا لك عند الكنيسة بالمحبة ومن الخير أن تعينهم على متابعة سفرهم كما يحق لله لأنهم خرجوا إلى السفر من أجل اسم المسيح وما قبل شيئا من غير المؤمنين فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء حتى نكون شركاءهم في العمل للحق كتبت بكلمة إلى الكنيسة ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون رئيسا فيهم لا يقبلنا فإذا جئت ذكرت لكم تصرفه وكيف يثرثر كلام السوء علينا وهو لا يكتفي بهذا بل يرفض أن يقبل الإخوة ويمنع الذين يريدون أن يقبلوهم ويطردهم من الكنيسة أيها الحبيب لا تتبع الشر بل الخير من يعمل الخير فهو من الله ومن يعمل الشر فما رأى الله أما ديوتريفوس فكل واحد يشهد له ويشهد له الحق نفسه ونحن أيضا نشهد له وأنت تعرف أن شهادتنا صادقة عندي كثير مما أكتب به إليك ولكني لا أريد أن يكون بقلم وحبر وأرجو أن أراك بعد قليل فنتكلم وجها لوجه السلام عليك يسلم عليك أحباؤك سلم أنت على كل واحد من الأحباء باسمه رسالة يهوذة من يهوذة عبد يسوع المسيح وأخي عقوب إلى الذين دعاهم الله الآب وأحبهم وحفظهم ليسوع المسيح عليكم مؤفر الرحمة والسلام والمحبة لي شوق شديد أيها الأحباء أن أكتب إليكم بأمر خلاصنا المشترك بعدما شعرت بضرورة تشجيعكم على الجهاد في سبيل الإيمان الذي تسلمه القدسون كاملا لأن بعض الناس تسللوا إلينا وهم أشرار يحولون نعمة إلهنا إلى فجور ويمكرون سيدنا وربنا الواحد يسوع المسيح وعقابهم مكتوب من قديم الزمان ومع أنكم تعرفون هذا كل المعرفة فأني أريد أن تذكر كيف أن الرب بعدما خلص شعبه من أرض مصر أهلك غير المؤمنين منهم وكيف أنه عندما تخلى بعض الملائكة عن مكانتهم وتركوا مقامهم أبقاهم ليوم الحساب العظيم بقيود أبدية في أعماق الظلام وكذلك سادوم وعمورة والمدن المجاورة لهما قاصت عذاب النار الأبدية عندما استسلمت إلى الدعارة والشهوات الجسدية التي تخالف الطبيعة فكانت عبرة لغيرها وعلى مثال ذلك هؤلاء الذين في هذيانهم ينجسون الجسد ويحتقرون سيادة الله ويهينون الكائنات السماوية المجيدة مع أن مخائيل رئيس الملائكة لما خاصم إبليس وجاد له في مسألة جثة موسى ما تجرأ أن يدين إبليس بكلمة مهينة بل قال له جزاق الله أما أولئك فهم يهينون ما يجهلون في حين أن ما يعرفونه بالغريزة معرفة البهائم غير العاقلة هو الذي به يهلكون الويل لهم سلكوا طريق قايين واستسلموا إلى الضلال مثل بلعام طمعا في الربح وهلكوا بتمردهم كما هلك قورة هم لطخة عار في ولائمكم الأخوية يتلذذون معا بلا حياء ويشعون نهمهم ويشبعون نهمهم هم غيوم لا ماء فيها تسوقها الرياح هم أشجار خريفية لا ثمر عليها ماتت مرتين واقتلعت من أصولها هم أمواج البحر الهائجة زبدها عارهم هم نجوم تائهة مصيرها الأبدي أعماق الظلمات وأنبأ عنهم أخنوخ سابع الآباء من آدم حين قال انظروا جاء الرب مع ألوف قديسيه ليحاسب جميع البشر ويدين الأشرار جميعا على كل شر فعلوه وكل كلمة سوء قالها عليه هؤلاء الخاطئون الفجار هم يتذمرون ويشتكون ويتبعون أهواءهم ويتفوهون بالكلمات الجوفاء ويتملقون الناس طلبا للمنفعة فاذكروا أيها الأحباء ما أنبأ به رسل ربنا يسوع المسيح حين قالوا سيجيء في آخر الزمان مستهزئون يتبعون أهواءهم الشريرة هم الذين يسببون الشقاق غرائزيون لا روح لهم أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس وصلوا في الروح القدس وصونوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح من أجل الحياة الأبدية ترأفوا بالمترددين وخلصوا غيرهم وأنقذوهم من النار وارحموا آخرين على خوف ولكن ابغضوا حتى الثوب الذي دنسه جسدهم للقادر أن يصونكم من الزلل ويوقفكم أمام مجده مبتهجين لا لوم عليكم للإله الواحد مخلصنا بيسوع المسيح ربنا المجد والجلال والقوة والسلطان قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين رؤيا يحنى الأصحاح الأول هذا ما أعلنه يسوع المسيح بهبة من الله ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلاً فأرسل ملاكه ليخبر به عبده يحنى فشهد بكلمة الله وشهادة يسوع المسيح في كل ما رآه هنيئاً للذي يقرأ وللذين يسمعون هذه الأقوال النبوية وهنيئاً للذين يعملون بها لأن الساعة اقتربت من يوحنى إلى الكنائس السبع في آسية عليكم النعمة والسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن الأرواح السبعة التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين وبكر من قام من بين الأموات وملك ملوك الأرض هو الذي أحبنا وحررنا بدمه من خطايانا وجعل منا ملكوتاً وكهانة لله أبيه فله المجد والعزة إلى أبد الدهور آمين ها هو آت مع السحاب ستراه كل عين حتى عيون الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض نعم آمين يقول الرب الإله أنا هو الألف واليام هو الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء أنا يحنى أخاكم وشريككم في المحنة والملكوت والثبات في يسوع كنت في جزيرة بطمسة من أجل كلمة الله وشهادة يسوع فاختطفني الروح في يوم الرب فسمعت خلفي صوتاً قوياً كصوت البوق يقول أكتب ما تراه في كتاب وأرسله إلى الكنائس السبع في أفاسوس، وسيميرنا، وبرغاموس، وثياتيرا، وسارديس، وفيلدلفيا، ولاوديكيا فالتفت لأنظر إلى الصوت الذي يخاطبني فرأيت سبع منائر من ذهب تحيط بما يشبه ابن إنسان وهو يلبس ثوباً طويلاً إلى قدميه وحول صدره حزام من ذهب وكان شعر رأسه أبيض كالصوف الأبيض أو كالثلج وعيناه كشعلة ملتهبة ورجلاه كنحاس مسقول محمّاً في أتون وصوته كصوت مياه غزيرة وكان في يده اليمنى سبعة كواكب وفي فمه سيف طالع مسنون الحدين ووجهه كالشمس في أبهى شروقها فلما رأيته، وقعت عند قدميه كالميت فلمسني بيده اليمنى وقال لا تخف، أنا الأول والآخر أنا الحي، كنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الظهور بيدي مفاتيح الموت ومسوى الأموات فاكتب ما رأيت، وما يكون الآن، وما سيكون بعد ذلك أما سر الكواكب السبعة التي تراها في يميني، ومنائر الذهب السبع، فهو أن الكواكب السبعة هي ملائكة الكنائس السبع، والمنائر السبع هي الكنائس السبع الأصحاح الثاني أكتب إلى ملاك كنيسة أفاسوس، هذا ما يقول الذي يمسك بيمينه الكواكب السبعة، ويمشي بين منائر الذهب السبع أنا أعرف أعمالك وجهدك وصبرك، وأعرف أنك لا تطيق الأشرار، وأنك امتحنت الذين يزعمون أنهم رسل وما هم رسل، فوجدتهم كاذبين أنت صبور، جهدت من أجل اسمي وما تعبت، ولكني أعتب عليك لأنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت، وتب، وعد إلى أعمالك اللاضية، فإن كنت لا تتوب جئتك وأخذت منارتك من مكانها، ولكن يشفع فيك أنك تنقط أعمال النقلويين بقدر ما أمقطها أنا من كان له أذنان، فليسمع ما يقول الروح للكنائس، أجعل الغالب يأكل من شجرة الحياة في فردوس الله واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، هذا ما يقول الأول والآخر، الذي مات وعاد إلى الحياة أنا أعرف ما أنت عليه من الشدة والفقر، مع أنك غني، وأعرف ما يفتري به عليك الذين يزعمون أنهم يهود، وما هم بيهود، بل هم مجمع للشيطان لا تخف مما ينتظرك من الآلام، فسيلقي إبليس بعضكم في السجن ليمتحنكم، فتعانون الضيق عشرة أيام كن أمينا حتى الموت، وأنا أعطيك إقليل الحياة من كان له أذنان، فليسمع ما يقول الروح للكنائس الغالب لا يؤذيه الموت الثاني واكتب إلى ملاك كنيسة برغاموس، هذا ما يقول صاحب السيف المسنون الحدي أنا أعرف أين تسكن، هناك عرش الشيطان، تتمسك باسمي، وما أنكرت إيمانك بيه حتى في أيام أنتباس شاهد الأمين الذي سقط قطيلا عندكم حيث يسكن الشيطان ولكني أعتب عليك لأن عندك من يتمسكون بتعاليم بلعام الذي أشار على بالاق أن يوقع بني إسرائيل في شرك الخطيئة فيأكل ذبايح الأصنام ويزنوا وأنت عندك من يتبعون تعليم النقلويين الذي أبغضه فتب، وإلا جئتك عاجلا لأقاتلهم بالسيف الذي في فمي من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس من غلب أعطيته من المن الخفي وحصاطا بيضاء منقوشا فيها اسم جديد لا يعرفه إلا الذي يناله واكتب إلى ملاك كنيسة الثيتيرة هذا ما يقول ابن الله الذي عيناه كشعلة ملتهبة ورجلاه كالنحاس المسقول أنا أعرف أعمالك وما عندك من محبة وإيمان وخدمة وصبر وأعرف أن أعمالك الأخيرة أكثر من أعمالك الأولى ولكني أعتب عليك لأنك تتحمل المرأة إيزابيل التي تزعم أنها نبية وتغري عبادي فتعلمهم أن يزنوا ويأكلوا من ذبائح الأصنام وأمهلتها مدة لتتوب ولكنها ترفض أن تتوب من زناها لذلك سأطرحها على فراش الألام وألقي الذين يزنون معها في ضيق شديد إن كانوا لا يتوبون من فساد أعمالها وأقتل أولادها قتلا فتعرف الكنائس كلها أني أفحص الأكباد والقلوب وأعطي كل واحد منكم على قدر أعماله أما أنتم الآخرون في فياتيرة أنتم الذين لا يتبعون هذا التعليم ولا عرفوا ما يسميه البعض أسرار الشيطان فأقول لكم أنا لا ألقي عليكم أي حمل ثقيل آخر ولكن احتفظ بما عندكم إلى أن أجيب ومن غلب وثابر على خدمتي إلى النهاية أعطيه سلطانا على الأمم كما نلته أنا من أبي فيرعاهم بعصم حديد مثل آنية من خزف يتحطمون وأعطيه أيضا كوكب الصبح من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس الأصحاح الثالث واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة أنا أعرف أعمالك أنت حي بالاسم مع أنك ميت اصهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب فإن كنت لا تسهر جئتك كاللس لا تعرف في أي ساعة أباغتك ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم فهم أهل لأن يواكبون بثياب بيضاء من يغلب يلبس ثوبا أبيض ولا أمح اسمه من كتاب الحياة بل أشهد له عند أبي وملائكته من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس واكتب إلى ملاك كنيسة فيلدلفيا هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود إذا فتح فلا يغلق أحد وإذا أغلق فلا يفتح أحد أنا أعرف أعمالك ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون سأجعلهم يجيؤون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك ولأنك صبرت كما أوصيتك فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض سأجيء في القريب العاجل فاحتفظ أنت بما عندك لألا يسلب أحد إكليلك سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أرشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي وأنقش اسمي الجديد من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس واكتب إلى ملاك كنيسة لاو دكية هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله أنا أعرف أعمالك وأعرف أنك لا بارد ولا حار وليتك كنت باردا أو حارا سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد تقول أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب وكحلا تكحل به عينيك لتبصر أنا أوبخ وأؤدب من أحب فكن حارا وتب ها أنا واقف على الباب أدقه فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس الأصحاح الرابع ثم رأيت بابا مفتوحا في السماء وسمعت الصوت الأول الذي خاطبني من قبل كأنه البوق يقول اصعد إلى هنا لأريك ما لا بد من حدوثه بعد ذلك وفي الحال اختطفني الروح وإذا عرش في السماء وعلى العرش واحد يبدو كأنه اليشب والعقيق الأحمر وحول العرش قوس قزح في مثل لون الزمرد ويحيط بالعرش أربعة وعشرون عرشا وعلى العروش أربعة وعشرون شيخا يلبسون ثيابا بيضاء وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب ويخرج من العرش برق وأصوات ورعب وتتقد أمامه سبعة مشاعل هي أرواح الله السبعة وقدام العرش ما يشبه بحرا شفافا مثل البلور وفي وسط العرش وحوله أربعة كائنات حية مرصعة بالعيون من قدام ومن خلف الكائن الحي الأول يشبه الأسد والكائن الحي الثاني يشبه العجل والكائن الحي الثالث له وجه كوجه الإنسان والكائن الحي الرابع يشبه النسر الطائر ولكل كائن حي من هذه الكائنات الحية الأربعة ستة أجنحة مرصعة بالعيون من حولها ومن داخلها وهي لا تنقطع على التسبيح ليل نهار كدوس 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 الرب الاله القدير كان وكائن ويأتي وكلما سبح الكائنات الحية الأربعة تسبيح التمجيد والإكرام والحمد للجالس على العرش والحي إلى أبد الدهور ركع الأربعة والعشرون شيخاً أمام الجالس على العرش وسجدوا للحي إلى أبد الدهور وألقوا أكالي لهم عند العرش وهم يقولون يا ربنا وإلهنا لك يحق المجد والإكرام والقدرة لأنك خلقت الأشياء كلها وهي بما شئتك كانت ووجدت الأصحاح الخامس ورأيت بيمين الجالس على العرش كتاباً مخطوطاً من الداخل والخارج مختوماً بسبعة ختوم ورأيت ملاكاً جباراً ينادي بأعلى صوته من الذي يحق له أن يفتح الكتاب ويفض ختومه فما قدر أحد في السماء ولا في الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه فبكيت كثيراً لأنه تعذر وجود من يحق له أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي غلب الأسد الذي من عشيرة يهوذى ونسل داود وهو سيفتح الكتاب ويفض ختومه السبعة ورأيت بين العرش والكائنات الحية الأربعة وبين الشيوخ حملاً واقفاً كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع عيون هي أرواح الله السبعة التي أرسلها إلى العالم كله فجاء الحمل وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش ولما أخذ الكتاب سجد الكائنات الحية الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرون للحمل وكان مع كل واحد منهم قيثارة وكؤوس من ذهب مملوء بالبخور هي صلوات القدسين وكانوا ينشدون نشيداً جديداً فيقولون أنت الذي يحق له أن يأخذ الكتاب ويفض ختومه لأنك ذبحت وافتديت أناساً لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلت منهم ملكوتاً وكهنة لإلهنا يملكون على الأرض ونظرت فسمعت أصوات كثير من الملائكة وهم يحيطون بالعرش وبالكائنات الحية الأربعة والشيوخ وكان عددهم آلافاً مؤلفة وهم يرتلون بأعلى صوتهم الحمل المذبوح يحق له أن ينال القدرة والغنى والحكمة والجبروت والإكرام له المجد والحمد وسمعت كل خليقة في السماء والأرض وتحت الأرض وفي البحر والكون كله تقول للجالس على العرش والحمل الحمد والإكرام والمجد والجبروت إلى أبد الدهور فقال الكائنات الحية الأربعة آمين وركع الشيوخ ساجدين الأصحاح السادس ورأيت الحمل يفض أول الخطوم السبعة فسمعت واحداً من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد تعال فنظرت وإذا حصان أبيض وراكبه يحمل قوساً فأعطي إكليلاً وخرج غالباً ليغلب ولما فض الحمل الختم الثاني سمعت الكائن الحي الثاني يقول تعال فخرج حصان أحمر نال راكبه القدرة على نزع السلام من الأرض حتى يتقاتل الناس فأعطي سيفاً كبيراً ولما فض الحمل الختم الثالث سمعت الكائن الحي الثالث يقول تعال فنظرت وإذا حصان أسود وبيد راكبه ميزان وسمعت ما يشبه الصوت من بين الكائنات الحية الأربعة يقول كين قمح بدينار وثلاثة أكيال شعير بدينار وأما الزيت والخمر فلا تفسدهما ولما فض الحمل الختم الرابع سمعت الكائن الحي الرابع يقول فنظرت وإذا بحصان أخضر باهة اللون وراكبه يدعى الموت ومثوى الأموات يتبعه فنالا سلطاناً على ربع سكان الأرض ليقتلاهم بالسيف والجوع والموت ووحوش الأرض ولما فض الحمل الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس المذبوحين في سبيل كلمة الله والشهادة التي شهدوها فصرخوا بأعلى صوتهم إلى متى أيها السيد القدوس الحق لا تدين سكان الأرض وتنتقم منهم لدمائنا فنال كل واحد منهم ثوباً أبيض وقيل لهم أن ينتظر قليلاً إلى أن يكتمل عدد رفاقهم العبيد وأخوتهم الذين سيقتلون مثلهم ثم رأيت الحمل يفض الختم السادس وإذا زلزال عظيم يقع والشمس تسود كثوب الحداد والقمر كله يصير مثل الدم وكواكب الفضاء تتساقط إلى الأرض كما يتساقط ثمر التينة الفج إذا هزتها ريح عصفة والسماء تنطوي طياً لفافة والجبال والجزر كلها تتزحزح من أماكنها وملوك الأرض وعظماؤها وأقوياؤها وأغنياؤها وزعماؤها وعبيدها وأحرارها كلهم يلجأون إلى المغاور وبين صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور أسقط علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل جاء يوم غضبهما العظيم فمن يقوى على الثبات الأصحاح السابع ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لألا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي فناد بأعلى صوته الملائكة الأربع الذين نالوا القدرة على أنزال الضرر بالبر والبحر لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم وسمعت أن عدد المختمين مائة وأربعة وأربعون ألفا من جميع عشائر بني إسرائيل اثنى عشر ألفا من عشيرة يهوذة واثنى عشر ألفا من عشيرة رأوبين واثنى عشر ألفا من عشيرة جاد واثنى عشر ألفا من عشيرة أشير واثنى عشر ألفا من عشيرة نفتالي واثنى عشر ألفا من عشيرة منسة واثنى عشر ألفا من عشيرة شمعون واثنى عشر ألفاً من عشيرة لاوي واثنى عشر ألفاً من عشيرة يساكر واثنى عشر ألفاً من عشيرة زابولون واثنى عشر ألفاً من عشيرة يوسف واثنى عشر ألفاً من عشيرة بنيمين ثم نظرت فرأيت جمهوراً كبيراً لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا آمين لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أمد الدهور آمين فقال لي واحد من الشيوخ من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟ فأجبته أنت تعلم يا سيدي فقال لي هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا والجالس على العرش يظللهم بخيمته فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة والله يمسح كل دمعة من عيونهم الأصحاح الثامن ولما فض الحمل الختم السابع ساد السماء سكوت نحو نصف ساعة ورأيت الملائكة السبعة الواقفين أمام الله وأعطي كل واحد منهم بوقا وجاء ملاك آخر يحمل مبخرة من ذهب ووقف عند المذبح فأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع صلوات القديسين على مذبح الذهب أمام العرش فتصاعد من يد الملاك دخان البخور مع صلوات القديسين أمام الله ثم أمسك الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح ورماها إلى الأرض فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة واستعد الملائكة السبعة الذين يحملون الأبواق السبعة لأن ينفخوا فيها فنفخ الملاك الأول في بوقه فوقع على الأرض بلد ونار ممتزجان بالدم واحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر ونفخ الملاك الثاني في بوقه فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل فصار ثلث البحر دما ومات ثلث الخلائق التي تعيش في البحر وتحطم ثلث الصفن ونفخ الملاك الثالث في بوقه فهوت من السماء نجمة كبيرة كأنها شعلة من نار ووقعت على ثلث الأنهار وعلى الينبيع وتدعى النجمة علقما فصارت المياه كالعلقم ومات كثير من الذين شربوا منها لمرارتها ونفخ الملاك الرابع في بوقه فأصيب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى أظلم الثلث وفقد النهار والليل ثلث ديائهما ونظرت فسمعت نسرا طائرا في وسط السماء يقول بأعلى صوته الويل 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 لسكان الأرض عند دبي أصوات الأبواق الباقية التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة الأصحاح التاسع ونفخ الملاك الخامس في بوقه فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض فأعطي مفتاح بئر الهاوية وفتح النجم بئر الهاوية فتصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر وخرج من الدخان جراد غط وجه الأرض فنال سلطانا كسلطان عقارب الأرض وقيل له أن لا يؤذي عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرا بل يقتصر على الناس الذين لا يوجد ختم الله على جباههم وقيل له أن لا يقتلهم بل يعذبهم مدة خمسة أشهر بعذاب يشبه عذاب لسعة العقرب فيطلب الناس الموت في تلك الأيام فلا يجدونه ويتمنون أن يموتوا والموت يهرب منهم وبدى الجراد كأنه خيل مهيئ للقتال على رؤوسه ما يشبه أكاليل من ذهب ووجوهه كوجوه البشر وله شعر كشعر النساء وأسنانه كأنياب الأسود وصدوره كدروع من حديد وصوت أجنحته كضجيج مركبات خيل كثيرة تجري إلى القتال ولأذنابه إبر كأذناب العقارب وله سلطان أن يؤذي الناس مدة خمسة أشهر وعليه ملك هو ملاك الهاوية واسمه بالعبرية أبدون وباليونانية أبوليون مضى الويل الأول ويأتي الويلان الآخران ونفخ الملاك السادس في البوق فسمعت صوتا خرج من القرون الأربعة لمذبح الذهب الذي أمام الله وقال الصوت للملاك السادس الذي يحمل البوق أطلق الملائكة الأربعة المقيدين على نهر الفرات الكبير فانفكت قيود الملائكة الأربعة المتأهبين للساعة واليوم والشهر والسنة حتى يقتلوا ثلث البشر وسمعت أن عدد جيشي الخيالة مئة ألف ألف وتراءت لي الخيل وعلى فرسانها دروع من نار ومن ياقوت أصفر ومن كبريت وكانت رؤوس الخيل مثل رؤوس الأسود يخرج من أفواهها النار والدخان والكبريت فهلك ثلث البشر بهذه البلاية الثلاث أي بالنار والدخان والكبريت الذي يخرج من أفواه الخيل كانت قوة الخيل في أفواهها كما في أثنابها لأن أثنابها تشبه الحيات ولها رؤوس تؤذي بها وأما البشر الذين نجوا من هذه البلاية فما تابوا مما فعلت أيديهم وظلوا يسجدون للشياطين ولأصنام من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب لا تقدر أن تبصر وتسمع وتمشي ولا تابوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة الأصحاح العاشر ورأيت ملاكا آخر جبارا ينزل من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس وساقاه كعمودين من نار بيده كتاب صغير مفتوح فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على البر وصرخ بصوت عظيم كأنه زئير الأسود فنطقت الرعود السبعة بأصواتها فلما نطقت تأهبت للكتابة فسمعت صوتا من السماء يقول لي أكتم ما نطقت به الرعود السبعة فلا تكتبه وأما الملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر فرفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الدهور خالق السماء وما فيها والبر والبحر وما فيهما أن لا يكون إبطاء بعد فما إن يحين الوقت وينفخ الملاك السابع في بوقه حتى يتم سر الله كما بشر به عبيده الأنبياء وأما الصوت الذي سمعته خارجا من السماء فخاطبني ثانية قال اذهب خذ الكتاب المفتوح بيد الملاك الواقف على البحر والبر فذهبت إلى الملاك وقلت له أعطني الكتاب الصغير فقال لي خذه وابتلعه فتجده مرا في جوفك وحلوا كالعسل في فمك فأخذت الكتاب الصغير وابتلعته فكان حلوا كالعسل في فمي وبعدما ابتلعته صار مرا في جوفي فقيل لي يجب أن تتنبأ ثانية على كثير من الشعوب والأمم والألسنة والملوك الأصحاح الحادي عشر وأعطاني أحدهم قصبة كالقضيب وقال لي قم قس هيكل الله والمذبح وعد الساجدين فيه أما ساحة الهيكل الخارجية فاتركها ولا تقسها لأنها متروكة للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة مدة اثنين وأربعين شهر وسأرسل شاهدين من عندي عليهم المسوح يتنبآن مدة ألف ومئتين وستين يوما هذان الشاهدان هما الزيتونتان والمنرتان القائمتان أمام رب الأرض فإذا حاول أحد أن يؤذيهما خرجت من أفواههما نار تأكل أعداءهما هكذا يجب أن يهلك كل من حاول أن يؤذيهما ولهما سلطان على أن يغلقا السماء فلا ينزل المطر في أيام نبوئتهما ولهما سلطان على أن يجعل المياه دما وأن يضربا الأرض بأنواع البلايا كلما أرده وما إن يتما شهادتهما حتى يجيء الوحش الصاعد من الهاوية ويصارعهما ويغلبهما ويقتلهما وتبقى جثتاهما مطروحتين في ساحة المدينة العظيمة التي تدعى على سبيل الرمز سدوم أو مصر حيث مات ربهما مصلوبا وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولسان وأمة إلى جثتيهما مدة ثلاثة أيام ونصف يوم لا يأذنون لأحد أن يضعهما في قبر ويشمت بهما سكان الأرض ويبتهجون ويتبادلون الهدايا لأن هذين النبيين أنزلا بسكان الأرض عذابا شديدا وبعدما مرت الأيام الثلاثة ونصف اليوم دخلت فيهما روح حياة من الله فوقفا على أقدامهما ووقع خوف شديد على الناظرين إليهما وسمعوا صوتا عظيما يصيح بهما من السماء إصعدا إلى هنا فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما وحدث في تلك الساعة زلزال عنيف فانهار عشر المدينة وهلك بالزلزال سبعة آلاف من الناس وارتعب الباقون فأخذوا يمجدون إله السماء مضى الويل الثاني وها هو الويل الثالث يأتي سريعا ونفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات عظيمة في السماء تقول صار ملك العالم لربنا ولمسيحه فيملك إلى أبد الدهور فركع الشيوخ الأربعة والعشرون الجالسون أمام الله على عروشهم وارتموا على وجوههم ساجدين لله وقالوا نشكرك أيها الرب الإله القدير الذي هو كائن وكان لأنك أظهرت جبروتك وملكت غضبت الأمم فجاءت ساعة غضبك ودينونة الأموات حتى تكافئ عبيدك الأنبياء والقديسين والمتقين اسمك صغارا وكبارا وتهلك الذين كانوا يهلكون الأرض وانفتح هيكل الله في السماء فظهر تابوت العهد في الهيكل وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلازل وسقط برد كثير الأصحاح الثاني عشر وظهرت آية عجيبة في السماء امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها على رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا حبلة تصرخ من وجع الولادة وظهرت في السماء آية أخرى تنين عظيم أحمر كالنار له سبعة رؤوس وعشرة قرون على كل رأس تاج فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة ألف يوم ومئتين وستين يوما ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين فقاتلهم التنين بملائكته لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء وسقط التنين العظيم إلى الأرض وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان خادع الدنيا كلها وسقط معه ملائكته ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها الويل للبر والبحر لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الإبن الذكر فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية فقذفت الحية من فمها ما أن كان نهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها ولكن الأرض أسعفت المرأة ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فنه فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع ووقف على رمل البحر الأصحاح الثالثة عشر ورأيت وحشا خارجا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة كرون على كرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه أسماء التشديف وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر وله قوائم كقوائم الدب وفم كفم الأسد فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت فشفي من جرحه المميت فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه وسجدوا للوحش وقالوا من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف وأعطي سلطانا أن يعمل مدة اثنين وأربعين شهرا فأخذ يجدف على الله فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة فيسجد له سكان الأرض كلهم أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة كتاب الحمل الذبيح من كان له أذنان فليسمع من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل هنا صبر القديسين وإيمانهم ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض وله قرنان ككرني الخروف ولكنه ينطق مثل التنين فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفى من جرحه المميت وصنع معجزات عظيمة حتى أنه أنزل على الأرض نار من السماء بمشهد من الناس وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول وأمر سكان الأرض بأن يصنع صورة للوحش الذي جرحه السيف ومع ذلك عاش ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا أغنياء وفقراء عبيدا وأحرارا على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه وهنا لا بد من الحكمة من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش هو عدد اسم إنسان وعدده ستمائة وستة وستون الأصحاح الرابع عشر ونظرت فرأيت حملا على جبل سهيون ومعه مئة وأربعة وأربعون ألفا ظهر اسمه واسم أبيه مكتوبا على جباههم وسمعت صوتا من السماء مثل هدير المياه الغزيرة أو دوي الرعد الهائل وكأنما هو أنغام يعزفها لاعبون بالقيثارة وهم يرنمون ترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الكائنات الحية الأربعة وأمام الشيوخ وما من أحد يقدر أن يتعلم الترنيمة إلا المئة والأربعة والأربعون ألفا المفتدون من الأرض هؤلاء هم الذين ما تدنسوا بالنساء فهم أبكار هؤلاء هم الذين يتبعون الحمل أينما صار والذين تم افتداؤهم من بين البشر باكورة لله والحمل ما نطق لسانهم بالكذب ولا عيب فيهم ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء معه بشارة أبدية يبشر بها سكان الأرض من كل أمة وقبيلة ولسان وشعب وكان يصيح بصوت عظيم خافوا الله ومجدوه جاءت ساعة الدينونة فاسجدوا لمن خلق السماء والأرض والبحر والينابيع وتبعه ملاك ثان آخر يصيح سقطت سقطت بابل العظيمة التي سقط الأمم كلها من فورة خمر زناها وتبع هذين الملاكين ملاك آخر يصيح بصوت عظيم من سجد للوحش وسورته وكان موسوما على جبهته أو يده فلابد أن يشرب من خمر غضب الله المسكوبة من غير مسج في كأس غضبه ويقاص عذاب النار والكبريت أمام الملائكة الأطهار وأمام الحمل ودخان عذابهم يصعد أبدا الدهور لا راحة في الليل والنهار للساجدين للوحش وسورته ولمن يوسم باسم الوحش هنا صبر القديسين الذين يتمسكون بوصايا الله والإيمان بيسوع ثم سمعت صوتا من السماء يقول اكتب هنيئا للأموات الذين يموتون منذ الآن في الرب فيجيب الروح نعم فيستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم تتبعهم ونظرت فرأيت سحابة بيضاء جلس عليها مثل ابن إنسان وعلى رأسه إكليل من ذهب وبيده منجل مسنون ثم خرج من الهيكل ملاك آخر يصيح صياحا عاليا بالجالس على السحابة خذ منجلك واحصد جاءت ساعة الحصاد ونضج حصاد الأرض فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصد الأرض وخرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء ومعه أيضا منجل مسنون ثم خرج من مذبح الهيكل ملاك آخر له سلطان على النار فصاح صياحا عاليا بالملاك الذي يحمل المنجل المسنون خذ منجلك المسنون واقطف على قيد كروم الأرض لأنا عنبها نضج فألقى الملاك منجله على الأرض وقطف كروم الأرض وأفرغها في معصرة غضب الله العظيمة وديست المعصرة في خارج المدينة فجرى منها دم على ارتفاع لجم الخيل إلى مدى مئتي ميل الأصحاح الخامسة عشر ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور معهم قيثارات الله ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل فيقولون عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير قويمة صحيحة تركك يا ملك الأمم من لا يخافك يا رب من لا يمجد اسمك كدوس أنت وحدك جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع يلبسون كتانا نقيا براقا وحول صدورهم أحزم من ذهب فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوئة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور وانتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة الأصحاح السادسة عشر وسمعت صوتا عظيما من الهيكل يصيح بالملائكة السبعة اذهبوا واسكبوا على الأرض كؤوس غضب الله السبع فذهب الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض فظهرت كروح فاسدة موجعة أصابت الناس الذين عليهم سمة الوحش الذين يسجدون لصورته وسكب الملاك الثاني كأسه على البحر فصار الماء مثل دم الميت فمات كل مخلوق حي في البحر وسكب الملاك الثالث كأسه على الأنهار والينبيع فصارت دم وسمعت ملاك الماء يقول عادل أنت في أحكامك أيها القدوس الكائن والذي كان سكبوا دم القديسين والأنبياء فأعطيتهم الدم يشربونه فنالوا ما يستحقون وسمعت صوتا من المذبح يقول نعم أيها الرب الإله القدير أحكامك عدل وحق وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس فاحترق الناس بحر شديد وما تابوا ليمجد الله بل شتموا اسم الله الذي له سلطان على هذه النكبات وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته وأخذ الناس يعضون على ألسنتهم من الألم ولكنهم ما تابوا من أعمالهم بل شتموا إله السماء لأوجاعهم وقروحهم وسكب الملاك السادس كأسه على نهر الفرات الكبير فجف ماءه ليكون ممرا لملوك المشرق ورأيت ثلاثة أرواح نجسة تشبه الضفادع خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب وهي أرواح شيطانية تصنع المعجزات وتذهب إلى ملوك الأرض كلها لتجمعهم للحرب في اليوم العظيم يوم الله القدير ها أنا آدم كالسارق هنيئ لمن يسهر ويحرس ثيابه لألا يمشي عريانا فيرى الناس عورته فجمعتهم في المكان الذي يدعى بالعبرية هرمج الدون وسكب الملاك السابع كأسه في الجو فخرج صوت عظيم من العرش في الهيكل يقول قدي الأمر وحدثت بروق ورعود ووقع زلزال عنيف ما شهدت الأرض مثله بهذا العنف منذ وجد الإنسان على الأرض وانقسمت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام وانهارت مدن الأمم وتذكر الله بابل العظيمة ليسقيها كأسا تغلي بخمر غضبه وهربت الجزر كلها واختفت الجبال ونزل من السماء على الناس برد كبير بمفقال وزنه فشتم الناس الله لنكبة البرد هذه لأنها كانت رهيبة جدا الأصحاح السابعة عشر وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي تعال فأريك عقاب الزانية العظيمة القائمة على جانب المياه الكثيرة بها زنا ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر كأس زناها فحملني بالروح إلى الصحراء فرأيت امرأة تجلس على وحش قرمزي مغطا بأسماء التجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون وكانت المرأة تلبس الأرجوان والقرمز وتتحل بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ وبيدها كأس من ذهب ممتلئة بالرجس زناها ونجاسته وعلى جبينها اسمه بابل العظيمة أم الزنا ودنس الأرض ورأيت المرأة سكرى من دم القدسين ومن دم شهداء يسوع فلما رأيتها تعجبت كثيرا فقال لي الملاك لماذا تعجبت؟ سأكشف لك سر المرأة والوحش الذي يحملها صاحب السبعة الرؤوس والعشرة القرون والوحش الذي رأيته كان وما عاد كائنا سيصعد بعد قليل من الهاوية ويمضي إلى الهلاك وسيتعجب سكان الأرض الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش لأنه كان وما عاد كائنا وسيظهر ثانية وهنا لابد من الحكمة والفهم فالرؤوس السبعة هي التلال السبعة التي تجلس عليها المرأة وهي أيضا سبعة ملوك منهم خمسة سقطوا وواحد لا يزال يملك والآخر ما جاء بعد ومتى جاء لا يبقى إلا قليلا أما الوحش الذي كان وما عاد كائنا فهو ملك ثامن مع أنه من السبعة ويمضي إلى الهلاك وهذه القرون العشرة التي تراها هي عشرة ملوك ما ملك بعد لكنهم سيملكون ساعة واحدة مع الوحش هؤلاء اتفقوا على أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطانهم وهم سيحاربون الحمل والحمل يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه هم المدعوون والمختارون والمؤمنون ثم قال لي الملاك تلك المياه التي رأيتها ورأيت الزانية قائمة عليها هي شعوب وأجناس وأمم وألسنة وتلك القرون العشرة التي رأيتها والوحش سيبغضون الزانية ويعزلونها ويعرونها من ثيابها ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار لأن الله جعل في قلوبهم أن ينفذ رأيه وأن يتفقوا على إعطاء الوحش سلطان ملكهم إلى أن تتم أقوال الله وتلك المرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض الأصحاح الثامنة عشر ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم فاستنارت الأرض من بهائه وصاحب أعلى صوته سقطت سقطت بابل العظيمة صارت مسكنا للشياطين ومأوا لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها وملوك الأرض زنوا بها وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها وسمعت صوتا آخر من السماء يقول أخرج منها يا شعبي لأن لا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها خطاياها تكدست إلى السماء والله تذكر شرورها عاملوها بمثل ما عاملتكم وضاعفوا لها جزاء أعمالها وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت تقول في قلبها أجلس هناك ملكة ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد وباء وحزن وجوع وتحترق بالنار لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها وهم يقولون الويل الويل أيتها المدينة العظيمة يا بابل المدينة الجبارة في ساعة واحدة جاءت دينونتك وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين ونحاس وحديد ورخام وقرفة وبخور وعطر ومر ولبان وخمر وزيت وضقيق وحنطة وبهائم وغنم وخيل وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر يقول التجار الثمر الذي اجتهته نفسك ذهب عنك وزال الترف والبهاء جميعا ولن تجديه هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها فيبكون وينوحون ويقولون الويل الويل أيتها المدينة العظيمة كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز وتتحل بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها أي مدينة تشبه المدينة العظيمة وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويسحون الويل الويل كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف ولن توجد من بعد أبدا لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق ولن يوجد فيك صانع أيًا كانت صناعته ولن يسمع فيك صوت الطاحون ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس لأن تجارك كانوا عظماء الأرض وسحرك أضل جميع الأمم وفيها شهد دم الأنبياء والقدسين وجميع الذين سقطوا قتلا في الأرض الأصحاح التاسعة عشر وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والكوة أحكامه حق وعدل دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده وقالوا ثانية هللويا دخانها يتصاعد أبدا الدهور فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا آمين هللويا وخرج من العرش صوت يقول سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول هللويا الملك للرب إلهنا القدير لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع والكتان هو أعمال القديسين الصالحة ثم قال لي الملاك أكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل وقال أيضا هذه هي أقوال الله الصادقة فارتميت على قدميه لأسجد له فقال لي لا تفعل أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة ياسوع فاسجد لله لأن شهادة ياسوع هي روح النبوء فرأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق يحكم ويحارب بالعدل عيناه كلاهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سوى وهو يلبس فوبا مغموسا بالدم واسمه كلمة الله وكانت تتبعه على خيل ضيد جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم فيرعاهم بعصا من حديد ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه ملك الملوك ورب الأرباب ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء تعالي اجتمع في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البصر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب وهلك الباكون بالسيف الخارج من فم الفارس فشبعت جميع الطيور من لحومهم الأصحاح العشرون ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة ولابد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء ورأيت نفوسا الذين سقطوا قتلا في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم الألف السنة هذه هي القيامة الأولى مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى فلا سلطان للموت الثاني عليهم بل يكونون كهنط الله والمسيح ويملكون معه ألف سنة ومتى تمت الألف السنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوجة وما جوج فيجمعهم للقتال وعددهم عدد رمل البحر فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من السماء فأكلتهم وألقي إبليس الذي ضل لهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور ثم رأيت عرشا أبيض عظيما ورأيت الجالس عليه وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش وانفتحت الكتب ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله وقذف البحر الأموات الذين فيه وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات فعوقب كل واحد بأعماله وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار وهذه البحيرة هي الموت الثاني وكل من كان اسمه غير موجودا في كتاب الحياة ألقيا في بحيرة النار الأصحاح الحادي والعشرون ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا وما بقي للبحر وجود وأنا يحنى رأيت المدينة المقدسة أرشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول ها هو مسكن الله والناس يسكن معهم ويكونون له شعوبا الله نفسه معهم ويكون لهم إلها يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع لأن الأشياء القديمة زالت وقال الجالس على العرش ها أنا أجعل كل شيء جديدة ثم قال لي أكتب هذا الكلام صدق وحق وقال لي تم كل شيء أنا الألف واليام البداءة والنهاية أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا من غلب يرث كل هذا وأكون له إلها ويكون ليبنا أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدت الأوثان والكذبة جميعا فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت هذا هو الموت الثاني وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة وقال لي تعال فأريك العروس امرأة الحمل فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق وأراني أوروشريم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله وعليها هالة مجد الله وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشبى النقي كلب اللور ولها سور عظيم شامخ له اثنى عشر بابا وعلى الأبواب اثنى عشر ملاكا وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل الاثني عشر من الشرق ثلاثة أبواب ومن الشمال ثلاثة أبواب ومن الجنوب ثلاثة أبواب ومن الغرب ثلاثة أبواب وكان سور المدينة قائما على اثني عشر أساسا على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل الاثني عشر وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها والمدينة مربع طولها يساوي عرضها فقاسها بالقصبة فإذا هي ألف وخمسمائة ميل يتساوى فيها الطول والعرض والعلو ثم قاس سورها فإذا هو مائة وأربع وأربعون ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملك وكان السور مبنيا باليشب والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر فالأساس الأول يشب والثاني ياقوت أزرق والثالث عقيق أبيض والرابع زمرد والخامس عقيق قاتم والسادس عقيق أحمر والسابع زبرجد والثامن جزع والتاسع ياقوت أصفر والعاشر عقيق أخضر والحادي عشر فيروز والثاني عشر جمشت وكانت الأبواب الاثنى عشر اثنتين عشرة لؤلؤة كل باب منها لؤلؤة وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج وما رأيت هيكلا في المدينة لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر لأن مجد الله ينيرها والحمل هو مصباحها ستمشي الأمم في نورها ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها لا تغلق أبوابها طوال اليوم لأنه لا ليل فيها ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها ولا يدخلها شيء نجس ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة كتاب الحمل الأصحاح الثاني والعشرون ثم أراني الملاك نهر الحياة صافياً كلب اللور ينبع من عرش الله والحمل ويجري في وسط ساحة المدينة وعلى دفطيه شجرة الحياة تثمر اثنتي عشرة مرة كل شهر مرة وتشفي بورقها الأمم لا لعنة بعد اليوم عرش الله والحمل يقوم في المدينة فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه ويكون اسمه على جباههم لا ليل هناك فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس لأن الرب الإله يكون نورهم وهم سيملكون إلى أبد الدهور وقال لي الملاك هذا الكلام صدق وحق والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلة ها أنا آت سريعاً هنيئاً لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب وأنا يحنى سمعت ورأيت هذه الأشياء ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له فقال لي لا تفعل أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب فاسجد لله وقال لي لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب لأن الوقت قريب من كان ظالماً فليداوم على الظلم ومن كان نجساً فليبقى في نجازته ومن كان صالحاً فليداوم على الصلاع ومن كان قديساً فليبقى في قداسته ها أنا آت سريعاً ومع الجزاء الذي أجاز به كل واحد بأعماله أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية هنيئاً لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على ششرة الحياة وليدخلوا المدينة من أبوابها أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس أنا أصل داود ونسله أنا كوكب الصبح المنير يقول الروح والعروس تعال من سمع فليقل تعال من كان عطشاناً فليأتي ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجاناً وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفاً وأن لزاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب ومن حذف حرفاً من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب يقول الشاهد بهذه الأمور نعم أنا آد سريعاً آمين اشتركوا في القناة